أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشتركوا في القناة حي على الفناء الله أكبر الله الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولدها تنزل على شغلها من بدر تروح في معادها أنا اسمي هناء عبدالقادر مركز بجور المنوفية احنا هنا مصنع مراتب نشتغل فيه وكننا جايبين كارد قبل كده من التنمية وصدناه وجبنا كمان واحد الكارد الأولاني كان خمسين واشتغلنا بيه وربنا وفتح علينا الحمد لله وصدناه عايزين نوسع ونجيب حاجات تانية زيادة وجبنا مئة ألف وجبنا مكانة كليبس وزودنا المشروع شوي تنزل على شغلها من بدر تروح في معادها ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها عايشة الغرها وبتها وأهلها كل حياتها أنا مسرة لأنا أفضل شغالة زي زي الرجالة وبناتي عايزوهم أحسن مني أنا شايفة أن الست لازم تشتغل عشان تزبط وجودها والساعد زيها زي الرجل عيد نحب أمرة شغالة ومسكة من نفسها ومنها شغالة نفسها يقول لك هزي يا مام دول ستة نصر الغالي في الصورة دايماً ظاهرين تلاقيهم وقفين في الصف جنب الراجل كت كت والله الدولة مساهلين لنا كل حياتها وإحنا إن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن صنو اشتركوا في القناة 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 نسبة الناس في مطالبها للإسكان سواء عن طريق الدولة أو القطاع الخاص يبقى متوفر حد من المساكن اللي متخليش الناس تتصرف لوحدها لو متلوب مليون شقة في السنة نعمل المليون شقة نحن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش أبدا الشكل اللي احنا شوفنا ده اللي يليقي ان هو غير موجود واحنا موجودين وتتواصل خطوات البناء وتمضي مصر في طريق المستقبل تواصل جهودها لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب المصري ينعم الوطن بمستقبل مشرق وتأبى قواتنا المسلحة إلا أن تواصل مساندتها لجهود الدولة وعطاءها لخدمة شعب كريم عبر العديد من المشروعات ومنها توفير سكن كريم لائق بالمواطن المصري بتخطيط عمراني راق مكتمل المرافق والخدمات احنا محطناش سكن شقة احنا حطنا مجتمع وبالتالي احنا ما بنعملش اسكان اجتماعي بالمعنى لا دا هنعمل اسكان اجتماعي بكل ما تعنيها دي مجتمع متكامل ففي محافظة القاهرة وبمدينة بدر وضمن مشروع الاسكان الاجتماعي تم إنشاء خمس وتسعين عمارة تشكل ألفين ومائتين وثمانين وحدة سكنية كاملة التشتيبات وجاء مشروع أهالينا ضمن مخطة الدولة للقضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة بإجمالية خمس وعشرين عمارة تشكل ألفا وستا وتسعين وحدة سكنية بمنطقة جسر السويس حيث تحول فيها الحلم الى واقع وتبدل المشهد وأصبح تجمعاً عمرانياً متكاملاً بالتعاون بين المنطقة المركزية العسكرية ومؤسسات وهيئات الدولة وإلى جنوب سيناء والآن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية شبه جزيرة سيناء امتد عطاء الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات الوطنية وبسواعد مصرية وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مدن جنوب سيناء منها الإسكان الاجتماعي بمدينة رأس سدر ست عشر عمارة يصل عدد الوحدات السكنية فيها الى مائتين وست وخمسين وحدة كاملة التشتيبات والمرافق إسكان مدينة أبورديس ست وعشرون عمارة لإجمالي أربعمائة وست عشرة وحدة وإنشاء ست وثلاثين عمارة بمدينة دهب وطابة وست كاترين بإجمالي وحدات أربعمائة وخمسة وحدة سكنية ولتوفير مياه الشرب لأبناء جنوب سيناء وخدمة المناطق السكنية الجديدة تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالطور بطاقة ثلاثين ألف متر مكعب لليوم وباتباع أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال إنها مسيرة عطاء وجهد مخلص واثر يقوم به رجال يعتزون بانتمائهم لوطنهم يسابقون الزمن لتحقيق مستقبل مشرق للوطن حياة هي عبارة عن تحديات وهي معركة كبيرة جداً اللي اتعامل بطبعتنا بس كو مرعب المهم أنك تخلي حياتك كلها تحت السيطرة لا أفضل أن أكون تحت السيطرة ما بحبش حاج يتدخل في حياتي نعم أنت بعض أنا أقولك إجابة كده على طول والسؤال مهم زي هذا نبدأ تحت السيطرة لكن اللي دايم حالة وترو والله ما تضربه من غير تذكير لا 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 نحن الآن هنبتدي نلعب سواء I'm very in أعتبر مخاطرة دلوقتي الكلام في السياسة ثاليني السؤال لأنه حصلت معي كتير حصلت معك لبابي على بابي واقف أمري أنا مش مستعرة من مهنتي خالص مش طعب أنا فزايا حد أنا ما بحبش حكرا في المواضيع هذه عايب نحكي بها دا الموضوع إزاي يعني أنا ممكن أشوف راجل بيتدلع أنا بعقب عن الخبر أنا ممثل برضي تمام ما بصدر أنا مش عايز أغنط أكتر من كده تحت السيطرة مع أروا الخميس العاشرة مساءً على النهار يا مساء الفل إزيكم عنيه الحاجات النهار دا بقى حطيرة جداً بصوا أول حاجة بقى إيه هبتدي بيها هتخش المطبخ ساعة زمن سوف أخط لها بقى شوية شورة ما فيش أسهل من كده السوق دلوقتي كله مليان أنواع كتيرة من الدقيق هياخد يعني عشر دقيل ممكن فراخ ممكن لحمة لطيف ونقدمه بشكل حلو قوي بايريكس كوسة بالباشاميل سهل جداً هتطلعي مخلصة الأكل وغزل المواعين باتنين خلي بالكم ما تبهيها شباعة الأطراص شخص أنا بحضر العفريت السلام عليكم أكل بيتي مع مروة شفعي اليوم الثانية ظهراً على النهار هذا البرنامج برعاية المهمة أجرى تحقيق استغصائي على الشاشات الفضائية لو الدنيا كلها عدوينك أنا لا أنت بتنمي ليه المرتاح؟ طب يا جماعة طب يا جماعة دام أنت خييفين بتعمله ليه الغلط أصلاً المهمة عارب بينا بيحب ناس الناس الشمال جد يقطح مدوائر الفساد المجتمعية اللي بيحصل ده مستحيل يزكد عليه ويكشف استطار عن خيوطها المهمة سبيلك الوحيد لمعرفة الحقيقة أنا متأكد أنك تسفرد علي يرصد أبعاد أخطر الملفات التي تضر بسلامة المجتمع ليه 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 تعالى بس تعالى 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 المهمة دايرين دي دايرة دايرة مرتان أسبوعياً من أجل متابعة أدق تمعاني سمعاني سمعاني قاتل راجل معاني داع طرف صريع فشي مين فشي مين أنا بطلب منكم تركيز أعلى من أي مرة معايا المرضى المهمة مع منعرائي غداً العشرة مساءً على المهار المهمة هذا البغمانك برعاية موسيقى 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 الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الكنغو الديمقراطية بمناسبة انتخابه النايب العام يحيل الطبيب قاتل زوجته وأطفاله للمحاكمة الجنائية العاجلة الأرصاد تتوقع تقصا معتدلا غدا على شمال البلاد يميل للدفئ على شمال الصعيد نهارا شديد للبرودة ليلة السبع مساء بتوقيت القاهرة مجزو الأخبار من تلفزيون النار أهلا بكم بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السيد فليكس تشيس كيدي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكنغو الديمقراطية والثقة التي منحها إياه الشعب الكنغولي الشقيق والتي تعكس إيمانهم في قدراته القيادية ورؤيته ثاقبة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للكنغو الديمقراطية كما أكد السيد الرئيس حرص سيادتي على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر والكنغو الديمقراطية وترسيخ قواعدها لا سيما من خلال التعاون مع الرئيس تشيس كيدي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم كما تمنى الرئيس السيسي للسيد تشيس كيدي كل التوفيق في قيادة الكنغو الديمقراطية نحو مستقبل المشرق معربا سيادته عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة للاستمرار في تطوير روابط الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية اليوم حفلة لتوزيع مساعدات عيدية على عدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السابع والستين واستمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد وبالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية المزيد في سياق هذا التقرير في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السابع والستين واستمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية اليوم حفلا لتوزيع عدد من المساعدات العينية على المستفيدين من أسر المسجونين والمفرج عنهم بمقر التحاد الشرطة الرياضية وبناء على توجهات وزير الداخلية السيد محمود توفيق شهد الحفل توزيع 143 من الأجهزة الكهربائية و31 مكينة خياطة و1600 بطنية ولحاف و1300 كارتونة مواد غذائية وثمانية تروسيكل وأربعة أجهزة عرائس وسبعة مشاريع صغيرة عبارة عن صوتيات ومكينات وبقالة و1300 قطعة ملابس شتوية على ما يزيد من 400 حالة من عدة محافظات حضر الحفل عدد من قيادات وزارة الداخلية إلى جانب ممثلي عدد من الجماعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنية وزارة الداخلية كل سنة بتعملها وبتدعو الأظهر الشريف والمؤسسات الوطنية والمجتمعية في مصر ولم يعد دور الشرطة فقط يقتصر على متابعة المجرمين واستطباب الأمن الداخلي بل تعدى ذلك بمراحل أخرى لرعاية الأسر المبادرة دي بنشارك فيها للسنة الرابعة على التوالي الهدف منها أن نحن بنساعد أسر المسجونين والمسجونين المفرج عنهم أن نحن نوفر فرصة دخل وفرصة معيشة كريمة لهم عن طريق أن نمدهم بمشروعات سواء تروسيكليت أو مكينات خياطة نحن بالنسبة لنا دي تعتبر من المبادرات المهمة اللي هي المبادرة حياة كريمة اللي قام بيها الرئيس في بداية شهر يناير المبادرة دي طبعا تعد من أهم المبادرات اللي نهارده في عياد الشرطة نحن بنساهم على طول دايما مع جهاز الشرطة في أربع حفلات سنويا بنقوم بيهم لمساعدات أسر المسجونين والمفرج عنهم المساعدات المقدمة للمفرج عنهم وأسر السجناء تهدف إلى إعانتهم على الظروف المعيشية ودمجهم في المجتمع والسعي للعمل والكسب الشريف حتى يصبحوا أعضاء منتجين نافعين طبعا ما أعدت الحبسة اللي أنا أعدتها دي فطبعا فرقت معي طلعت لقيت الحاجة بتاعتي ضايعة والحكيدة فوقفوا جنبي وساعدوني طلبت عدة نجارة جابولي عدة نجارة بصراحة فببدأ بقى من جديد يعني بفتح الورشة واشتغل بقى الشغل بتاعي اللي هو الشغل الموبيريا قلقتم بيتصلوا علي بيقولوا ليحنا لكي مشروع في جمعية رعاية اللي حكا فجيت عملوا بكل حاجة والحمد لله يعني يوقفوا معايا والدوني الشواي طلعت الدوني جواب في السجن كده أروح بالرعاية جيت الرعاية أول مساعدة ليا أنا سروجي سهرات أول مساعدة ليا الدوني ما كان مساعدة ما طلعت وكل سنة مساعدة أنا مش عارف يعني أشكر الرعاية ولا أشكر مدير الرعاية ولا أشكر وزير الداخلية ولا أشكر سيادة الرئيس السيسي مبادرة كلنا واحد مبادرة برعاية رئيس الجمهورية وتدعمها القيادة السياسية وتحرص وزارة الداخلية على تنفيذها بدءا من تخفيض أسعار السلع الغذائية وصولا إلى مساعدات للمفرج عنهم وأسر السجناء عبد الرحمن يسين قناة النهار أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بأحالة الطبيب قاتل زوجته وأولاده بمدينة كفر الشيخ إلى المحاكمة الجنايات العاجلة وكانت النيابة العامة قد تلقت اختارا في يوم الحادي وثلاثين من شهر ديسمبر المنقضي بوجود سيدة وأطفالها الثلاثة مذبوحين داخل السكن الخاص بهم وبإجراء التحريات بشأن وقاعة القتل فقد توصلت إلى أن زوجة المجنية عليها الأولى ووالد الأطفال ويدعى أحمد عبدالله زكي السيد وراء ارتكاب الواقعة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم توقف الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس المقبل وأكدت الوزارتان أن جميع الامتحانات المقررة في هذا اليوم ستعقد في موعدها وفقا لجدول الامتحانات دون أي تغيير أو تأجيل وقامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع منشور على كافة المدريات تفيد باستمرار عقاد الامتحانات يوم الخميس مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جداول الامتحانات موضوعة منذ بداية العام الدراسي ولا نية للتعديل فيها نفت وزارة التموين ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار الزيت التاموني بداية من مقرارات شهر فبراير المقبل وأكدت الوزارة أن أسعار كافة السلع التامونية كما هي دون أي زيادة للمستفدين من الدعم التاموني مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إضاعة الوقت وإثارة البلبلة نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في نهاية الشهر الحالي وأضفت الوزارة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن إن هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة قامت هيئة السكك الحديدية اليوم بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور عمر شعت نائب الوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية بتكريم عدد من العاملين بالهيئة بالإضافة إلى الطبيبة وسام رمزي لإسهامهم جميعا في إنقاذ حياة أحد الأطفال الذي فاجأته أزمة صحية حدة في المسافة من القاهرة حتى بنها أثناء استقلاله مع أسرات القطار الإسباني رقم 935 المتجه من الأقصر إلى الإسكندرية في الأسبوع الماضي نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان فضلا عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بشارع أبو سليمان بمنطقة بكوس أما في سهاك فقد أقام الحزب بأعمال نظافة وتجميل وتمهيد بعض الطرق بقرية البجة بمركز المنشأة بمشاركة شباب الحزب وإلى عصيوت قام الحزب بتوزيع بعض الوجبات الغذائية بالمجان على الأسر البسيطة وفي بن سويف نظم دورة تدريبية حول تأهيل الكوادر الشبابية لتولي الوظائف المختلفة بالقاعة الكبرى فضلا عن إقامة منفذ لبيع السلع الإئذائية بأسعار مخفضة ورياضيا يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظير الدنماركي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم وذلك في ثاني لقاءات الفراعنة بالدور الرئيس بكأس العالم للرجال ضمن المجموعة الثانية المقامة في الدنمارك ويدخل منتخب مصر هذا اللقاء أملا في تحقيق مفاجأة بالفوز على صاحب الأرض الذي يتسلح بعامل الجمهور في مواجهة منتخب الفراعنة وكان منتخب مصر قد واجه نظيره النرويجي أمس ومن المقرر أن يحصل على راحة من المباريات غدا قبل أن يلتقي تونس في الرابعة والنصف عصر الأربعاء في ثالث لقاءاته بالدور الرئيس وختاما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا ثلاثا تقص معتدل على شمال البلاد مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلة كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لتكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح في أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات ختاما كان هذا مجاز السابع عمسان من تلفزيون النهار أشكر لكم طبعا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عاصري وأشكان عملي مقلبان دول جميه انسي وعصص بنسو بلقاشا لجدني وجاكشان لكمان وشبيه ولا نور وبوسي أشكان وعزمي لأ دول خصوص وأنجليلا وبرد تكان تكان زمان عاصري وأشكان عاصري وأشكان عملي مقلبان عاصري وأشكان عملي مقلبان دول جميه انسي وعصص بنسو بلقاشا لجدني وجاكشان في الدنيا بصي شوف كان بطن مخلفة إنما أشكان وعزمي دي دماغ متكلفة مع إنه يبقى نعبيت وتبقى متخلفة والسين اتجمعوا والحب اللي اتقصر روضا طرون أشكان دي ده الخصر عزمي وأشكان عزمي وأشكان أشكان أشكان يحب عملي مطرح ما يسري يمري كوليني على العشاء إخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بينه عصلي ومش أي بتنجان عزمي وأشكان عملي مقلبان عزمي وأشكان عملي مقلبان دول جميه انسي وعصص بنسو بلقاشا لجدني وجاكشان هذا المسلسل برعاية موسيقى 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 بص الراجل اللي لابس السديري اللي هدك دوت اهو نفس السديري اللي لابته أبو دوعاة في المغاري اللي نصب على الولية في الغردقة كده يا جماعة كل حاجة جاهزة مش ناقصنا غير أننا نعرف نجيب بصمة صوت وبصمة إيد جابر دهشان عشان نعرف نتكل على جهاز التحكم من الدهش أنا جابر دهشان رئيس مجلس إدارة شركة موبي كول موسيقى يا فانتن بجد يعني دلوقتي يا عطاة موسيقى جابر كيفاش علاش ماخدناش تلفناش لحد الوقتاش احنا خلاص لخلاص كل بتاحت السيدارة اتنين مليار جنيه تحولوا من حسابات العملة شركة موبي كول لحساباتي في سويسا ممكن بقى تدين اعترافاتنا عشان نتكل على الله اعترافاتكو احنا نفزنا لحدتك كل اللي حدتك طلبتو وفي بالنا كلمة شرف يعني فمن حقنا يعني ان احنا من قريب جدا كنت عملتي حلقة مع واحد اسمه تحزين شغل في المزارعة السماكية مزارع ايه اللي شغل فيها دي اخل خش على السيداري على طول يا أمر باشا ما انا بقى السيداري اه 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 انا فاش رفعن حاجة زي كده دي كان حلقة زي الزفت انا وما فياش برضو رزالة مني يعني ممكن الانوان خليك انت هنا مفيش داعي انك تجي معايا وتشحططي نفسك وتسيبي بلدك مصر محتجالك يا عجرم عجرم؟ عجرم ايه؟ ابو نانسي لا انا ماينفعش اسيبك انا حبيتك وتجوزتك يبقى رجلي على رجلك مطرح مطروح لا انا مش رايح مطروح انا رايح اوروبا الحق بسرعة قبل ما الراجل المجنون ده يسلم اعترافاتنا للبوليس لا طالما اوروبا يبقى رجلي على رجلك اوروبا يعني شقت اللي واحدة تشقطك انت تشقط واحدة بلوند لا بلوند ولا جيمس بوندي يحوق معايا كفا الحسن الهندي اللي طلعليك فقورتك يا كارينة كبور البي يلا بقى يا بوتي اثبت نفسك كده هنتأخر بومي وحنا عمتافل ليه؟ هنسافر عشان نشوف حياة جديدة اصحاب جديدة سكول جديدة بس انا مش عايزة يا من عايزة عظمي يا قلاص يا حبيبي بقى كلمة فايبر يا يا جماعة عنا ماذا حياتو؟ هي استفرية المفاجأة دي عزمي وبعدين واخدين بعض وراحين على فين كده معلش يا شيبو هبقى فهمي كل حاجة بعدين طب يا حبي خلي بالكم من بعد ده تحسين والله من فاعة معرف الخبر ونفسيته في الارض اوه ما هو باين اوه تحتى ما فكرتش يوم يسلم علينا عشان مصدوم والله يا علي انتو هتوحشوني قوي انت عارف لحظات الفراء دي يعني انت اشرفية جدا مالله صحيح انتو هترجاع عامتو لسه مش عارفين يا خضر حيتكو على اخ وما تقلهش عالف اللي في عناية يعني بس بالله عليك متنساش تبعت قبض كورسية انا مش حشرف عبيت من جيبلي بقولك يا جين احنا كده كده هتغبرة البلد ما تجين نتفينوا فو الجينينة ونخلص منهم لا حرام عشان نفسيت شايماء بس حاسب يا الله ونعم الوكيل لا كده خلص عليه شوف الزرم اولاد الزرم اقفل موبيكل وتسبب ان كل موظفين دول يتشردوا علي كده شوية سمعينا دلولتي احد افراد الامن من شركة مابيكل نتعرفها لحضرتك لسه هنتعرف يا أستاذة يا أستاذة بقولك الناس هتتشارد وبيوتها حيتخرب تب يفتحوا الشركة ويركعوا الناس وحققوا القضية برحيتهم حذب يا الله ونعمل وكيل في اللي كان السبب إلا هيخرب بيوتهم زي ما عايزين يخربوا بيوتنا ويدوا عيالهم اللي عيالنا بيدقوا اتنوا اللي بالغلاب يا ميز يا سلاح خدت أحلى شورجل في حياتي مردين يا فندم وعقمنا عقمتي معاكم؟ حصل يا فندم ورشناه المطهر طهرت المطهر؟ كله تمام يا فندم مرسي جدا مرسي جدا اه عقمتي؟ تمام يا فندم أهلا؟ أه! انتين؟ متョبري؟ انتين مشكلة؟ نعم ليس respectاني 一念 حسنا هههemic هل زلعنا ؟ هل سوستمي العقم ؟ لا يا فندم فلحال themni بي๊ احب انا العقم نعم مرسي لما واختلكم ressmak oohyou ايه ده بالسرعة دي دي تبت ciao يا هلا واصه privilegi ايه ده ケ Bedank انا وطلبتش اوكي حاجه شيك بصراحه وبنقدارة الوتيل ما لسه بقول حاجة شيك عايش هاتي سيدي اه يا اخبية القلم فيه سن شاكيني القلم ده بايز بس معاقة منها الصد مش غريب علي مين انا حسن الهلاري مين انا حسن الهلالي مين ما تقلص يا عم انت مش عيفني حسن مين انتو لسه مصفرتوش ما يا ولادي قدي نفسك يا حسن بايه كده السم يمشي في جسمك اسرع سم اقصدك ان دم يتقيل وغلس يعني لو سم كده السم اللي موجود في القبرة اللي شكتك واللي هتنوتك بعد 30 دقيقة لو انا مديتكش الترياء معلش يا حسن بيها دلوقتي هتلاقي جسمك تلك ورعرق بدأ ينزل وعصابك هتسيب وهتقع بس ما تقلقش هو ده مفعول السم قصوتي لحبتين هنعمل ايه بقى مو عشان نقدر على جدة ما دخلهاش ميكروبات قبل كده ملا 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 ما عشان بيترح فيه انا عشان بترياء عشان بيها ما تستعجلش يا حسن بيه كل حاجة في وقتها لا وقتها ما فيش وقت عزبي عزبي فيش وقت ما فيش وقت ليه بس يا باشا ده ليس الليل قدامنا طويق استدمي هذا لو ليه عمر هتتحكي يا أخي عزبي اه 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 السم بدل تشف جسمي كله اولا دي بقلب مموت اه 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 لا هل لازم بلغ البوليس لازم بلغ البوليس بس البوليس ما عندوش الترياء مين فايق ابو سيدك فايق انت راجل كبير وقلبك طيب نفذ اللي مطلوب منك تاخد الترياء احنا ما بنكلش ترياء حد انا انافذ اللي انتو عايزينه بس ارجوك بطبق بطنهيش انا مش عايز اموت مش عايز اموت مش عايز تموت يبقى نفذ اللي مطلوب هاهاهاهاهاها حاضر حتخبط على غرفة خمسمية خمسة والثلاثين حتسأل على ولاد امو قلب حراء وتقول لها فين الترياء فيه يا بنا دم انت حد يخبط كده انا لو سمحت انا عايز ولاق امو قلب حراء ولاق مين يا اخويا امو قلب حراء تجيب لي الترياء مين يا شهر الكس ده انا يا ولاق استنى يا ولاق واحد دولي عايز الترياء عايز الترياء يا بابا ايه تعال يا حبيبة انتي لك الترياء فتح خبط علي فتح نترياء لا 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 بابا اشتركوا في القناة اشحن والشبرق بقى كياس اريال ودقاي وميجا بايتس او اشتري اريال وهتلاقي في كيس استيكر علي كود بيكسب دقاي وميجا بايتس واللي اتنين بيكسبوا ذهب ودفون و اريال ارغي بغسلة رغي بشحنة اول ما هنسحها هنعمل اللي عملناه قبل النوم وهنغسل يلصنا النقوان بالفرشة وبالمعجوم خط وف خط وريك للفرشة اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات السحية سهلة عليهم صحتهم مستقبلهم صباح الخير اهلا اهلا ده ريحته بارفير ده ريحة وبستة عالفادي ما ما ينظفش خالص انتي الزامة بونيكس عشان يبديكي نظافة وريحة وتوفير عشان اللي 4 كيلو منه بسعر 3 من بوريحة عالفادي بونيكس نظف ريحة توفير الاطفال بيحبوا الاحساس بالهواء بيخليهم يضحكوا بيحسسهم بالهرية وبيحققوا منياتهم وبيساعدهم يقضوا ليلة جافة مع بامبرز بامبرز الجديد بقنوات هوائية مميزة بتسمح بمرور الهواء عشان البشرة تتنفس طول الليل وتفضل جافة لحد الصبح بامبرز حب نوم ولعب عفوا لقد نفذ رسيدكم اشحن والشبرق بقى كياس اريال ودقاي وميجا بايتس او اشتري اريال وهتلاقي في كيس استيكر علي كود بيكسب دقاي وميجا بايتس واللي اتنين بيكسبوا دهب وده فون و اريال ارغي بغسلة رغي بشحنة حاجات كتيرة وكها من عقلي رمات اكس شاور جان لبادي سبيل اين كان التريطر يبتدي فرش وكمل فرش اروبة بيقولولي بشطارة بغير في هدومي وخلصها بشيهاكة بالميكرو بص بروح واقي وبوفر بمزاجي وخلصها بشيهاكة بس في اصعب ايامي وماشا مش نتعاني مع اولويز نومة ما تتصدقش احساس من اضاقة ما يتعوّد بتمنياج نهوة بس ويخلصها بشيهاكة اولويز دلوقتي بتمنياج نهوة بس هلي ايامك احلى زي ما بهتم بصحة وقوة جسمي قوة شعري اكيد مهمة كلير الجديد بمغازيات فروة الرأس مع قوة البنبو الطبيعي لشعر عشر مرات اقوى ومية في المية بدون اشرف لا شيء الوخ فيه كلير الجديد بمغازيات فروة الرأس طيب نظافة او مفاجآت خربشي الاستيكر المنزوق جوه العبوة ابعتي كود فرسالة على 2624 هيوصل الكبور على موبايلك واجبة مجالية من كي افسي عمر الليثي في واحد من الناس يلتقي بالفنان شريف رمزي لاول مرة مع زوجته الفنانة ريهام ايمن كابلز من اكبر العائلة الفنية في حوار انساني وشخصي وحكايات عن قصة حبهم وحياتهم الزوجية بعيدا عن الفن عملنا العرافة 2013 وهي دي السنة الليات عرفت على ريهام فيها واتجوزنا من هنا كنت حبا جدا فكنت حبا ان هو يبقى مبسوط برضو وما جاي يصور واسرار تحكى لأول مرة كانش عندي وقت نحارف تعارف الثلاثة ورقات دول في يوم ايه ايه بقى اسمع البنات اللي هم قالوا انهم انك انت متى وتحبهم طيب بقى ثلاثة ورقات هي لازم تنام انتظرونا في واحد من الناس مع عمر الليثي الليلة العشرة مساءا على النهار هذا البرنامج برعاية فيه يا عفام يا ابن انت صاحبني ليه كده فيه ما انت لو تسيب الطفطف ده بس امهرباشا وتركز معايا هو ده العنوان امهرباشا هو ده عنوان دلوازي اللي اسمه تحسين لا طلع جار اللي هو مشهور يا ولاد اللعيبة مش ممكن مش ممكن ابدا كنت اتوقع ان ده المكان اللي مستخبين في ايه جات اللحظة المواتي يا حسام جات اللحظة اللي كلنا مستنينها حسام ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المصالم اسود على كل مظلوم وابيض على كل طيب يلا يا عامهرباشا الظالم ايهرب يلا تفضل اكتحام يا حسام اهار ايه ده جرايا حسام ده بل صانيين صانيين بس يا امهرباشا ده شغالة شغالة ايه يا لسف تعالف محنا شغالين بحبت ايه ده بقى امهرباشا قلنا بيخلال تشوف الخيط مودينا لفين حضرتك ايه اللي حينودينا فين يا حسام بايه ده ثاني يا واحدة بس قولنا التحسين ده موجود حسان تيمان اتفضل اهي اهي ده بك ناس اشراف ايه اللي جابتوا ايه قولي ده في الكلمة ده يا امهرباشا مين يا فرسين اهان احنا روم سبس مباحث لا يا حسام بايه مش عايزين دم يا باشا من غير دم انا حعترف على كل حاجة اصلا بص يا باشا سياتك حضرتك انا انفهم الناس كلها اني بدي السمك لما يفقس هرجعهم في رصهم بس في الحال انا اتقصب عليا الراجل اللي عامل مصلحة سمكية والدهاني اداني سمك كله الكرة مفوش نتي مفوش نتي مفوش نتي مفوش نتي مفوش نتي وقعدين يا حسام الدكورة هتعمل ايه بعد دكورة ايه ونتي يا امهرباشا ايه بت السمك اللي بيقوله يا باشا ما تقلقش يا باشا انا ان شاء الله هرجع الناس كلها فوسها سمك وحراح السعودية تاني اخد مراتي ابيع سباح وبسواك حلو السواك ده احنا فقط وبيسها ايه يا امهرباشا هتشتري مسواك دهةنوعو مفتخر جدا يا امهرباشا تفضل أوفضع بادcules ايه يا امهرباشا لابس دير الجريمة لابس دير الجريمة لابس دير الجريمة كمان يا وقت لكن وقت الحر دين عليه حلوه ايه يا باشا ايه يا باشا هاو سكيبان هاو سكيبان هاو سكيبان هاو سكيبان عشفين تفضل يا حسين باشا التوريات بتاعك التوريات التوريات آه 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 يا كلاب يا كلاب بتعوزين تبقى وتوني لا كنا ايه احنا لسه عايزين نموتك يا حسين بي لسه عايزين تبقى وتوني ازاي ما انا اخدت الترياء لا يا فانو الترياء اللي حدودك اخدته ده اول ترياء في الترياء لسه فيه ترياءات كتير صبر يا حسين بيه وحديك عايز تتعالج كده من اول ترياء؟ لا 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 ده حتى عدة الكلب بياخدولها واحد وعشرين حوانا وحدتك لو ما اخدتش الترياء التاني في خلال خامس ستعاشر تيه هنقابلك في المقابر لا لا انا مش عايز اموت مقابر لا لا انا نفست كل اللي انت عايزين واشكان وجوز ولاق كان كاف وحراء لا يا فانو واجب جوز ولاق لحق البهدلة اللي حطتك بحت التهنع والاعترافات اللي خدتها مننا بالقوة انما احنا لسه لنا عند حطتك حقوق كتير تفضل ده عقد بيع الاسر بتاعك حاضر هتنزلكم على الاسر مع العربية ليكم ليه فانو ما احنا علينا مليانة انت هتتنازل قابر بس مش لينا قلي مين هتنزل عند حمام السباحة هتلاقي رجل غالبان عم بشير انت عارفه هتمديله التنازل عن الاسر وهتبوسه امديله قابر ابوسه لها نفذ الاوامر يا حسام فاشا ايوه باشا قالولي ان حضرتك عاوزتك امدي بسرعة هنا امدي علي يا باشا ده عادي التنازل عن الاسر بتاعي بيع وشيره ليك مش عايز يلا لا باشا انا مقبلش حاجة زي كده قابل انا عارف ان حضرتك عاوزتك فيني بس طبعا مش لدرجة اسر يعني انا بموت ومستعجل جدا امدي واخلص يا باشا انا مصامحك يا باشا احنا عشرة عمر ده انت لاويني انا واودالي على فترة اغرب بيت طيبة امك شر لحظة في حياتك امدي حاضر حاضر يا باشا انا مقدرش اكسرلك طلب لا انت حبيبي يا باشا وا انت كمان امدي اهو باشا بوسا اي ده اتريك متقولي امدي عشان بوسا لا باشا لا 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 باشا مش ممكن احنا شرفنا مبعوش علشان خاطر اسر الدنيا كلها سلام عليكم تعمرك ببست راضي قبل كده حدي جاي من سفر قلت له حمدله على السلامة يا راسو تسلم سلم علي لا يا باشا ما حصلش مش عايز سلم علي سلم علي حضر انت تمام هو فيك حبيبي ربنا حب فيك فلاص ما تندميش خلاص ما حب فيك خلاص ما حب فيك خلاص 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 راح زفت كل اسمه عزمي ده تريالك الحقنة انت يا أستاذ يا مؤتمن اللي بتدور على الحقنة احنا هنا في فندم محترم مش في موقف بكروباسات دوق إجيزة لا يا فنم انت فاهم خلط أنا أقصد مسكن مين عطا أستاذ عطا بالنسبالك مين الأستاذ عطا بالنسبالي طب فين الترياء اللي هو صبحت الحقنة فين عايزي الترياء أيوه في الوراق فين في الوراق أنا بأهزر يا أخي سيبنا هزر وأنا بموت ما تسجنيش أموت فين الحقنة عايزي الحقنة يعني انت متأكد انك عايزي الترياء طب بسرعة لما تدينا الاعترافات الأول ها؟ ها عندك طب معك تليفون؟ كي طبعا ينفع تنسعه في الشميز؟ لا ها؟ 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 أيوه حسن باشا؟ ادي لها حاجتها تحت أمرك يا باشا؟ شكرا بسي قوي على فكرة ده أنضف من القميس هذا المسلسل برعاية صباح الخير أهلاً أهلاً ده ريحته برفين ده ريحة وبسة على الفاضي ما ما ينظفش خالص انت الزامة بانيكس عشان يبديك نظافة وريحة وتوفير عشان الأربعة كيلو منه بسعر ثلاثة من بريحة على الفاضي فونيكس نظافة ريحة توفير ارجع للطبيعي وجرب عشاد لبتن الطبيعية عفواً لقد نفذ رسيدكم اشحن وتشبرق بقى كياس إيريال ودقاي وميجا بايتس أو اشتري إيريال وهتلاقي في كيس ستيكر على كود بيكسب دقاي وميجا بايتس واللي اتنين بيكسبوا دهب ودافون وإيريال ارغيب غسلة ارغيب شحنة موسيقى هنم تحب التفاح داخل حنان بص إحنا لازم نقطع مع بعض هنم تقفش هنا مكان له شد حنان موسيقى موسيقى انت بجدها انقصت حياتي ولا... همت؟ لا تطيرش حرام من ايدك وبدأ بكلوس اب كلوس اب 12 ساعة انت عايش أروبة بيقولولي بشطارة بغير في هدومي وخلصها بشيهاكة بالميكرو بص بروح واقي وبوفر بمزاجي وخلصها بشيهاكة بس في أصعب أيامي وماشا مش نفعاني مع Always معه ما ما تتصدقش إحساس من أضافة ما يبعوش بتمانياج نهوي بس ويخلصها بشيهاكة Always بالوقتي بتمانياج نهوي بس خلي أيامك أحلى نوز اتين دوز اترانجي سودان تورنزان نمان ترانا من بلين إبلي سي من ريون صلي جسون فبلة دوان تون شر كامي باطورها الفرنسية الجديدة كل لحظة معاك ما تتنسيش موسيقى موسيقى كايبين زاروك يحرص موسيقى معلش الساعة معاك كان موسيقى 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 بس لرد بس بقى عازني الاعترافات معايا ايوه ايوه تأكدت منها اوكي اوكي باي الترياء انا عملت اللي انت عايزه انا عايز الترياء لو سمت هلوه ها كباطينو عصلوا الاعترافات واصلت تمام تمام ها عايز ايبقى الترياء لو سمت ما قلت لك في الوراق ما قلت لك فين في الوراق وكفية هزاء عشان انا بموت اوه الترياء هو يا سيدي لا اكيد مش هلا قدام الناس يعني ما فين تعالا لا لا يبوز بالمية انزل هاك وبعدين يا نيفو هنقامل ايه في الاعترافات انزل المعنى دي لكن انا ممكن انتفش في كمين انتفش في كمين انا مش عايز اخوش السجل بس الله يا خباتك هيدي مخدرات تحتة هارد حاضر تحتة هارد جدا هارد اقوي فعلا بقولك ايه بقولك ايه في تاكسي في تاكسي بي فين؟ هيطلع مصدس ويدرب علينا نار هيطرب ما بالنار يا نيفو يا عما ايدي حد التاكسي بعداد ويهدخل يمينا قدامك ممكن تهدى بقى ما اتوترنيش حاضر 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 طب ما بقولك ايه؟ يا نيفو خايف او الله العصيم خايف اوه بقولك ايه؟ انا اتجيب له اعترافات دي نرميها في صدق زبالة ولا نرميها في النيل عايزين نخلص منها يا نيفو انا مش حامل سجن يا نيفو مش حامل نومت بورش يا نيفو طبعا ما ينفعش نعمل كده بص تتاخد الهارد و تتلع به على البيت عزمي واشجان هتوتي هناك وانت باعت كلمة السر وانا هتفعل قتل وابلغ البوليس فاهم يا نيفو ما توترنيش خلاص حبيبتي بنتي دي اوهر 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 شكل تطلع من مرضة زال اوهر استغذلك الحونا لديك تعبان يا بنتي يا بنتي لازم انت تنزل انت بس احتملت لها المياه دافي حابتين عشال عال دي زي ما انت شايف كده مع السلامة مع السلامة مع 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 espرت مع 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 اشتركوا في القناة عشان ترميها لي الجاكوزي بقى وتعمل زي الكلب الزغاري التاني تقضيها لي قدامي فتح تنوريني الشط يا جماعة ما طايت في الغسير مفيش مستحيل بقع هلات سودة بشردة محتاجة عليك تفتيح تحدد معايد؟ لا لا فيراند لوفلي في كل ده فيراند لوفلي بالشكل الجديد بمفاول تفتيح الخبراء بيمنحك تفتيح زي تفتيح الخبراء واو كريمك فعلاً؟ مش بس كريم ده خبير تفتيح أعايزة معايد؟ فيراند لوفلي مالتي فيتامين بالشكل الجديد دلوقتي دوني مركز بشكل وتركيبة جديدة بقى فيه كرات عطرية بتفرقع بلمسة واحدة وبتبتي انتعايش أجمد من انتعايش المسحي لوحدها من هنا ورايح كل المواقف حتبقى مليانة انتعايش الغسير مايكملش من غير دوني حاجات كتيرة واكلة من عقلي رمات اكس جاور جانو بادي سبيلس معينك تاني الطريطة يبتدي فراش وكمل فراش عفواً لقد نفذ رسيدكم اشحن وتشبرأ بقى كياس ايريال وداي وميجا بايتس او اشتري ايريال وهتلاقي في كيس استيكر علي كود بيكسب دقايي وميجا بايتس واللي اتنين بيكسبوا دهب ودافون و ايريال ارغي بغسلة رغي بشحنة حنام بتحب التفاح حنام بتحب التفاح داخل الحنام بس احنا لازم نقطع مع بعض حنام بتقفش هنا مكان لوسادة حنام من مقابل داه عرم انت بجد انقصت حياتي ولا هل يهمك؟ لا تطير شها لان من ايدك ويبدأ بكلوصب كلوصب 22 ساعة انت عايش دلوقتي كل اكياس اريال جوا هستيكر عليه كود بتطلبي نجمة ستة نجمة, الكوتش بج عشان تكسبي دقاي وميجا بيتس ودافون و اريال ارغي بغسلة ارغي بشحنة والله العظيم يا باشا احنا طول عمران عايشين في السعودية رحنا جدة رحنا الدمان رحنا عرعر انت هتعرعر لي؟ كمل لا يتحسين انت جميل نسيت القسيم القسيم الساك لا القسيم يا باشا دي ولد هناك احلى ايام يا بيبي بس والله العظيم تلاتة ما رحنا الغرداء انا شايف فيه غرداء فكرية فيه كدب معا لا 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 اكد بيه حضرتك ازي بصفورتاتها عشان تتأكدوا والله فيه سوء تفاهم الله الله عليك يا حلو يا غندورة انتو عملتوا عمليات نازبة في منتهى الزكار والدهاء حيخير عليكم تعمل بس بورتات igns في منتهى الزكار والدهاء ال dehyd老師 انت لهذهomos , الحركة لا نقاب بها لا يا فاندم أنا أقول لك الباسبورتات سليمة لا من السليمة يا حسامبي أنا فهم أكثر منك يا فاندم حالك ما تفهمش حكاً في حياتك وأنا اللي ماشي الشغل و بقولك الباسبورتات سليمة يا مماش إنه تبدو يا حسامبي إذا سعب إنه أفلقك يا هماش تنزدقل ببينك هل سنفت بصوتك مش قصدي حاجة والله يعني يا فاندم أنا بس قصدي قصدي خدرتك عسامبي وسمحك الحركة دي ما اعملهاش إلا علي صار ما عليش يا فندم، الباسبورتات سليمة بتاعت الناس والناس كلامهم مظبوط الناس ذي رجعين من قريب من السعودية واضح ان احنا عندنا حاجة غلط لا 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 غلط ولا زلط هي ده العصابة اللي كنت مضرب عليها من زمان وهو ده السيديري اللي كنت محبه من زمان ذا يا أمهرباشا ما ممكن يكون السيديري ده حد لبسه ونفس بيه لعملية ورجعه تاني قول لي يا تحسين، انت متعاود تسلف السيديري ده لحد؟ جرايا حسن بيه؟ لو عاد بك السيديري أجيب لك زيه والله من زوج جمعة وطول غزة انا في ايه؟ ايه اللي تجيب لي زيه؟ انت مصر؟ انت مصر تعصبني برضو يا أمهرباشا يا جماعة تتحسبتوا يا جماعة بقى لا قال ليك انت في سواكك؟ يا أمهرباشا بقول لي حالتك ممكن يكون النصاب خد السيديري ندفذ بيه عملية ورجعه استعار انا شاف استعارة متنية، فيها ارتالة زجنية افتح الباب، افتح الباب على أرفان منك وأرفان من العملية قلتلي السمك ده كان بوري ولا سنجاري؟ بوري محشن الله، حلوة، طب يرصابه حلوة جدا كورسين الشاي بلبن بتاع حسن خلصلي حسن، افتح الباب وخلصني يا حسن المقرب، المقرب يا أمهرباشا اللي بندور عليك، مسي كباب من برا، امسكوا كويس، انا مصدش المقرب، احصد الباب استلي عندك، استلي عندك وقت، استلي عندك وقعت فيدي يا رمه، بقى تيجي بنجرة لحد المدنية، تتريق علينا وتأكلنا الحلوة وتمشي، ادمك الشيطان دي، ادمك اه اه؟ ايه؟ ايه؟ اه؟ ايه؟ ادي دماغ ايه? ايه؟ ايه؟ ان تأكيد العقل اللي بيخطط لكل المصايب اللي بتأملوها دي اوه، وربنا ما خططي الحاجة يا باشا، اجسب اللي لو ما عملت الحاجة عزمي، عزمي واشكن وفي ق руб...فعي وفي فعط هنالعملوا كل الحاجة، ونيفين مرعط يا باشا، نيفين؟ أنا ولتها 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 ولتها綠 لفين؟ ولا، ولا ما تدخلنيش في متاهات وتخرجني اصحارات يلا، انت فاكرني يا صدق الهد بتاعك ده تاني والله العظيم مو حيات ربنا هزيادت اللي هو هادي الحياة أموسي لك صدقني لو أمين، أنا مش لو أهلا، أنا نقيب والله العظيم يا صدرق بهادي الحياة رقيب ايه يلا أنا نقيب، نقيب اللي هو بثلاث نجوم ده ثلاث نجوم؟ أما للنجمتين ونسر ده ايه؟ نجمتين ونسر ده بيبقى عقيد وثلاث دبابير وطبورة ثلاث دبابير ونسر قصدك دول بيبقى ولا، ولا هتدخلت متاهات يلا بتخلق الشياطين دي ما مدربش بالنور خرطوم، خرطوم يلا بتسده، خرطوم يلا اما ويتك خلف، اتكلم يلا يا حاضر حاضر يا باشي، والله العظيم، هقول لك على حاجة بص هنا، هنا اللي اعترافات متاهاتهم كلها كل اعترافات الأصابة هنا عشان نسمتلك حسن نياتي، هاخدك معادي دلوقتي اوتيك الفندق اللي بيعملوا فيه عملية النظر الكبيرة او يا باشي عملية النظر؟ اه فين الفندق ده؟ حاضر هاخدك، بس صلح اللي عمي في قلبك كده وهده واه، هاخدك وحابلك كنت عايزه والله حسام، المجرم اللي احنا بنجري وراه فلت مني، فازل يجري يجري وفي الاخر نطف موكوماس موكوماس ايو؟ المجرم اهو يا عام أرباشة اهو قدامك اهو مين، مستاذ عباد، يا أبا حسن الصدف يا أهلا وسهلا يا ألف أهلا موكوماس ايو يا راجل؟ ده موظف محترم في البنك انا عارفه هو مين ده اللي موظف محترم يا أمهرباشة؟ ده خلاص، أرع العصابة كلها أرع العصابة يعني ايه؟ حسدهم يعني ولا ايه؟ حسد مين يا أمهرباشة؟ بلغ عنهم خلاص، واللي اعترافات في الشنطة دي يا راجل اعترافات ايه؟ انت لسه ماشي وراه الأناوس السماعية والبصرية بتاعتك دي ده راجل موظف محترم في البنك والشنطة دي فيها أوراق طبعاً أوراق البنك أكيد أوراق بنكينوت، أوراق الفايدة إلا الفايدة عندكم العرض على كام يا مصر باش غمص في الباية موركبة نقطة نقطة نجلكم بقى نقطة 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 كبيرة نرسي يا أستاذ إباد، كونك أكبرنه؟ ده عنده هلاوة سمعية وبصرية شاكل فادي، شاكل سمعني، بسامه بيه أمر باشت مع السلام يا رزق مع السلام يا رزق حسام 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 أنا عارف حماس الشباب وعدين هما نفسهم يعملوا عاجة حماس مين بس يا أمر؟ حسام قادي البابيون أمر عشان العريس الجميل يختيو عليها البدلة تأكل منك حدة انت بتبانوا ما هكذا وظهر ده فرح يا جدا عنك فرح ايه؟ ده فرح وشهر عسل خمستاشر سنة عسل خمستاشر سنة عسل؟ آه فهمت اللي بتعملو ده كتير عارفين أنا لو طلط هبعد للكم طب يلا يا حبيب يلا عشان معاد الحون ايه؟ يلا برا هفاهم كلها حاجة يلا زيد فضلك أنا مش فاهم يا جماعة انتم بوديني على فين يا جماعة اتعبت اتعبت كنت انا كان لبقى الراجل بيزع الراجل من اللي بيزع انت هتجديني مين؟ ما ده ماشجان؟ تقولش هيدي يلا اللي انت بتقول عليها الراجل بيزع ما ده ماشجان؟ لو سمحتين موديني فين؟ موديني على فين كاني عربوكم؟ دقيق وهتعرف يا حسان بي مستعجل على ايه؟ ها؟ ها؟ لا 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 اعجشي محمكم الله يا زنيا محمكم الله انا اسف يا حسان بي نجيت اجيب الكايبامة بتاعتي معايا انا عارف انك بتخاف من الابراد كنت بخاف من الابراد الوقتي بخاف من الموت يا هاني من اللي صانحتي انت كل اللي طلقتوه انت تقولكم وبي زيادة عايزين مني ايه تاني احنا فعلا خدنا حق انا منك يا حسان بي بس لسه حق البلد حق يا فاني؟ بلد انا اطفر واحد في الدنيا مخدم البلد لك هادي عضائك بس يا حسان بي عشي خاطر لبطنك خاطر ايه؟ قصد السم لبطنك اه بس مرمينة شوية قلت نقول حصل حاجة يلا بقى انت هتضيع وقت كده وكده مش حلو عشانك الوقتي بيجري يلا ممكن تروح مدينة من اللقاش يلا 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 بقى انتو جابتني هنا ليه؟ عايزين بني ايه تاني؟ انا مش فاقم امسك الظرف ده واقرأ كل اللي فيه ولو اتلخبطت في حرف واحد انسى الترياء التاني تعال يا حبيبي رحبوا معايا بحسان بيت دونجولي مش عايز انا يا صحفيين وعمر اطور مش عايز اقرأ ايه دا ساك بسم الله الرحمن الرحيم في البداية احب ارحب بالسادة الصحفيين اللي حضروا المؤتمر النهاردة واحب اقول ان عملت المؤتمر ده مخصوص علشان املت قدامكم وقابل ما اكشف كل ورقي انا حبيب اتبرع الجماعات الخيرية في مصر بمبلغ ايه؟ كم؟ موسيقى عشرة مليار جنيه موسيقى ايه موسيقى 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 بالمجان وارد التجمع الخامس وارد الساحر ما ملاش دين وارد الساحر الشمالي ايضا كما اعترف امامكم انني المخطط والمنفذ لاسقاط شركة موبي كول وسحب رصيد عملائها وتحويله على حسابي الخاص في السويس موسيقى ارتحتوا كده؟ كده تمام؟ استغذلك بقى الترياء بسرعة الترياء ايه حسان باشن تعيين؟ لا انا مسموم حضرتك مسموم انا انا ماننوش فعلا مادام السم دي فيتامينات فيتامينات؟ اه حسان بيه اتفضل معي انت مطلوب اللابد عليك اتفضل معي بسكوه يالله برافو عليك يا هنيفو جبت البوليس بسرعة شكلي احبك يا بيتامي فين شفت بقى شجال مكانش حين عليه قول عشوة مليار اه الحمد لله واعمالي اعلق واعمالي مبروك عليك يا رجالة الدنجولي تشيع خلاص شفت بقى الخطة بتاعت خالق جبت من الاخر برافو يا خالق شيعت الدنجولي لأ ورجع ما اعتمد في نفس اليوم لا تحس انه دكتور بجد الحمد لله يا جماعة انا كنت خايفة قوي سلمنا للبوليس طفي من بقى كنتي ما بتفتكريش غير البلاوي يا ما انت كريم يا رب هيا يا كوبطان اعماليك جاية ايه بقى لا جاية ولا رايحة احنا كده تمام قوي صفحتنا بيضة واعترفاتنا معانا وعدونا في السجن الحمد لله كابوس ونزاح آه يا اشجان فعلا كبوس ونزاح ليه انا عايز أنام أها! عزمي وأشجار! عاملين أنا بها! وفي الأكسن جيت ليه وجاكي شاف! وفي الآخر وقعتهم كالفقران! طب نينجز يا أمهرباشا عشان نعرف نحطهم خلف القطبان؟ الله عليك يا حسام! أنا عجبني إذن أنت ابتديدت فيك في آخر العملية! ما لازم أفك يا فندم! مش قبضنا على العصابة! فعلاً حسام! قبض عليهم وحط في يديهم الكلب شاد! بس يا أمهرباشا أنا معايش غير كلابش واحد واستعمالك! يعني ايه ما فيش غير كلابش واحد ما كلابش اتنين ما قص على الدنيا! صدق معك حق أفندم! بس يعني هما خلاص اللي اعترافات بتاعتهم وصلت المدرية ومشور باشا بعت القوات! تيجي مناك إنت يا أحمد؟ صباحنا يا صاحبي غزبة عني والله! الراجل ده يده تيلاوي بص 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 يبصون إزاي! بص يعمل فيه! طب أرجوك يا حضة الزابط! إحنا عرفينا إن إحنا غلطنا! بس إحنا والله صلحنا غلطنا! ورجعنا للغلابة كلهم شققهم! سمحنا يا باشا! وخليها عليكم المراتي إحنا غلبة والله! وهمة! وبعدين يعني إحنا ما بننصبش غير على النصابين يا حرامية! يا باشا! مشيها بالحب! وطبق روح القانون! إحنا كده اعترافاتنا راحت المدرية! إحنا نروح في ستين ده يا مستقبلنا هيزيع! ده أكيد! يا باشا إحنا غلابة يا باشا! وكان قصدنا خير! كنا عايزين نربي ابننا بودي ونقامل له ومستقبله! ونتعرف يعني أن الفلوس ما بيجيش بالسال! أرجوك يا حضرت الزابط! أنا قلت لحدتك أن إحنا عارفين أن إحنا غلطنا! وبعدين يعني أنت يرديك أن ابننا بودي الطفل البريق يتشرق في الشوارع كده ويقمر مك من غير أبو وأمه! خلاص! خلاص يا عشقال! خلاص! تصعبتوا على ياوي! خلاص! حسام! أنا أقترح أن إحنا نمشيهم ونقيد القضية الدمجول! دا حل سليم وممكن يرضي جميع الأطراف وأعتك أن هو ممكن يحسام! حسام يا أمهرباش يا خلاص! الموضوع خرج من إيدينا! يعني إيه يا حسام خرج من إيدينا! يعني إيه؟ القوات وصلت خرج! لا! لا يا حسام! لا فيش في إلي حاجة يا أمهرباش يا سباح! حسام خدني بدلاً منهم يا حسام! أنا موجود! كلبشنا يا حسام! حسام عشان خطري لو هو بانطلون أشجال تبقى كسر! عشان خطري عشان! عشان خطري بوتي! لا! شكرا يا عزني! شكرا يا حسام! شكرا يا حسام! شكرا يا حسام! شكرا يا حسام! حسام بي! كما؟ 100 جنيه! حمد الله يا ربي! 100 جنيه الحلال أحسن كتير من 100 مليون جنيه في الحوم! 100 مليون جنيه يا سمادي! والله العظيم بقت sådan في أكتوبر ب100 مليون جنيه كحكة اللي هو في Senin Teotilla! لا يا كحكة بم معلبة fair! لقد نزلونا تستخدمة! المعادي؟ لا أنا ببعت لهم بسكوت اللي هو اللي على الديجيست بالعادي ده مالهمش هم في السامن البلدي والكلام بتاعنا ده عيب عليك أنا صلاح بسبوسة ملك الحلويات فاكر فاكر أول واحد نزل بكنافة اللي بنبطيخ في مصر مش كان صلاح بسبوسة طب بقولك ايه المولد اللي فات مش لبسنا عروس المولد قصير ووفرنا في السكر وبعنا أكتر لا مش حرام يا عم ولا حاجة لا مش مسيرة خالص لقصارة جداً انت اللي مريد بقى بقولك ايه؟ انا عايزك تنزل تلمينة دقيق اللي في السوق كله يعني ايه مفيش دقيق اتصرف يا عم هاتم المدعم ده انا معنديش مانع ادفع من يوم جيليز زيادة على كل طلبية لو سمحت اقماري عايز واحد اقماري حال صلاح بيه بسبوسة مالك الحلويات مالك الحلويات زيادة كفان مش عايز زيادة هذا المسلسل برعاية عاصمي وأشكام عاملين قلبان عاصمي وأشكام عاملين قلبان دول جمية انسوا عصص انسوا في القال شام جليو جيشان اشتركوا في القناة 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 بطريق يوم الاثنين الموافق 21 يناير 2019 من الميلاد النهار الحقيقة عندنا فقرة مهمة أو فقرتين مهمتين الحقيقة فقرة منهم متعلقة بقصة اعتقد كل حضراتكم مستنيينها بفارغ الصبر وهي قصة المحل التجارية أو المحل العامة اللي مجلس النواب وتحديدا في لجنة التنمية المحلية والإدارة المحلية انتهوا من اعداد المشروع القانون الموحد الخاص بيها وحنتكلم مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية إن شاء الله مجلس النواب عن كل تفاصيل قانون فكرة المحلات وطرخيص المحلات والعشوائية اللي كانت موجودة قبل كده والتحايل على المحل وعن طريق أن أنا رح أخد مقهى بفندق سياحي أو برخصة سياحية كل الكلام ده كمان ظاهرة الكلاب الضالة اللي ناشيتها اللجنة ووصلوا فيها إن شاء الله لنقطة مهمة في كيفية التعامل الدولة مع ظاهرة الكلاب الضالة وأشياء أخرى في هذا الحوار وقبله حوار مهم كمان عن الضرائب وقصة مهمة جدا أرجو أنتم تتبهوا للحوار ده لأنه في كل ما يتعلق بالموسم الضريبي اللي احنا مقبلين عليه علشان نبقى ملتزمين وفي نفس الوقت ناخد حقنا إن شاء الله سأقبل داودة عايز أدردش مع حضراتكم كان المعتاد في الإنترو عن موضوع الحقيقة أنا بقيت مستغرب بجد بقيت مستغرب جدا من تكراره واضح إن إحنا ما نتعلمش واضح إن إحنا ما بنقراش ما بنتبعش ما بنشوفش تلفزيون ما بنقراش جرايد أو يمكن ما بنخافش على فلوسنا بالقدر الكافي فلوسنا في حد في الدنيا يرمي فلوسه بأيديه في الأرض أنا هنا بكلمكم عن ظاهرة المستريح طبعا كلمة المستريح دي هي بقت الكلمة المتفق عليها إعلاميا ليه الكلام عن أي نصاب بياخد فلوس من الناس تحت شعار توظيف هذه الأموال زمان كان عندنا قصة بتاعت الرايان والشريف والسعد وبتاعه واعتقدنا إن القصة دي خلصت ماضي وانتهى كان في التبانينات من القرن الماضي وبتاعه قلنا خلاص بأحنا دلوقتي مفتحين ونسبع عندها وعي وفيه إنترنت وفيه جوجل وفيه مواقع إخبارية والناس بأتكاملت الوعي والدراية ثم أفاجأ إنه كل يومين ثلاثة مش مثلا كل سنة كل يومين ثلاثة مستريح جديد يتم الأبض عليه وكلمة المستريح دي انتشرت منذ الأشهر اللي تم ضبطه من حوالي سنتين ثلاثة اللي كان اسمه أحمد مصطفى إبراهيم والشهرده المستريح اللي كان لما من الناس 266 مليون جنيه 266 مليون جنيه من ضحايا وطبعا في العشة ولا طارت لسه مباحة الأموال العامة ملقية القبضة على شخص في مدينة الأسكندرية جمع في شهر واحد في شهر واحد جمع من مواطنين 60 مليون جنيه تحت برضو مبرر ومسمى استثمار هذه الأموال وتنظفها حلال حتقولوا انت ليه بتقول حلال حقولكو علشان هي دي اللي بعض الناس دول اللي هم بقصيد المستريحين بيلعبوا فيها وبيتحاكوا فيها على نماغ الناس يجي يقولك ايه يقولك اوعى تروح للبنك ما انت تيجي تقوله انا بديك فلوسي ليه وانا البنك دلوقتي بدي 20% و17% و15% وفوايد كويسة يقولك يا نهري سود انت هتروح للبنك دي فوايد البنك حرام تقوله ازاي دي بنك وتابع الدولة ودار الافتاء مجيزاها والازهر بيشرف وكل حاجة تمام يقولك يا عم لا 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 دول بيتحاكوا عليه دول عايزيني وديكم النار كل ده حرام تعالى معايا انا الاستثمار الحلال وتحت سكة الاستثمار الحلال دي روح بقى في سكة اللي روح مايرجعش اضف الى ذلك انه ساعات بيتحك عليهم بعيدا عن فكرة الحلال والحرام بانه كمان بيعلي الفايدة يقولك تعالى وانا حديك 25% على اصل فلوسك حديك 30% على اصل فلوسك وانت بمنتهى السزاجة تلمع عينيك عارف علامة الدولار كده لما تطلع في النني زي الكارتون اللي بنشوفه بمنتهى السزاجة تجري ولا الموضوع وتقولك 30% وانت بتنسى او ما بتفكرش ان ما فيش نشاط اليومين دول بيجي 30 و40% الا يعني حاجات استثنائية جدا اكيد الباشموندس ده مش سويرس يعني اللي جاي بيقولك هاتف الوز ده ده واحد شقة صغيرة في حلوان قطين وصالة فلو سويرس كان عايب عنده شركة كبيرة ومبنى ولا حاجة بكلم طبعا سويرس باعتباره واحد من كبار رجال الاعمال اللي في مصر واللي مشروعاته بسم الله ما شاء الله لكن انا عايزة ابص في عينيكو واسألكو انتو ازاي بتضحوا فلوسكو كده ازاي بتدوا فلوسكو اللي هي تحوشت عمروكو اللي مع 10 تلاف جنيه واللي مع 50 الف جنيه واللي مع 100 الف جنيه اللي هو المفروض يبقى ميت عليهم تحوشت العمر واجب منتهى السهولة اطلعها من جيبي وبايدي وبمزاجي احطها في جيب نصاب ياخدها واجري واجري انا بقى وراء المدعي العام الاشتراكي ومن اينا لك هزا مش عاف ايه وحلني وغالبا الفلوس دي بتبقى طارد انا مش حايف حياة ازاي الناس لسا بتضحك عليها مش مسدق يا سيادة اللواء يا اهلا وسهلا نفن سيادة اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لأموال العامة مسائل خيرات اولا ثانيا قل لي يا رئيس ازاي لسا الناس بعد كل التجارب وبعد كل الارث اللي اتقرصنا دا لسا الناس بتصدق ولسا الناس بتطلع في نفسها بمزاجها للنصابين تحت اي مسمى من المسميات للأسف الشديد الظاهرة دي مستمرة يمكن احنا بقلنا عدنا اكتر من 30 سنة دلوقتي على ظاهرة توظيف الاول كانت في التمانينات صحيح واستمرت هذه الظاهرة عملة يعني بتظهر بكثافة وتختفي يعني بتقل وبعدين ترجع تاني تنشط هي يعني للأسف طبعا اخواننا اللي هم انا مش عايزة اقول ان هم نصابين نسميهم المستريحين نسبة للمستريح اللي اتقبض عليه هو هو نسبة مش بسيطة من الناس طبعا بتبدأ بنشاط تجاري بسيط والنشاط التجاري ده بيبقى محتاج تمويل فبيبدأ ياخد التمويل ده من الناس المحبين به طيب ويدي عائد طبعا هذه الانشطة الاستثمارية البسيطة نبقى لهاش دراسات جدوى ومبقى لهاش دراسات بتحدد مخاطر لسصمار او حجم لسصمار الحجم الاقصر اللي المفروض يستوعب لا وخلينا كمان نرجح ب نطلع السادة المشاهدين ونوعيهم على الطريقة اللي بالبلد كده بيبكش بيها المستريح ده انه بيجي الاول يقول لك اديني فلوسك ما هو اللي بيحصل انه بيبدأ الاول بالمحيطين بي لا لا انا فاهم انا اصلي بيضحك بيضحك عليه ازاي ياخد منه المبلغ ويسلمه اسطة او اسطين عشان يثبت له بيضح له اتنين وثلاثة فيبدأ ده الناس بتتكالب عليه ده احيانا هو بيتوقف والناس بتجيب وسائط عشان تروح له صح عندك حق يعني لانه العائد اللي هو بيديه عائد كبير جدا عائد ما فيش مص حضرتك فيش نشاط يجيبه اي عائد ستناري بيبقاله احد اقصى للعائد اللي ممكن يحققه في اي نشاط مصبور في النشاط اللي فيه سواء كنشاط نجاري او نشاط تصنيع او ما الى ذلك يعني الناس ده بتدي عائد بيوصل لاربعين في المية وخمسين في المية واحيانا ستين في المية مصبور وطبعا الكلام ده هم بيعملوا ايه بقى نجاح هو بيدي له الفايد الفايدة دي من فلوس ناس تانية طبعا اللي هي فكرة من دعنه وفتله اه يعني بيلابس ايه دل ده مصبور وبعدين طبعا اه للأسف الشديد لما الكلام ده عندنا هو بيخالف احكام قانون صدر سنة تمانية وتمانية قانون مية ستة واربعين سنة تمانية وتمانية لو بتع تلقي الاموال بالضبط تنظيم تلقي الاموال لحد هذا القانون صدر علشان ينظم هذه العملية من خلال شركات مساهمة مصبوط محدش في الدولة خلال التلاتين سنة اللي فاتوا دول من تمانية وتمانية لحد المهاردة فكر انه يدرس ليه ما فيش شركة قدمت بطلب لتأسيس للتأسيس وفقا لأحكام هذا القانون لحد المهاردة الظاهرة كلها منتشرة لانه هذا القانون يعني انا شخصيا بقول انه صدر علشان ما يسمحش بانشاء هذه الشركات بصعب المسألة جدا جدا الشروط اللي موجودة في القانون في غاية الصعوبة صحيح الحاجة التانية حضرتك بص لها من ناحية التانية الناس دي يعني احنا في عندنا الناس معاها فلوس وما فيش مجالات تستثمرة فيها الاصل فيها ان الفلوس دي حاجة لها اكتر من طريق علشان تستثمر طرق بس اسمحلي اسمحلي يا شكلاوة برضو انه لازم نعترف كمان من وجهة نظر المتاضح حراك يعني تتفق معايا او تختلف انه كمان العقوبات ليست مغلضة بالشكل الكافي فما بتبقاش راضعة للمستريح ده ولا المستريح التاني ولا التالت هو طبعا فيه مشكلة اساسا بتصادفنا في القصة بتاعت النشاط ده ان الناس ما بتبلغش الناس بدي عندها امل كبير بان هي تسترد فلوسها هو خايف يروح يبلغ لانه هو بيقوله كده لو بلغت مش هتطول حاجة الفلوس هتروح عليك اه طبعا عنده امل كبير فبيستن ده فيها انا مش عايز اقول لستك انه جانب كبير من الناس من الناس اللي بتستثر في هذا المجال ما بيبلغوش لانه الفلوس دي بتبقى متحصلات انشطة غير مشبوعة صحيح صحيح متحصلات فساد بقى يعني متحصلات بقى بيخاف يروح يبلغ يقولوله جيبت الفلوس دينيه مظبوط مظبوط لكن انتو الحقيقة بباحث الاموال العامة بتترصد هؤلاء والحقيقة وقفلهم بالمرصاد طبعا طبعا وبعدين انا عايز اقول لستك انه مثلا من ضمن المشاكل اللي بهم ده يعني مثلا البنوك المفروض بقالها دور في استقطاب هذه الاموال ما هي البنوك هتعملها اكتر من كده رئيس ما هي عاملة فوائد وعوائد محترمة جدا جدا يمكن بتفوق بعض الانشطة التجارية بص حضرتك هو لما تيجي حضرتك تبص هو على الاماكن اللي بتنتشر فيها هذه الانشطة هتلاقيها في مناطق معينة هذه المناطق قد لا تطلها لا بص يا رئيس البنوك لها فروع في كل حتة هي القصة عنك ذكرتها ببساطة هي اولا توعية توعية وده دورنا كاعلام ودور الجهات اللي لها علاقة بالاتصال مع المشاهدين والمواطنين رقم اتنين العقوبة الصارمة اللي تخلي اي حد يفكر الف مرة قبل ما ينصب على المواطنين ويجمع منهم أموال وابسط الإجراءات القانون ده نحتاج تعديل عشان يبسط إجراءات إجراءات شركات المساهمة بتاعة تلقي الأموال أنا بشكرك شكرا جزيلا ساعة اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة وأتمنى هو بقولها بعلو صوتي ما فيش حاجة اسمها توظيف أموال ما تديش فلوسك لحد لا تحت مسمى فردي ولا تحت مسمى شركة ولا تحت مسمى مش عارف إيه حيتحك عليك حيديك قصد واتنين والتالت وبعد كده هيقولك بيسلموا عليك أرجوكم 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 تحويشة عمرنا مش بالسهل إن إحنا نديها لواحد يضحك علينا وينصب علينا كده لو سمحتوا وعشان أثبت لكم إنه اللي عايز يعمل فلوس سهلة واللي عايز يدور على أكل عيش واستثمار حتى لو على سكيل أو مقاس صغير قوي 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 كده تقدر حوالي حضركم نموذج عكس تماما المستريح ده بقى مش مستريح ده شقيان فيه مستريح نصاب وفيه شقيان بالحلال طالب اسمه عمر طالب في كلية التجارة الولد ظروفه على قده فمدل ما يروح لمستريح ولا ينصب ولا يشتغل في مش عارف إيه ولا ينحرف قرر إنه يجيب لقمته بعرق جبينه قرر إنه يكسب قرشه حتى بيه نشاط بسيط عنده عجلة عجلة فقرر إن العجلة دي تبقى كافي شوب مترقل يعني كافي شوب مترقل يعني عجلة وبيبيع عليها شاي وقهوة وبتنقل وبقى لوزة بينه والناس بتطلبه بالإسم وبقى بيدرس وبيزاكر وبيبيع وبيكسب فكرة بسيطة ممكن يكون بيكسب قليل بس في النهاية الولد عارف هو عايزيه وبقول لكم إنه في شهور قليلة جدا بقى له شهرة وبقت ناس تستنى وتشرب قهوته أو شايه بالذات عايزين يساعدوه ودي رغبة حلوة وبيستمتعوا بالمشروبات اللي هو بيبيعها تعالوا نشوف قصة عمر صاحب الكافي شوب المتلقل على الدراجة الدراجة الهوائية يعني ومنه للفاصل وبعد الفاصل نبدأ حواراتها في آخر النهار أنا عمر عندي عشرين سنة بدرس في كلية تجارة تانية تجارة يعني من أسرة حالها معقول شوية بتحت المتوسط جاتلي يعني كنت شغال من زمان عاد سنين شغال من وانا صغير وانا بشتغل عشان أسرفان على نفسي أجيب الحاجات للنفس دي هو أنا في الأول كنت شغال في الشركات الشركات دي حصل ضربات فيها الاقتصاد الناس عملية البيع والشراء كانت قليلة فبالتالي مرتبات نزلت غصبا عنهم أنا جات للفكرة من من عشر القهوة أنا بحب القهوة جدا ليها أحساس كده صغير جواية اللي أنا بحب أشربها ففكرت اللي أنا السفيد من اللي أنا بحب القهوة وبعرف أعملها كويس لأنا كمان أشرب الناس قهوة جات للفكرة شفت ناس عملت أفكار فكانت فكرتي هي فكرة مختلفة عنهم شوية اللي أنا بعمل بعمل القهوة على عجلة بزبرتيات وكمان كانك نحاس كانك استلس وأنواع القهوة الفواكه والبندل المكسرات والحاجات دي كلها فدي كانت كسة اللي أنا بحب القهوة هي ردود الأفعال من العيلة كبداية الفكرة رفض تام رفض تام اللي انت هتعمله ده والدتي وفقت أنما بقى الأسرة كله رفض حتى رفضوا أنهم يساعدوني كبداية منظنهم أنه هو فكرة فشلة أو أنت تبعامل زي الناس السبيحة قلت لهم لأ أنا دي فكرة جديدة أنا لو في جيبك ني أعرف استغله إزاي ولو معايا مبايل أعرف أستغله إزاي لدرجة أن فيه ناس صورتني ونزلتني على السوشيال ميبيا كان زبون كمان بيشرب من عندي قهوة بيعملوا تجمع واجمعوا عارفين عمر هيعدي إمتى وهو مروح فخلا عمر ما عليش يعمل لنا قهوة وكان ببقى ده نفس النظام كل يوم إذا كان جيراني في المنطقة أو إذا كان ناس هنا في النعام أو إذا كان ناس في الزتون وكذا الداخل اللي يدخل عمتا من المشروع ده هو إلى حد ما مجزي يعني هو بيقضي احتياجاتي بيقضي أكلي شوربي لبسي بيقضي مصاريف جامعاتي يقضي معايا يعني مجازي معايا كمان في الكتب في الكورسات اللي بناخدها مجازي في حاجات كتير أوه موفق بين الاثنين لأن أنا عندي يومين في الأسبوع وعندي بالزبط خمس محاضرات ستة محاضرات فمش ضريعة بالنسبالي كواء يومين وبقى الأسبوع شغال مفسوط من الدخل اللي بيجيلي منه لأنه ده ده اللي مكتوب لي أنا اللي بستغلي نفسي حدش بيستغليني حاس أن أنا خارك من حتة اللي هي الدائرة المقفولة خاركت من الدائرة المقفولة ودرت أمشي على الخط المستقيم أنا بصراحة كله طموحي إن يعني المحافظة تقدر تديني تخيص أو تديني أي مكان قادر أقف فيه من غير محد يدايقني وفي نفس الوقت يبقى مكان كويس ويدر علي بدخل كويس وده أقصى طموحي في الوقت الحالي كمان هذا البرنامج برعاية البرد اللي إنت عيشه غير البرد اللي هو حسه الشباك اللي بيحميك مش نفس اللي بيحميه ولما تلاقي اللي يدفيك هو ما بيلقاش البرد اللي إحنا عايشين فيه ما يجيش حاجة جمع قرصة البرد اللي في الصعيد خد ثواب المبادرين واسبق السقع والمطر مش لازم نستنى لما البرد يقرصهم والمطر يغرقهم يلا اتبرع دلوقتي قبل السقع والمطر ما ينزل عليهم ساهم معانا في توفير بطنية بـ 80 جنيه أو توفير لحاف بـ 160 جنيه أو المشاركة في تركيب الشبابيك 250 جنيه والمشاركة في تركيب السقف 500 جنيه جمعية الأرمان اتصل بـ 19.455 يوصلك من دبنا لحد باب البيت دلوقتي داوني المركز بشكل وتركيبة جديدة بقى في كرات عطرية بتفرقعة بلمسة واحدة وبتدي انتعاش أجمد من انتعاش المساحيك لوحدها من هنا ورايح كل المواقف حتبقى مليانة انتعاش كل دي دحكة وراها عيلة مبسوطة دحكة روز سارة اللي بخمتها غير دحكة روز دينا للفدة خلي مديك وعنيك كمان غير داحكة الرز اللي في كوشة رزينة طعم أفا ذي عراه إن راضي hidden غير داحكة رز هدأ اللي في المحش الله، ربي أ deixي لي مررقة كنور فائن فودس اللي ضحكت كل ذات ضي في مقاعب كنور مش بس علي الرز الابيض على الرز بكل أنواعه مع كنور فايل فودز لحكة الرز أطعب ناس كتير بيشتكوا من حجم إزازة فيري الجديدة العيدة بتاعتي بتكبر احتياجاتي للصبون أكتر دي كبيرة دي ممكن تاخد معي عيوبة ببص العيفش اتشافتت الدينالة ومعيينة صغيرة من فيري ألترا عشان يشاركوا في تحدي الكمية الأوليلة إيه دا؟ مش هتقول معي خالص هتديها للأحبادة يخسلوا بيها اللعب بتاعتهم طب ما تجربيها متخيلتش بتراحق خالص لان دي هتخسل دهون أمال بقى الكمية الكبيرة بقى تجيها تعمل ايه فعلا شوي صغيرين عملوا رغوة بيها جنتا فاري ألترا مرتين ونص أقوى على الدهون للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية المترجم للقناة أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل عارفين حضراتكم أنه في بداية كل عام ميلادي بيبدأ التجهيز للموسم الضريبي أو عيد ميلاد الضرائب كل سنة أنتوا طيبين اللي بيحل للممولين الأفراد في 31 مارس من كل عام والممولين من الشركات في نهاية شهر إبريل والحقيقة إحنا بنحب نعمل شغالنا بدري عشان كلا في بداية العام وفي منتصف شهر يناير حبينا أن نطلح حضراتكم على الاستعدادات اللي عملها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لاستقبال هذا الموسم الضريبي ونطلح حضراتكم كمان على التغيرات اللي حصلت والتطوير اللي حصل فيه مصلحة الضرائب ووزارة المالية تيسيرا على الممولين واستحقاقا كمان للضرائب اللي هي حق الدولة على المواطن مشرفني ومنورني في استوديو آخر النهار لأستاذ محمد حسن القطان مدير عمل فحص بالمركز الضريبي لكبار الممولين بالمصلحة وعضو لجنة الرأي المسبق أيضا بمصلحة الضرائب أهلا وسهلا محمد بي أهلا وسهلا محمد بي أهلا وسهلا محمد بي كون سلام حولك طيب بناسبة سنة جديدة وبناسبة عيد ميلاد الضرائب عيد مزدوج عيد مزدوج أهلا وسهلا ومشرف ومنور الله يخليك قبل ما نخش في التفاصيل كلمني حضرتك عن اللي بيحصل دلوقتي في مصلحة الضرائب والتطوير اللي حاصل سواء على مستوى الفلسفة نفسها اللي تتعامل فيها مع الممولين ومع تحصيل الضرائب وعلى مستوى الإجراءات كمان اللي أنا متابع يعني فيها الحقيقة من التيسير الكبير بسم الله الرحمن الرحيم سهل خير لك وعلى السادة المشاهدين احنا في الاحتحية بدأ الموسم الإقرار الضريب الجديد اللي هو يبدأ طبعا من شهر يناير نهايته شهر أبريل 2019 في الحقيقة الممولين نوعين في الفترة دي ممول اللي هو الشخص الطبيعي اللي هو الفرض وده السنة المالية بتاعته أو الإقرار الضريب بتاعته بيتقدم من شهر يناير نهايته 31-3 والشخص الاعتباري بيبدأ برضو من شهر يناير ونهايته في شهر أبريل 2019 الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري دون السنة المالية بتاعته اللي هي بتبدأ من 1-1 2018 وبتنتهي في 31-12 سنة 2018 صح احنا استعدادتنا في الوزارة ان احنا طبعا طورنا المنظومة الضرابية وعملنا طبعا استعدادات كاملة للتسهيل على الممولين في تقديم الاقرار الضريبي النهاردة الالزام بقى للشخص الاعتباري الشخص الاعتباري اللي هو خاصة شركات الاموال لان فيه شخص اعتباري شركات اشخاص اللي هي شركات التضامن وشركات التوصية ده شخص اعتباري بس بنسميه شركات اشخاص ده انا ما بلزموش دلوقتي ان يقدم الاقرار الضريبي بتاعه الكترونيا قد تكون امكانياته بسيطة قد يكون مثلا ورشة او محل او كده فده لسه الزامه جاي في فترة لحقة ولكن لو عنده امكانيات ليه حرية الاختيار في تقديم الاقرار الضريبي الورقي او تقديم الاقرار ضريب الالكتروني نجي بقى لشركات الاموال طبقا للقرار الوزاري 744 لسنة 2018 ده ملزم بتقديم الاقرار الضريبي الالكتروني بتاعه اللي هو في نهاية مدته او مدته نهايته شهر ابريل 2019 في الحال منظومة دي سريعة جدا وفرت على الممول وعلى الوزارة او على المصلحة كتير من الوقت والجهد والتكاليف انا النهاردة الممول كان بيجيلي من اقاص الصعيد او من اقاص البلاد عشان يقدم الاقرار الضريبي ورقي واعد احتفظ بيه في ارشيف وكم الاقرار كان يعني حجم كبير جدا النهاردة بديله باسورد وبديله بينكود سري ليه بيقدر من خلال مكتبه انه هو يقدم الاقرار الضريبي في اسرع وقت عايز يعدله بياخد الكود او البنكود بتاع المحاسب بيقدر يحطه على الاقرار او يحتمده في الاقرار والكلام ده كان موجود الزامي في القانون 91 في المواد من 82 ال85 بلزمه الكتروني المصلحة طبعا فيها اجهزة وفيها شبكة قوية جدا وبنقول للممول مرحب بيك في اي مأمورية ضرائب هي المأموريات اللي هتتلقى الاقرارات الالكترونية سبع مأموريات على سبيل الحصر اللي هي مأمورية مركز كبار الممولين مأمورية متوسط الممولين مأمورية الشركات المساهمة والاستثمار في القاهرة مأمورية الشركات المساهمة والاستثمار في اسكندرية ومأمورية استثمار في جنوب الوادي عندنا كافة الاستعدادات اللي نيسر على الممول الممول كان بياخد اللي بتتلقى الإقرارات إلكترونيا بنقول تعالى أنت كنت بتقضيلك 15 يوم أو 20 يوم في إعداد الإقرار الضريب الورقي النهاردة لو جاء عن طريق النت سواء عن طريق مكتبه أو مكتب المحاسب أو يجي للشران في المأمورية نعمل استعدادات نص ساعة يكون قدم الإقرار الضريب بتاعه وأخذناه وحفظناه في أرشيف المصلحة أعتقد ده فيه توفير للوقت هنا بنستلم الإقرار ما بنعيش الممول فيه بنستلمه بس بنستلمه على عطق الممول أو على مسؤولية الممول لا يجوز منقشته فيه حل بس فيه شرط الإقرار لا يقبل إلكترونيا إلا إذا كان مصحوبا بالسداد بالكامل يعني ما تقدرش تقصد ضريبتك ما تقدرش تأجل ضريبتك شرط القبول الإلكتروني السداد بالكامل يعني تامر به شركته هيقدم إقرار الضريبي وقاك الضريبي 100 وحدة نقدية الضريبة المستحقة ليه 20 وحدة نقدية مش يقبل إقرارك بعد ملء وبعد المنظومة الإلكترونية دي اللي إذا كنت مسدد دفعت العشرين جنيه آه دفعتها والدفع كما بقى إلكتروني ممكن عن طريق البنك بتاعك تعمل تحويل إلكتروني المنظومة الزكية الفيزا بتاعتك تيسير وتحطي لي رقم الإيصال ورقم السداد إقرارك بيقبل بتديك رسالة أنه مقبول وبحفظه لك في أرشيف المصلحة في منتهى السرية التامة ممتاز ممتاز ده على مستوى الإجراء والآلية الإلكترونية لشركات الأموال لشركات الأموال حاليا اللي هي شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذاتها المسؤولية المحدودة كويس فيما يتعلق بقى في التعامل العادي مع الممولين سواء الأفراد أو الشركات الفلسفة ده بقى اللي بتحكم القصة هي أن الممول مصدق إلى أن يثبت العكس بالصبت كده صح؟ طبعا عليك الشرح على السلام مشاهدين إحنا الإكرار الضريبي الإكرار الضريبي مقسمينه أجيال ومقسمينه كودات كده إكرار 106 107 108 ده للشخص الطبيعي اللي ما بيمسكش دفاتر ده للشخص الطبيعي اللي يمسك دفاتر ده للشخص الاعتباري اللي ما بيمسكش دفاتر ده الشخص الاعتباري اللي بيمسك دفاتر كتبين على الإكرار من فوق أول عنوان فيه كده إن الإقرار ربط ذاتي ربط ذاتي من الممول أنا بصدقك أنت بتقرب إقرارك دوا وبنتاج أعمالك لأن الإقرار هو عبارة عن بيان مالي بين إراداتك ومصرفاتك خلال السنة السابقة اللي بتقدمه في السنة الحالية أنت مصدق في بياناتك إلى أن يتم الفحص سواء يتم الفحص بالعينة أو هيتم الفحص الشامل بياناتك وحاجاتك اللي في الإقرار مؤيدة بموجب دفاتر ومستندات ومؤيدة بموجب فواتير خلاص ما فيش أي مخاطر ضريبية في فروق طبعا بتتاخد فيها الإجراءات القانونية كده وبتسدد للمصلحة كمان في نقطة جميلة جدا إحنا بدأنا في منظومة الفاتورة الإلكترونية وبدأنا نعمل رقم التسجيل الضريب الموحد أنا النهاردة تامر به معه رقم تسجيل بخلاص بقى ما بقيتش تشير البطاقة الضريبية أو البطاقة الزكية انتلاك رقم موحد بيطلح كل تعاملاتك اللي تمت خلال السنة المالية بعت شتريت أبطت حركت في أي معاملة بتباني على شبكة المصلحة بتباني على شبكة المصلحة على شبكة المصلحة عندي تمام إيه الفرق ما بين التهرب الضريبي وما بين إنه يبقى فيه جدل مبيني وما بين المصلحة على رقم ونختلف عليه ونتفق عليه طيب نكمل المنظومة وفيه ثلاث أشياء فيه حاجة اسمها التجنب الضريبي وفيه حاجة اسمها التهرب الضريبي وفيه حاجة اسمها فروق الفحص الضريبي حلو والأصعب بقى فيه حاجة اسمها التجهرب يعني التجهرب إيه التجهرب ده جزء تجنب ضريبي وجزء تهرب ضريبي بناخد الجزء من هنا وجزء من هنا أولا بالنسبة للفروق الضريبية أنت معاليك قدمت الإقرار الضريبي بتاعك من وجهة نظرك خدت من القناة 100 وحدة نائدية مصاريفك 40 أو 50 الصافي بتاعك 60 بتعمل الشراحة الضريبية بتاعتك وبتحسب العفاة بتقول لي والله ضريبتك يا مصلحة الضريب 20 وحدة نائدية تمام بجي أبعث لمعاليك نموذج وبديك فرصة تجهز ورقك ودفاترك ومستنداتك وبنزل والله بياناتك المدرجة في الإقرار مؤيدة بموجة مستندات ولا توجد أي أرقام خلفية أو أرقام ما أدركتهاش في إقرارك إذن إقرارك بيعتمد ببعت لك شهادة شكرا بقول لك خلاص أنا اعتمدت إقرارك ودي شهادة بالموقف الضريبي بتاعك وما فيش أي مشاكل طيب جيت النهاردة تامر بيه عنده مصرفات مش مؤيدة بمستندات قد تكون إخفاء وقد يكون صعب أن يحصل على المستند وقد يكون هو حاطت مصرفات مغالة فيها عشان يقلل الوعاء الضريبي ومن ثم يقلل الضريبة خلاص كل مبلغ مخالف للقانون أو لم يؤيد بمستندات فهذا يعد فرقا تحسب عليه ضريبة هنا احنا بنتكلم على ما فيش جريمة لا ما فيش جريمة هنا بنتكلم على اختلاف فأرقام فأرقام فروق ضريبية فهذه الفروق باجي أخترك بها ابن موزك لك حق الطعن عليه ولك حق الرفض حق الموافقة لو اتفقنا على الرقم ده بعد كده انت وفرت مستنداتك قد تكون مستنداتك في بلد تاني قد تكون مستنداتك مش متوفرة حاليا الناس كتير بتسأل فيها لأنه في بعض الناس فعلا توفير مستندات تشهد على المصرفات مش كلها بتبقى متوفرة هل المصلحة عندها قدر من الاستيعاب انه الباحث بقى او المأمور الضرائب او المصلحة هنا بتبص وتشوف طبيعة المهنة وان ده ممكن يكون عنده فعلا مصرفات وان النفقة دي مثلا 100 جنيه او 50 جنيه دي رقم يعني جزافية صعب ان يجيب لمستند او صعب يدعمه فاتورة او كذا فيقبل ولا لازم كل جنب بوراقة سؤال جميل جدا لانا بخير حالك باللقتي بصوت عالي مع الناس علشان الحاجات دي بتعمل مشاكل ساعات ما بين الممول ومأمور الضرائب اللي قدره بالطبع بالطبع سؤال حضرتك جميل جدا خلينا نتفك على حاجة المصرفات التي ليس لها مستندات بين السم الجزئين جزء يصعف فيه الحصول على مستندات صح النهاردة انت بتشتري جرائب بتشتري دمغات بتشتري طوابع رحت عند الحلاء قل لي انا الحلاء اللي بديك فطورة بالظبط كده تمام كده احنا حطين مادة اللي هي مادة 28 في اللايحة بتقول لك انك ليك مادة مسموح في المصرفات التي يصعب مها الحصول على مستندات بما يعادل 7% من المصرفات العمية والادارية المؤيدة مستنديا 7% من المؤيدة اه من المؤيدة باخد اجورك والمرتبات والكهرباء والمية والتليفون الى اخره دي مستندات مؤيدة بضربة في 7% ده المدى بتاعك اللي لو زدت عنه لا انا عايز مستندات او ارده للوعاء او اضيفه للوعاء بديك هامش ده اللي بيصعب فيه الحصول على مستندات الجزء التاني بقى مصرفات الفاتورة بتاعتك ضاعة الفاتورة غير متوفرة اه مش قادر تحصل على فاتورة ده الجزء دوا بيعتبر ذات مخاطر ضريبية وبنخضع له الضريبة وبنستقدي الضريبة ممكن يا رئيس يعني انا طبعا بفكر محامش ممكن مساعد اتفضل ممكن لو انا ما عرفتش اثبت مثلا الكهرباء مثلا وقلت الفاتورة ضاعة او مش عارف المحمول وقلت الفاتورة ضاعة او كده ممكن تعمله متوسط عام لا انا بجيب مصادقة انت فاتورتك ضاعة فاتورتك مع مين فاتورتي مع محمد القطان بغتر محمد القطان بالمصادقة اقول الديني تعاملات تامر بيه اه بتلجأ للجهة اللي بيتعامل بها اه تلجأ للجهة اللي يتعامل بها ما هو بقى المنظومة الالكترينية هتقول لي كده هتقول لي انت هتوقف تختر ليه مع محمد ما وخلاص انت مش محتاج انك تدور على الفاتورة وتبحث عن الفاتورة في الارشفات لا ما قدامك التعاملهم ظهر قدامي على الشاشة على طول تعملت ظهر قدامي على الشاشة فحتى لو انا ما قدنتش الفاتورة هتخش على كذا فوزات الكربة هتقول لك ان فواتير تامر بواحد تلات اربعة بالزبط كده اه فهنا عندك المرجعية اه بالزبط كده دي الفروق الضريبية حلو دي لي ما فيهاش مشاكل دي لي ما فيهاش مشاكل حلو انا هنا ما عنديش نية التحايل التحايل انا ختبت رقم وانتو شاكدين الرقم ده مش مظبوط قوي همديجي نوصل لرقم متفق عليه تمام كده والقانون في مادة بتقول لي كده مادة 22 بتقول لي الشروط الواجب توفرها في المصروف ان يعتمد يبقى ضروري ولازم للنشاط ومؤيد مستندي وخاص بالممول وخاص بالسنة ليه شروط معينة بتتوفر في الفاتورة خلاص او في المستند بتقبلها مصلحة الضرعي ممتاز نيجي بقى للتجنب الضريبي تجنب اه التجنب انا عمري ما اسمعتها بسرعة انا عرف التهرب اه التجنب الضريبي احنا بنقول هو الراجل ماشي على حدود القانون القانون ليه حدود لو تعدتها فانت كده دخلت في منطقة الخطر صح لكن طب في قلب المربع او في وسط المربع انت في الامان حلو طب على الحد كده على الخط اه بنقول لك تعالى انت كده على حروق روك اه اه انت بتتجنب ضريبيا بتتجنب ضريبيا يعني ايه انا النهاردة لو اشتغلت في منطقة معفية مش هتاخد مني ضريبة فانا اروح اخلي نشاطي كله في المنطقة المعفية دي محدش يمنعني ان انا يبقى نشاطي في هذه المنطقة طيب انا النهاردة سألي يا واحدة طيب ده كده ايه ما هو ده انا بتجنب ادفع ضريبة ليه لانك روحت في منطقة اما بقعش ضريبة ايوه انا خلفت القانون لا ما خلفتش طيب احنا بنقول التجنب ليس له عقوبة اه التجنب ده تمام انا ماشي في حدود القانون اه ماشي جنبه بس بروح للحيطة اللي تعفيني اللي تعفيني اه اللي تعفيني بس تخدم القانون يعني بس تخدم القانون انا النهاردة مصري واخد اقامة مصرية وممكن لي اقامة مزدوجة في امريكا او في روسيا او في احدى الدول اللي هي ذاتة الملازات الضريبية الامنة وان كانوا بيسموها دلوقتي السياحة الضريبية بيت كلمة اكتر تطورا لاننا ممكن اغير لك قانون البلد تنتقل من هذه الدولة الى دولة اخرى فيها ضريبة اقل ماشي هستفاد باعفاء وهستفاد بالاتفاقيات بتاعتي وهستفاد بكل المزايا اللي بديها لي قوانين الضريب انا بتجنب انا كده ما خلفتش احكام القانون لكن انا في المنطقة اللي فيها الضريبة قليل صح لو انا شركة او شخص اعتباري ضريبتي مقطوع على الوعاء بسعر 22.5% طب انا ممكن اعمل المشروع بتاعي فردي واستفاد باعفاء 8000 وبشرايح يعني انا هنا ما خلفتش القانون اذا لو انا سمحت لي بساطة للناس التجنب الضريبي هو استخدام القانون في تجنب الوقوع تحت الوعاء الضريبي اه او الضريبة الاعلى او الضريبة الاعلى تعريف كويس تمام وكنا انت في الامان وبلع اقوبة وبلع اقوبة تمام نخش بقى في الشبال اه اه التهرب الضريبي ايه اولا دي جريمة غير مقبولة بالمعضاء لانك انت انت بتغلطش في حق فرض بقى انت بتغلط في حق دولة ومواطنيها انا النهاردة بتهرب من الضريب باستخدام الوسائل الاحتيالية بتاعتي انا بخفي الدفاتر المستندات عن مصلحة الضريب او بخفي اثبات اشياء فيها بخفي مصادر دخل اه مصادر دخل اخفاء لكن انا اكون ممكن اخطأ في المعالجات هذا ليس تهربا ضريبيا لا يعني مالش انا النهاردة اراضي ده مفترض ينحط في قيمة داخل لا حطته في الميزانية او حطته في التقارير المالية او مش عارف مها انحرة او مش عارف مها انحرة لكن اوردت الدخل اوردت الدخل بتاعي فاني مكان هنا النية سليمة هنا النية سليمة موجود قدام مصلحة الضريب بس انا مش خبير فحطته في القيمة دي بدل القيمة دي كمان انا النهاردة بطبق قانون ضريب ما بطبقش معايير محاسبة معايير المحاسبة هي اللي بتبني البناء المحاسبة ده بتعد القوائم المالية انا اخطأت عن جهلة او عدم معرفة او المعيار مش واضح وعلى غالبا ده طبيعي لكن امام مصلحة الضريب بالايراد موجود في كافة التقارير المالية الموجودة قدامك سواء في القوائم المالية او في اضاحات او خلافه هذا لا يعد تهربا هذا لا يعد تهربا هو اخطأ في المعالجة المصلحة بتصلحها وتاخد عليها ضريباتها وغرماتها التهرب الضريبي بنقول هو الاخفاء الفواتير اصطنع فواتير انت النهاردة بتصطنع فواتير مش الفواتير الاصلية طب المنظومة بقى الالكترونية معالي الوزير بيشجع المنظومة الالكترونية ورئيس مصلحة الضريب دول متابعينها دوري وفي مؤتمرات شغلهم للشاغل انا النهاردة هعمل المنظومة الالكترونية ليه منها رياحك بقى مش اقعد اقولك الفاتورة مضروبة والفاتورة صورية والفاتورة مش كاملة ونقعد بقى نشوف النواحي الشكلية والجوهرية الفاتورة لها 20 شكل و20 شرط وبنختلف لا دي حقيقة لا مش حقيقة لا خلاص انا النهاردة انت بتتعامل بقى نظام الالكتروني ما بقاش فيه دخل اليد المصدرية او مصطناع فيه هذا اللازي يحدى تهربا ضريبيا ومعروف طبعا جريمة التهرب الضريبي جريمة يعني مخلة بالشرف والامانة طبعا طبعا اذا التهرب ده هو يا اما اخفاء مصدر دخل اعا او ضرب وتزوير فواتير اعا بالضبط جديد نيجي بقى للخليط الجنيس اللي هو بقى التجهرب اه تجنب وايه وتهرب فالكلمتين هم المصطلحات الأدبية بيسموها كده انا النهاردة خالت الاثنين خالت الاثنين يعني محتاج قوة جامدة تعمل للشغلانة دي انا النهاردة مثلا عندي ميزة ان انا ارباح بيع الاوراق المالية المسجلة في البورصة مع فيها بحكم القانون طبعا انا روح اسجل اسهمي في البورصة لغاية محصل على الاعفاء وما محتاجش الحاجات داشته بالتسجيل بتاعي اه اه وفيه مادة في الحياة هنا بقى اللي هو استخدام القوانين بس فيه تحايل عالية اه فيه تحايل عالية ودي بتبقى مشاكل يعني مشاكل كبيرة بتبقى نهيتها في القضاء دائما يعني وما بنتمناش ان الممول يقع تحت طائلتها احنا زي ما الممول عايز يحس بالامن احنا برضو كمصلحة ضريب نشجعه على كده طول ما الممول بيبقى صريح والمصلحة بتديله حقه وهو بيدي حق الدولة بتبقى المشاكل محلولة وميسرة وسهلة صحيح وما فيش اي مخاطر نظبوط طيب نروح لبند تاني عمل برضو لخبطة شوية عند الناس خلال الفترة اللي فاتت ألا وهو القيمة المضافة قيمة المضافة بتاخد شهرية صح اسمع بقيت السؤال ما هو السؤال انه الناس قالك من امتى بتتطبق رقم اتنين بتتاخد شهرية ولا سنوية بتتحط في الاقرار رقم ثلاثة نسبتها تابتة ولا برضو لها علاقة بمصرفاتي وإراداتي تمام سؤال جميل أول حاجة ضريبة القيمة المضافة دي ضريبة مستقلة بتاخد على أحكام قانون 67 لسنة 2016 مصبوط هذه الضريبة كان اسمها ضريبة المبعات اللي هي قانون 11 لسنة 91 انتهى عمر هذه الضريبة في ستة تسعة 2016 وبدأنا نطبق ضريبة الفات اللي هو الفالو أدي التاكس داوان من ستة تسعة ايه هي ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة دي ضريبة بتوقع على استهلاك السلع والخدمات لها طرفين ايه هما الطرفين طرف مكلف وطرف مسؤول عن هذه الضريبة محمد دا اللي بينتجه كده اللي بينتجه ويبيعه كده تامر بيه دا مكلف ان ياخدوا الضريبة من محمد يستأديها ويحصلها لصالح مصلحة الضرائب دا بنسميه المسجل ودا بنسميه المكلف طيب الضريبة دي الدريبة دي كانت الأول في القانون القديم شرائح وأنواع ومتعددة ودي لها سعر ودي لها سعر وخلافات في المجتمع يعني آه كانت بتمتهي دائما بمشاكل وقضايا وكده لقينا في مئيارة علامة للدول اللي طبقت الفات ديا ونجحت فيها اللي هو السعر الموحد والسعر الواضح القانون دا قام على ثلاث قواعد أساسية اللي هي سلع جدول لها شرائح سابتة والسعر العام اللي هو لغاية تلاتين ستة ألفين وسبعتاشر كان تلاتتاشر في المية ومن واحد سابعة لفين وسبعتاشر لغاية النهاردة اللي هو أربعتاشر في المية سلع الجدول مختلفة انت بتشتغل في سلعة مهني بتشتغل في سلعة معينة سلعة معينة محطوظة وقائمة بالإعفاءات طيب هل تستأدى هذه الضريبة سنويا أم شهريا هذه الضريبة بيقدم لها إقرار شهري شهري آه شهري الإقرار الشهري دا ببساطة جدا ليه صعوبة يا رئيس لا أما هي دا معيار عالمي ليه حكمتها حكمتها من النهاردة انت بتنشع الوقع أنا مش هتسيبك لآخر السنة لأن دي ضريبة غير مباشرة الضريبة غير المباشرة دي نشأتها واستحقاكها وسادتها خلال شهر انت في خلال شهر قفلت دا فترك وحساباتك وعرفت بيعت ايه واشتريت ايه وكسبت بايه هي بسيطة جدا انت النهاردة بيعت بكام بيعت بمية طيب خدت علوم ضريبة قد ايه خدت علوم ضريبة عشرة طيب اشتريت بكام اشتريت بتسعين خدت علوم ضريبة كام او دفعت علوم ضريبة كام تسعة عشرة من تسعة وحدة نائدية وردها للمصلح لكن في صعوبة انها تجمع وتقدم سنويا مش هتبقى طبعا مخالفة للمعايير العالمية اللي بتبقى فيه سنديا اللي هي ضريبة الداخل وهي بيقرارها بيقدم شهريا او لا بتسدد كمان شهريا بيقرارها بيقدم ويسدد شهريا كمان او برضو لزومة الالكترونية البلد كده اللي بتقول عليها عندنا في مصر التوتو على كبوتر او 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 مش هقبل الاقرار برضو لا بتسداد كمان او 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 دي مفهاش هزار لا مفهاش هزار 14% 14% حاليا يعني اول ما بدأنا قلنا 13% عشان المجتمع الضريبي يتأهل يعني هو التضرج الضريبي لكن دلوقتي 14% 14% كمان احنا عندنا ميزة كبيرة جدا في مصر في النظام الضريبي برضو عشان نبقى واقعين انت النهاردة في النظام الضريبي بتبقى حريص في شريحتك اللي هي تجذب المستثمر عندك انا النهاردة في دولة دولة الجار عندي كم؟ انت دولة الجار عندي 23% الضريبة 28.5% المستثمر يجيلي المستثمر تهموا السنتات الصغيرة دي في سعر الضريبة تهموا السنتات الصغيرة دي في سعر الضريبة كوسيلة جازمية الانقام الكبيرة بيفرق فيها النسب الصغيرة النسب الصغيرة لان المستثمر ما بينزل بيه بقى شغله الشاغل ان انا اسأل على التعريف الضريبية اللي عندي ايه كمان احنا عندنا استقرار ضريبي يعني احنا برضو بنتدايق من بعض الناس اللي يعود يقول لك للمستثمر ته فيه ضريبة هتتفيرد مفيش حاجة اسمها فيها ضريبة هتتفيرد مفيش حاجة اسمها أن أنا هعلن المجتمع أنه فيه ضريبة بكرة لأن الحكومة نايمة على ضريبة لا فيه استقرار ضريبي وفيه اتفاقيات مع صندوق النقدي الدول والتبقى في اتفاقيات عالمية أنا مش هنام وصح الصبح أفرض ضريبة على المستثمر اللي جاي لا لا ما ينفعش طيب نروح بقى لنقطة مش عارف الحقيقة لازم تفكروا فيها كقائمين على مصلحة الضرائب ووزارة المالية يمكن لكم بنفزها يا رب أتمنى أتمنى بس أنا أشاف أنها لسه صعبة شوية لأن هي لها علاقة بالثقافة العامة وهي فكرة المهن الحرة اللي 90% منها شغال بدون مستندات وأنا رحي مشفق على حضرتكم فيها لأنه هي دي اللي تقضع بقى للجزافي وهو ييجي يقول لك أنتو عملته جزافي حتقول له طب ما هو أنت اللي ما قدمتش وقدمت بانات خطأ وقصة صعبة يعني زي ما كنت محظر مع لكم شوية في فكرة طبا أنا أجيب لكم منين أن أنا بحلق بعشرين جنيه ولا بحلق بخمسمائة جنيه وده واقع عمل على فكرة وده واقع عملي ده واقع عملي بأنا بقول لحضرتك في ناس بتحلق بعشرين جنيه في ناس بتحلق بخمسين جنيه في ناس بتحلق بخمسمائة جنيه بالظبط فولا واحد من دول بيطلع فاتورة ده مش حلق يطلع فاتورة مظبوط أنا رحت صلحت ساعتي وغيرت الأستيك وما خدش فاتورة بالظبط اشتريت موز وفاكهة ومش عم ايه بتاع مخدتش فاتورة 50% من معاملاتنا اليومية 50 ايه رايس لا لا زود كتير الحاجة الوحيدة هو السوبرمالك الكبير اه اه انا بذكر الريسيت وال هايبر وكارفور ومش عم ايه بتاع ده بتاخد مش عم اشتريت تلفزيون ممكن تاخد فاتورة بكذا لكن 90% مكواجي قولي مكواجي لبديك فاتورة حلاء الحاجات الاسائلة احنا بنتعرض لها يوميا 90% السباك اللي جبتوا صلاح الحرفية بيقولك هاتلي 50 جنيه ديني 100 جنيه كذا كذا فانت اولا هو احنا بيبقى معاك دفتر فواتير حشان لو يعرف ان داخل شقة معمور دراب بتطلع له الضفر فدي في المشكلتين اولا بيصعب علينا كممول ان انا اجيب فواتير زي ما قلت عليك في القصة الاولية بتاعتنا اثبت مصروفاتي زي بفواتير رقم اتنين بقى انت حتقدر عليه درايب ازاي صاحب الان الحرة ده وانت معندوش فاتورة لا انت عارف ده بيصالح الحرفية بخمسة جنيه ولا بمين جنيه اه بالظبط كده المصروفات النسرية لا ده مش هنا مصروفات نسرية ده شغله بقى اه انت حتحزبه ازاي السباك انت بدور على المهني السباك اما يجيوا قدام حضرتك فتقوله قدملي القرار يقولك والله انا بيصالح الحرفية بخمسة جنيه اه بالظبط تنجيه يعني اه انجيه يعني انجيه وشايفين النجاح وشايفين المجتمع متقبل كل تطور بكل امانة يعني حتة المنظومة الالكترونية دي لقينا الناس مبسوطة جدا والناس فرحانة ووفرتونا جهد ووفرتونا تعال ووفرتونا الورق ووفرتونا المشاوير ووفرتونا الوقت اه احنا عايزين نصل الى مرحلة زي الدول اللي برا زي الدول المتقدمة مأمور الضرائب مشوفش الممول ولا الممول يشوف مأمور الضرائب صح مشاوير تيجي تقضي نص وقتك عندي حشان هتاخد ورقة صح لأ انا عايز حاجتك كلها تتم في مكتبك وانت قاعد على جهازك والدنيا تمشي المهنة النهاردة احنا مبسطون له الامور جدا بنقول لك يا تامر بي روح هات دفتر دفتر كشكول كشكول مدرسة دفتر وحط لي فيه اراداتك ومصرفاتك اراداتك الحاجات اللي انت بتطلعها اكيد عندك دفتر فواتير اكيد عندك فواتير انا ما عندوش انا ما عندوش احنا بنفترض طيب احنا بنقول الفئة الاول اللي هي ايه يعني ممكن تريح مصلحة الدرايب وتريح نفسها هات فواتير هات دفتر فواتير واحنا بنصدقك على فكرة يعني انت هتخش مستشفى او هتخش حاجة هتخش فاتورة ومصرفاتك تسعين في المية منها بيبقى ليه مستندات الايجار والكهرابة والمية والتليفون الصيانة بتاعتك ما احنا يمديه لك سبعة في المية منها يعني يبقى مبلغ بسيط اللي خارج عن القطار اللي هي قد يكون فيه مقاطر ضربية انت لو عملت كده على مصلحة الدرايب اثبات عكس ما قام باثباته المهني ده في الدفاتر هو ده بقى السؤال يا محمد بيه الا وهو انا نفسي المصلحة وانا هنا مش ببلغ عن الناس الحقيقة لا بس عشان المنظومة تكتمل وعشان كمان مش بس المنظومة تكتمل علشان نقطة في غاية الاهمية اسمها العدل يعني ايه عدل تقعدة الضرايب العدلة واليقيم والملائم لا 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 دي عد حضراتكم في المعالي في الشغلة العدل بالنسبة لنا كمواطن اه انا دلوقتي مواطن ما افترض ان انا ملتزم ضريبية فايس ودخلي مثبت غصب عني غصب عني يعني انا تامر انا تامر انا المزيع بالضبط انا دخلي مزبط لان انا عندي عقد مع الجهة اللي انا بشتغل فيها مكتوب في العقد ده ان انا باخد خمسة جنيه في الشهر او خمسة جنيه في السنة بتاخد ضريبة قبل ما تديك الاجر تمام بتاخد ضريبة الاول اه في خمسة جنيه مزبوط صح فانا ملتزم ايه انا اياسف يعني غصب عني فلما مجل حضرتك هتقعد تؤثر حاجة تقول لي فين العقد اللي بيجمعك مع الجهة اللي انت بستغل فيها هقولك العقد ده اهو اقول لي روح شكرا للموضوع انا بشتهرب ممكن يختلف على الارقام صح فانا ملتزم وبدفع بحكم العقد اللي واضح قدامكم رقم تمام انا متدهي بقى انه في غيري انا عشانا كده بقولك بحس بعدم العدل ان في غيري وبيكين بيكس بكتر مني عشرات المرات وتاليما ما بيدفعش وبيدفع اللي مني زي مثلا 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 الطبيب في عيادة حالك عارف دلوقتي انه فيه طاق طباء الكشف بتاعهم بخمسمين جنيه وقالف جنيه بالظبط هل هم بيكتبوا كده في الاقرارات بتاعتهم قولا واحدا لا وانا شفت اقرارات طباء انا عارفهم وكاتبين الكشف بخمسين جنيه وهو كشف بخمسمين جنيه وما فيش اسمه لازم حضراتكم انا بقولك بقى هو ببلغ عنهم اهو انا بقول لحضراتكم لازم يبقى عندكم حملات طيب عايزة اسميهم قبل ما اطلع من البرنامج عايزة ايه عايزة اسميهم قبل ما اطلع يا ده ربنا انا ممكن اكتب لك الولده كله بخشوف بخشوف طيب نقول حاجة انا فكرة انا بجد مش بظلمهم ده حق الدولة عليهم وحقي انا ان زي انا ملتزم ضريبيا لازم الناس دي تدفع ضريب ويلا ساعتها هقولك لا انا مش هدفع او يعني انت كنت تظلمني بتاخد مني حقك بالكامل ودول ما بتاخدش واحد عالمية من حقك منهم طيب خلينا نقول حاجة فضل يا فاني هناك خطأ في الثقافة الضريبية في الشارع المصري انا و تامر بي اللي انا مشروعين جنب بعضهم الناس تقولك تامر بي يدفع اكتر منك رغم ان انت يعني تكسب قد عشر مرات انت شعر رافق انت اطلعت على الدفاتر اطلعت على المستندات رحت اروقت مصلحة الضريب شفت الرجل ده عنده ايه استخبله في المستقبل لا عمر اللي ما هيمشي تقديري او الراجل اللي هو مش معندهش عقود ومعندهش دفاتر ومعندهش مستندات انا بساهلها بساهلها زي محمد بيقولك حملات يعني يعني مصلحة الضريب تبعت حد يروح يكشف عند الدكتور فلاد روح يا ابني النهاردة عمرت اللي موبيليا كده نائي اي حد من ال 540 دكتور كده وانا عارس اكشف بس ما يقولش ان انا مقبول ضريب يقولها درسي بيوجعني عناية بتوجعني عايزك اشف كبد عايزك اشف اي حاج خش للمبرده اللي وقف برة وحيقولها عايزك اشف كشف حتقوله وقاله صباحة 50 جنيه بس يروح لحضرتك ويقولك اه دي 500 جنيه انا دفعته نهارد على الفوتور ده حتبص في المقرار بتاعه بيقسم ان الكشف 50 جنيه بالظبط مبروك بالظبط مبروك انزل بكرة يا رئيس احلق بالظبط احلق وشوف الحلق ده هياخد منك كام وارجع المصلحة شوف هو مقدم انه بيحلق بكام بالظبط هتلاقي فرق ساقش سما من العمل هاتهم بقى واحد واحد كده ده بالفعل سداني احنا بنشتغل فيه بجد اه والله ده اللي بنشتغل فيه بكل امانة احنا يمكن انا عامل لحضرتك مفاجأ احنا عاملين من القوانين اللي بتدرس ومعالي الوزير المتبنيها ورئيس المصلحة جدا قانون المشروعات الصغيرة الناس اللي هي ما بيحصلش على مساندات الرجل اللي مستخابي ويقولك الدراب مش شايفاني هو هيبان اه هيبان ما المنظومة الالكترينية هتلقوته لا لا ده هيبان اه ده هيبان المهن الحرة رئيس مش حداني تحت السيطرة ملهاش حلاء حلس احنا حطينها تحت عينينا طيب باش يعني لو انكتب لنا ان احنا تقابل تاني هتلاقي فيه جديد ان شاء الله فيها فعلا بوعدك اه فعلا نشغالين فيها فعلا نشغالين فيها مش عشان حضرتك سألت السؤال الصغير لا 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 احنا فعلا نشغالين فيها احنا نشغالين فيها وبتخلق عدالة والنهاردة انت هتدفع وانت يعني مبسوط انا بقولك هتخلق عدالة عند حداك اللي هي معايير العمل عندكم وتخلق عدالة عندي ان انا هدفع فيش المبسوط طالما انا عارف ان السيف على رقبة الكل اكيد اكيد اتفقنا اتفقنا اشرفت ونوارت يا رئيس الله يخلق اكتمر انا سعيد بحواري بحضرتك جدا وعليك شخصية جميلة انا سعيد بمقابلة حضرتك وانا مواجه بحضرتك يعني انا الشرف ليا اشكرك اكتمر بي تحياتي لكل زملائك يونسر حبيب اشكرك تحياتي لبرنامج شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشكر حضرتكم اشتركوا في القناة اشحن والشابرة بقى كياس اريال ودقاي وميجا بايتز او اشتري اريال وهتلاقي في كيس ستيكر علي كود بيكسب دقاي وميجا بايتز والاتنين بيكسبوا دهب ودفون واريال ارغي بغسلة رغي بشحنة اما جبت اماني بعد من ولب بسنة قالت لي عندها سكمة خرم كده في القلب الدكتور قال لي دي انت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه الله ما فيش فلوس هنعمل ايه يعني هددولنا معادل العملية ما كلفونش اي قرش والله من جيل الناس المبراعي الدول هتعملوا خير كبير مش فيه الواحدة في الناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الارمان عملت اكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والسايد شفتوا تبرعاتكم عملت ايه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع اقف القرية فقيرة في السايد اتصل بي 19-4-55 يصلك من دبنا دلوقتي كل اكياس اريال جواه استيكر عليه كود اطلبي نجمة 6 نجمة الكودش باك عشان تكسابي دقاي وميجا بايتس وده فون و اريال ارغي بغسلة رغي بشحنة زي ما بهتم بصحة وقوة جسمي قوة شعري اكيد مهمة كلير الجديد بمغازيات فروة الرأس مع قوة البنبوت طبيعي لشعر عشر مرات اقوى ومية في المية بدون اشرة لا شيء الو اخفي جير الجديد بمغازيات فروة الرأس بسم الله بسم الشعب افتتح الجلسة تعد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب احدى اهم اللجان في المجلس واكثرها نشاطا من حيث عدد الاجتماعات او ساعات العمل اثنان اعقاد جلساته والتي تهدف في النهاية الى الارتقاء بالصالح العام وذلك بابرام مجموعة من مشروعات القوانين والتي كان اخرها موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة رقم ستة وعشرين من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة والتجارية والملاهي فاللجنة انجزت العديد من القوانين من بينها قانون الادارة المحلية كما انجزت قانون رقم 155 لسنة 2016 الخاص بقواعد واجراءات التصرف في املك الدولة وجذلك عدد من التقارير الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات الى جانب التطوير المؤسسي للمخلفات الصلبة وخلال دور العنقاد الثالث نقشت اللجنة 241 طلب احاطة وانجاز ستة مشروعات قوانين منها ثلاثة قوانين وردت على الجلسة العامة وقرها المجلس واصبحت قوانين نافذة وتتعلق طلبات الاحاطة التي نقشتها لجنة الادارة المحلية بمشاكل وقضايا في جميع محافظات مصر السبع والعشرين سواء قمامة أو طرق وكبار وتخصيص أراضي لبناء مجمعات مدرسية ومستشفيات وأقسام شرطة وغيرها من الخدمات ومشاكل البعث الجائلين والتوكتوك والسيزوكي وانتشار الحيوانات الضلة وتلوث المياه في بعض القرى والعديد من المشاكل الخدمية والاجتماعية التي تعاني منها مختلف المحافظات بينما استطاعت لجنة الادارة المحلية انجاز ستة مشروعات قوانين خلال دور العنقاد الحالي وهي مشروع قانون نازع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة الذي يمنح تصاريح لعربات المأكلات للعمل في محيط جزء من الشارع إلى جانب مشروع قانون المحال التجارية ومشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع ومشروع قانون البرك والمستنقعات اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل اعتقل التقرير اللي احنا تابعنا دلوقتي فتح لنا باب الكلام حوالين واحدة من أهم لجان مجلس النواب زي ما ذكر التقرير لكن احنا الحقيقة مش من أهمهم وأنشطهم بس عشان ساعات العمل وجلسات الانعقاد وطلبات الإحاطة لكن في رأيي هي من أهم اللجان النوعية اللي موجودة في المجلس نظرا لحساسية الملفات اللي بتناقشها خصوصا ان معظم هذه الملفات اللي لم يكن كلها متعلقة بالحياة يومية للمواطن سواء تأسير حياة المواطن او تعسير لقدر الله حياة المواطن ومن هنا بتيجي اهمية وحساسية وخطورة القوانين اللي بتصدر وبتناقشها هذه اللجنة رئيس اللجنة مشرفني ومنورني صديق العزيز بنائب المهندس احمد سجيني مساء خير يا عمدبي اهلا بسياتك فان الحمد لله بخير وانا كنت سنة ونطيب بناسبة السنة الجديدة يا رب تباسان يا سعيد عليك وعن الاسرة الكريمة السياة مربي انا بجد مش بجامل حراك لما اقول ان اللجنة موقفها حساس وهي من اهم اللجان لانه انتو مكلفين باشياء لها علاقة بحياة المواطن اليومية صحيح وهنا من هنا بتيجي الصعوبة خصوصا ان احنا مكبلين بعشرات القوانين القديمة اللي كانت مطلعة عين المواطن بالبلد كبه صحيح اولا قولوا لي بتفكوا ازاي الالتباس بتتعامله ازاي مع ترسانة القوانين الموجودة بتتعامله ازاي مع البيروقراطية كمان الموجودة ثم هنخش بقى في التفاصيل اللي كان بكلم في الفلسفة العامة اسمح لي في البداية طبعا ان انا اهني حضرتك بالبرنامج شكرا وفريق العمل وبعدين واضح ان لقاءاتنا الدورية خلت المجموعة كلها فهمة محليات لان التقرير حقيقي يعني معمول بشكل حرفي جدا وده فعلا اللي احنا بنعايشينه في خلال السنوات اللي تولينا فيها المسئولية في ملفات اللي بنلاقيه بندرجه عندنا في امور انجزناها وفي امور الحقيقة انجزناها ولكن لم تخرج بعد من البرلمان وفي امور ما عملناش فيها حاجة فلكن ده مش معناه ان احنا هنترقها يعني هو مثلا التقرير تحدث عن الحيوانات الضالة حيوانات الضالة موضوع حساس جدا جدا فيه جبهتين من الاراء كل جبه فيها وجهة نظر فاحنا مثلا هذا الامر لما بنلاقي العملية متشابكة بالشكل ده بطريقة وبثقل وببعد وبمنظور وبعاد سواء محلية او دولية زي موضوع الحيوانات الضالة او مثلا اعمل له بقى على طول افرد مساحة من جلسات الحوار المجتمعي وبالفعل والحقيقة بيعطل ما بينجس صحيح وخصوصا ان انت بتخش تلاقي نفسك في تشابكات اكتر متعقدات اكتر ربما لو قعدت وقفلت على نفسك انت واللجنة الباب وشفت المصلحة العامة تقتضي ايه وخدته ننجس وقت ونجيب نتيجة شوف طبعا عند حضارك حق بس هي الفكرة في ايه ان انا بيت الشعب انا لو انا سلطة تنفيذية فعلا يعني المسائل احيانا بتبقى محتاجة حزم في اتخاذ القرارات لكن انا لازم امهد المناخ التشريع والبيئة التشريعية للسلطة التنفيذية ان هي النص يكون مقابل للواقع ومقابلة الواقع للنص لا يمكن ان هي تأتي الا بالاستماع الى الاخر بيمثل لنا مجود كبير جدا الحياة وعب لكن يعني لك انت تخيل ادارة جلسة لو انت يعني متابع موضوع الحيوانات الضلة والناس اللي هي اولا كلهم عصبيين جدا الطرفين الطرفين يعني اللي تعض من الكلب واللي متضرر منه واللي بيدافع عن الكلب واللي بيدافع عنه وكلهم وما فيش حد راضي يسمع التاني صحيح فكتير او من الناس وزمله حذروني ان انا اعمل جلسة تستماع بالشكل ده وبعين انا سامج جلسة تستماع يبقى لازم اجيب كل الاطراف زي ما عملنا قبل كده في الاحوزة زي ما عملنا قبل كده في الادارة المحلية وكذا فضل الاشتباك بيبدأ بان احنا نفهم الموضوع في كثير من الامور احنا فضينا الاشتباك فيها المخلفات فضينا الاشتباك فيها المواطن مش شهر بيها على الارض لان في ملف المخلفات امرين طب لا ابن ناخذش في المخلفات عشان ابن ما ينحق فتحت ملف الكلاب الضل نقفله طبيعي طول الوقت حتلاقي اصوات المدافعة عن حقوق الحيوات صحيح ولها كل الاحترام وحاجة رطيفة جدا وما عندناش مشكلة معهم بل بالعكس متضامنين في الفكرة والفلسفة نعم بس احنا بنحلوا واقع احنا بنسافر الدول كتير احنا ما بنشوفش الكلاب الضل بي صحيح ما بنشوفهاش على الاقل على الاقل في المدن صحيح ممكن احنا ما بدروحش الصحرة في هولندا مش عارفين شكلها ايه لو كان عندهم صحرة لو الكلاب الخاصة كمان صاحبها متولي مسئوليتها لا جا مسئول عنها ويتحاسب لو الكلب يطلع برة حيزه متر طبعا فعشان كده بقول لحضرتك المثال سهل نعم احنا لما بنسافر برة ما فيش حاجة اسمها ظاهرة الكلاب الضلل لانها حاجة مش موجودة سافر اي دولة في العالم سواء دولة عربية خليجية او اوروبية او امريكية مش هتلاقي كلاب ماشى في الشارع الوعداء ولا قطط الوعداء في الشارع يبقى احنا عندنا مشكلة نعم ففكرة دفاع عنها اه ان احنا ما نبوتهاش طبعا بس ما ينفعش كمان نبقيها صحيح على حساب الانسان عندك حق شوف اي دامر بي مشاكلنا بتأتي في التنفيذ وليس في التوافق يعني المشكلة في بعضها طبعا بنبقى محتاجين احنا نوحد اللوغة احقم لا لما بتيجي تقعد مع كل الاطراف في موضوع الحيوانات الضلة لو كل واحد منفردا كده تجد ان انت متطفق معه لكن الاشكالين لما تقعدهم مع بعض صح ويحصل الدستورشن وما تطلعش بنتيجة دي واحدة التانية حتى لو بقى اتفقوا التنفيذ على الارض المسألة دايما بتبدأ ب فهم للموضوع ثم اذا كان فيه تشريع بيحكم المسألة ثم الفلوس مزبوط ننتقل بعد كده للايه كل ده وإحنا عايدينا على الترابيزة صح نجاء نفهم ونشوف الدنيا ماشية ازاي الاطار الحاكم ايه هندبر الفلوس ازاي الخطة التنفيذية ازاي طب اخر دستورشن وصلت له ايه لا انا لسه انا شوف اقول لك الموضوع ده ابتديته من طلب احاطة ان انا هبدأ به عشان كان عندي 17 طلب احاطة فقلت ابدأ بالسهل كان جالي من جنوب سينة من مدينة الطور ابدأ بالسهل عشان اعرف اكمل السهل ده قعد معايا 3 ساعات ده الكلام ده من سنة وبعدين لما خلصت رفعت الجلسة لقيت فوق عن الستين يعني انا متذكر اكتر من ستين ميس كول ورسايل جيالي ويعني فدي كانت البداية ان شاء الله هنحلها ده الملف الاخير اللي احنا حطنا احنا عندنا 14 ملف ده يعتبر الملف في رقم 14 اللي لقناه كده في الطريق جاننا عن طريق طلب احاطة طالما لا بس الحقيقة عامل مشكلة كبيرة عامل مشكلة حقيقة شفت يمكن لسه في وقعة في المناطق كمان الشعبية لسه في وقعة من 3-4 ايام في طفل توفى يعني بسبب ان في كلب مصهور عقر فالموضوع لعلاقة بحياة الانسان والعلاقة بالنظافة والبيئة وحاجات كتير الشهر ده ان شاء الله سوف يرى جلسة استطلاع ومواجهة كبيرة في مجلس شورى وانا اخدت تصديق دولة رئيس مجلس النواب عليها بالموافقة وان شاء الله بنحضر لها لان انا اهميني نها تتحضر لها كويس الجلسات دي اهم حاجة فيها نها تبقى متحضر لها كويس يبقى فيها محافظين وفيها الوزراء تبقى موجودة طبعا ادارتها بتبقى مزعجة جدا طبعا ربنا يكرم يعني بيسهل لنا الامر ربنا يسطر طيب نروح ليه ملف تاني من ملفات المهمة جدا جدا كمان والناس مترقبها بمنتهى الترقب وهو المحل التجاري نعم وقبل ما نخش برضو في التفاصيل خلوني اعرف يعني فيه ناس كتير بيسألوا بيقولوا هو البرلمان والحكومة واجعين دماغهم وبتعمل الدنيا ماشية وزي الفل هو انتوا فتحتوا الملف ليه احنا فتحناها وخلصناها او ده من الحاجات اللي خلصت تشريعيا مصبوط الحمد لله خلصت الاسبوع ده انا احيل الي مشروع قانون رقم مشروع قانون مقدم الحكومة بإلغاء قانون تلتمية واحد تلتمية واحد وسبعين نسان ستة وخمسين اسمه المحل العام بيلغي القانون ده وبيقدم ايه قانون جديد فاول جالسة عقدتها ممثلي الحكومة ابتدوا يعزموا على بعض عشان يشرحوا المذكرة الاضحية بتاعته دي حاجة مش متبعة فده اللقطة الاولى فاللقطة التانية ان بقيت ممثلي الوزارات تحدثت ان هي غير مطلعة على هذا المشروع فخلاني ان انا اعمل اجل للجلسة لتاني يوم لغاية ما يطلعوا فلما اطلعوا لقيت عدد من ممثلي الوزارات اللي انا بحييهم وبانتاز الفرصة تحيتهم ان هم اعترضوا على القانون فطبعا دي حاجة عجيبة من ممثلوا الوزارات الحكومية الحكومية يعني وزارة السياحة تحديدا اه ممثلوا الوزارات الحكومية هم الاعترضوا على مشروع القانون المقدم من الحكومة وكيه الاول وزارة السياحة هنا دي دي هنا بقى ايه ده عهد برضو البعض ممكن يقولك ايه ده عدم او تخبط ده تخبط وسوق ادارة من الحكومة الحقيقة في جزء منه كده لكن الجزء تاني ايجابي لكن الجزء التاني ايجابي ان انت عندك مواطنين ممكن يضحوا باماكينهم وكرسيهم في سبيل انه هو يقول كلمة حقه وفقا كلمت وقتها وزير الشؤون مجلس النواب وقرت له مش معقولة لازم يجوا متفقين ايه الوضع ده والراجل كلم الوزراء وقال لهم يعني احمد ادى اجل اسبوع وقدت لهم اجل اسبوع عشان يعودوا مع بعض ويجوا يعني ايه متفقين على لكن في الاسبوع ده بقى اللقطة دي خليتنا ان احنا نفتح الملف هو ايه موضوع التراخيز ده وهو احنا عندنا يحصروا لي كل التشريعات اللي بتحكم مسألة الترخيص المحل عندنا تشريع واحد ولا اتنين ولا تلاتة فحصروا لي الموضوع لدينا ان احنا عندنا اربع تشريعات منذ خمس سينات القرن الماضي فده اللي خلاني يعني ايه برضو كل ده مفيش فهم للمسألة انا بجمع معلومات اه مفيش فهم للموضوع لكن مفيش فهم للواقع ومشاكلنا جون بعد اسبوع يعني اللي هو ايه انت عارف اللي هو محفظينه اه الصناعة ايه رأيك يقوم جاي مثلا ايه مد انا قاعد هنا يقوم موافق اعرف اللي هو زي الفيلم الحمد لله متشكر كل شيء بخير اه كل شيء متشكر كل شيء بخير فاحنا لنا طريقتنا ان احنا بنطمن الناس ومعاديين وبنقولهم يعني ارجو ان انتو تخلعوا عباءة المسئولية احنا نخلع عباءة الصفة انا قاسف ونتذكر ان احنا لابسين عباءة المسئولية طبعا فيش حكومة وفيش بولا ما انت اقول اللي تقوله وبعدين ده ربنا هيسألك عليه طبعا فابتدى يحصل حوار انتهيت في المسألة ان احنا ان شاء الله نعقد جلسة اسمع فيها صغار الموظفين وطلقوا وحضرت لها كويس قوي طلبت من التنمية المحلية انها تبعت لي غير السادة المحافظين اللي حضروا معي الجلسة دي انا عايز رئيس قسم ترخيص المحل التجاري في الحي وعايز رئيس الادارة هندسية وعايز رئيس الحي واتفقت مع قيادات المحافظة اسواء محافظة أو سكرتراتها وقلت له احنا هنقعد نستمع مش عايزكم حضراتكم تجاوبوا انا هوجه اسئلة فكانت محضر سؤالين السؤال الاولاني لرئيس الحي قلت له انت تقريبا نسبة المحلات اللي عندك مترخصة مقارنة باللي مش مترخص تقريبا كان في الوحدة المحلية من اكتر من محافظة فاللي قال لي 5% اللي قال لي 7% اللي قال لي 10% اللي مرخص المرخص فطبعا دي كانت هنا بقى اللمبة الحامرة نوارت السؤال التاني كان موجه لرئيس قسم ترخيص المحل التجاري طب انت ايه يا استاذ اللي منعك انك ترخص انت شايف حرفية المسألة يعني انت لازم تبقى دقيق وصبور وعشان اللي عايز يفهم محليات لازم يبقى كده ويواجه القضايا بتاعتنا دي بحالات ترقومية بقى لها 50-60 سنة فقال لي والله انا مش قادر انا ارخص لان عندي اسباب الفلانية واحد انت لا تعدون الدخول في تفصيل لكن على سبيل مثال القانون بيفرد علي ان انا لو العمارة مرخصة وراح واحد باني اوضة في السطوح او باني شقة او واحد فتح محال اصبح في مخالفة للعقار ده طالما العقار في مخالفة انا ما اقدرش اعمل لهم ترخيص وغيرها وغيرها غير بقى العقارات اللي هي قريب مش مترخصة اساسا صحيح ودي طبعا ما اكثر ما اكثر ده اللي خلانا نطل من المالية اقول لهم يا مالية انا عايز اراد الرسوم بتاع الترخيص المحال دي في السنة المالية 2016-17 و17-18 سنتين ماليتين متتالتين لقيت رقم طبعا هو ده اللي خلانا بقى الحنجرة تشتغل والقرار يعني اشتغل رقم 16 مرة 16 مليون والتاني 17 مليون ده رقم هزيل جدا 16 مليون في مصر كلها 16 مليون رسوم ده اللي جالي وفقا لبيانات المالية الحقيقة الحقيقة بالضبط لما تشغل معنا في اللجنة من زمان الحقيقة وبين حيث يتقونوا بدور الحقيقة انتو شركاء في عدد من الاعلاميين كده المحترمين احنا بنعتبرهم شركاء معنا في اي منظومة فاتجاهنا ان احنا نذاكر اكتر وكان القرار ان احنا هنلغي 371 56 محل عام وهنلغي 372 56 المحل التجارية اه لا خلي بالك انا هنا انا انا عندي هنا بقى political management يعني يعني هنا هخش اه هخش في معركة مع الحكومة كل واحدة يقول لي لا انا عايز ده وابتدأ ده ده مشروعي لا مشروع اتعرض على مجلس الوزر واتوافق عليه وراح مجلس الدولة وراح مجلس الدولة واحيل الينا رسميا فانا انا 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 مش عايز اخش في الخناء دي مشروع الحكومة هو الاساس صح صح واستقرت على كده لان مش هي دي يعني مش مهم مين اللي يعمل الشغلانة المهم ان الشغلانة تتعمل عايز اكبر دماغه عن فكرة الشخص المهم المصلحة تحسن وبالتالي مشروعك وما طالما جه يبقى لازم يأخذ وضعه بس هنا كان الحقيقة وانا بحي فيها حياة كثير من الوزراء وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء شوف هو ناتج تعاون كبير اوي ونطج كبير اوي في التعاون هذا المشروع ارتلهم الوضع كذا وناتج الاعمال كذا وحطت الارقام كلها ارتهم انا انت عايز اتهم انا عايز الغي 371 ساتة وخمسين اللي اراد انتم مقدمينه بس اعايز الغي كمان قانونين بعديهم وطلع تشريع موحد فوقفوا معي كان فيه اربع قوانين اللي بتحكم المحل العالم الرابع كان قانون اللي بينظم المنشآت الفندقية والسحية فاحنا ده ابقينا عليه ولغينا التلاتي طالما اتفضل انا طبعا مش عارف هو القانون نفسه ولا الباب بتاع المنشآت السياحية الفندقية ده الباب الخلفي للتحايل على حاجات كتير اللي يروح الحي مثلا مقهى في الزمالك عايز ياخذ ترخيص يروح الحي يقولله لا يوم راح وزارة السياحة وعمل مش عارف داخل رسوم وكذا ويوم يطلع عنه مطعم سياحي ويحط اللجو ويشتغل مقهى عادي فيه تحايل لهو بيقدم خدمة سياحية وبياخد مميزات المنشآة السياحية وفي نفس الوقت هو بر البطاقة الضريبية بتاعت المقهى فهو يعني يضحك على الدولة من ناحيتين عشان كده طلعنا الكلام ده لغينا التشريعات دي خلينا السياحة لأن الرابع بينظم فنادق وينظم منشآت فندقية رأيي يعني عشان بس باب خلفي لما هشرح لحضرتك المشروع المهم عشان ما أخش على مضمون المشروع كل وقف معنا وكل ادى الجرين لايت فيه واشتغلنا مع بعض في إعداءنا كده خلاص ده لغينا الأولاني وضفنا إليه الغاء اتنين تانين المحلات التجارية والملاهي وقلنا هنعمل التشار الموحدة اللي هو ده طيب لما دخلنا على ده كان طبعا قدام عينينا وهنا بقى جلسات الاستماع بتطلع لك حاجات طيب إحنا نفسه هيبقى يعني فلسفة اللي إحنا بنعمله ده ايه فاتفقنا إن إحنا واحد الفلسفة التبسيط والتيسير والتبسيط على المواطن في إجراءات استصدار رخصته أبسط المسائل إلى أقصى درجة أنا خدام المواطن مش هخليه يعاني لأن أحد الأمور اللي خليتنا نصل إن الحل الاستفنائية هي إن واحد يبقى معه رخصة والقاعدة إنه ما معهوش رخصة إن إجراءات الترخيص مغقدة مظبوط جدا فيسرنا الأمور مغزبوط جدا وهقول لك يسرنا إزاي اتنين طالما يسرنا فإحنا غلزنا العقوبة تمام حق ربنا أعا غلزنا أنا بسهل لك خدمتك غلزنا كل يطلب منك التزام وخلينا لأول مرة إن جوازية الحبس لمن يخالف تمام ودي بقى تحكم لك بقى أي بقى تحايل في المسألة طيب إجراءات التيسير واحد كنا وقعين جدا قلنا يا أخوان إحنا عندنا موروثات الدولة المصرية ورثة ورث فقيل هم فقيل القاعدة الكبيرة أن أنا عندي عمرات مخالفة فرحت حط في مواد الإصدار اديت مهلة أولا سنة للمحلات اللي هي عندها رخصة إن يعني توفق أو ضحى أو تستوفي شروطها وفقا لأحكام هذا القانون ثم العقارات اللي هي مخالفة من أساسه الحقيقة ادينا لها إن هي تحصل على تصريح مؤقت لأول مرة طالما إدى شهادة أن فيه سلامة هندسية بأن العقار سليم فكان يجي يقولك يعني انتهت أولا أنا مش هقنن العقار المخالف أنا ده كده ولا كده شغال وبالملايين أنا بديله تصريح مؤقت لغاية ما يتقنن العقار طيب هو أحمد اللي مقدم مشروع قانون تصاله على مخالفات المباني ولا الحكومة الحكومة هي اللي مقدمة إذن في اتجاه الدولة كان اتجاه رشيدا للتعامل مع وقعية هذا الموروث بغرض تحقيق واحد سلم مجتمعي اتنين موارد مالية في ان هي تقدم تشريعات وان تبدو انها تشريعات لمعالجة حالات استثنائية في المخالفة التعدي على قرض الدولة ده مخالفة طلعنا له 144 2017 لان انا في النهاية الدولة هي حكومة وبرلمان ومؤسسات كلنا منشتغل في اطار ان احنا نحافظ على هذا الشعب صحيح بقى عندنا امراض المجتمع الذي لا يواجه امراضه وهو مجتمع عادي انت من بساطة الشديد احمد بي ايه يا فكرة التعامل الرشيد مع الامر الواقع مع الامر الواقع بس يعني فكرة ان انا اغمض عناي وقول لا انا مش حافظ وبتاع ده كلام بتزيد بيزود المشكلة بيزود المشكلة فأدي ده في باب الايل التيسير الحقيقة سيد رئيس مجلس نواب المادة دي اخدت ديبيت كبير قوي 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 فهو راح كمان ادى لها مهلة ادى لهم مهلة خمس سنين يعني سقف خمس سنين بس ايه كتصريح مؤقت او اصدار قانون التصالع على مخالفات المبادئ ايهما اقرأ بالظبط كده تمام ممتاز ادي ده بند بند التاني الهيكل نفسه في لجنة عليا عشان ابعد عن كل التعقيدات اللي موجودة في الوحدات المحلية وللأسف ان في بعض الوحدات المحلية الموارد البشرية اللي فيها برضو غير مؤهلة فاتشكلت لجنة حاجة اسمها لجنة عليا اللجنة العليا بتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وبيضموا ستة او قادرين هيبعضوية ستة ويضموا ما يرونه يعني من الخبراء في احتياج ليه اللجنة دي لها اقتصاد هي اللي بتحط الشراطات العامة والشراطات الخاصة مركزيا وتبدأ تنقلها للوحدات المحلية للتطبيق اللي مركزي بقيت أنا عندي الستراتيجي والفيجن والدق والزي ما بقول الحضراء كده الشراطات العام والخاص اللجنة طب مين فيها بقى فيها كل الناس بقى اللي كانت بتخنق مع بعض حين يجيبها حين طيب في كل وحدة محلية هيبقى فيه مركز لاستصدار ترخيص المحال ده على بقى مستوى الوحدة المحلية نفسه طب فيه نقطة باس مهمة قبل ده يا عمد بيه دلوقتي الفلسفة انه القانون الجديد ده بيعمل على او قاعدته الاتاحة بنظام وفقا الاتاحة وفقا اجراءات قوانين اللي كان معمول بها سابقا كان المنع والاستثناء هو الاتاحة صح؟ يعني ما بين 840 ألف طلب اللي له وسطة واللي بيعرف فيها تحاير واللي بيعمر هو اللي بيعرف طريق الله فالعكس دلوقتي يقول اللي حاصل ان الاتاحة هو النظام صحيح بس وفقا للقواعد صحيح والاستثناء هو اللي ده انا هقول لحضرائك كمان حاجة يعني كمان في مجال الاتاحة اللي سيادتك تفضلت بياه بس اشهر حضرائك الاول مين الكينات اللي هتشتغل معه يبقى فيه لجنة عليا مركزية ثم فيه مراكز اصدار ترخيص دي غير مركزية طبعا ثم فيه حاجة اسمها مكاتب اعتماد اوكي ثم بقى فيه حاجة اسمها الترخيص بالاختار تامر بيه وده معمول بيه في كل دول عالم المحترم يعني تامر بيه هيفتح نشاط من الانشطة اللي اللجنة العليا حددتها ان دي ممكن ارخص لك بالاختار كويس فبيبعت للوحدة المحلية بعد ما يملى النموذج بتاعه application كل بياناته ويبعت لها الاختار ويفتح 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 خلال مدة معينة يجوا يعملوا المعينة بتاعته لقوه تمام يعدل ايه الراجل ده معه رخص لقوه عنده مشكلة فيه الكلام اللي هو عمله بيدوله فرصة يدوله فرصة بمدة معينة بساق انه هو يجيب البيانات بتاعه ممتاز ممتاز اللجنة العليا هي اللي بتحدد شكل المركز ده مركز الاصدار هيشتغل ازاي هو هيبقى برئاسة طبعا احد العاملين بالوحدات المحلية المختص بالموضوع ده هيبقى فيه ممثل من مديرية الامن ممثل من البيئة ممثل من حماية كل الجهات اللي احنا كنا باللف عليها كعب دايك طيب بخلاف فكرة الاتحال عليك اكدت انه هي الاساس في نقطة مهمة كمان هل النشاط في معايير لتحديده يعني الجهة دي او اللجنة او المركز او جهة الامدية هي اللي تقولك لا والله النشاط ده احنا مش عايزينه النشاط ده عايزينه الحي ده كفاية فيه كده مثلا مطاعم الحي ده فيه كفاية كده ملات صحيح طبعا طبعا هو الجهة الادارية هي اللي بتحدد فين يتفتح ايه وعلى ابعاد ايه وإلى آخره عشان كده انت لا 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 معلش اللي حاجة بتقوله طبعا اللي متفق عليه انه فينا انشطة بتتطلب موقع جغرافي معين مساحة من اقرب مش عارف ايه ما ينفعش مثلا تصريح ملها جنب مسجد فيها يعني ابجديات يعني ما كان من نوع النشاط يعني أنا هنا عايز افتح انا عندي ده عايز افتح مثلا معرض سيارات نعم اللي هي مشكلة كانت زمان قبل كده 99 في المهم معرض سيارات كانت ماشي شمال عايز افتح معرض سيارات فالحيي يقول لي لا والله فيه اربع معرض سيارات في الحي كفاية هل ده من حق الحي متهيالي دي سيبقى مفتوحة طالما انه معايير النشاط ده متاحة في المكان ده هو ده الكلام ان انت النهار ده انت مش هيبقى بقى زي ما هو موجود دلوقتي ان انت توضب وتجهز وتعمل للشغل وبعد كده لا ده انت من البداية زي ما بيقولوا اللي اقولوا شرط اخر نور صح من البداية الدنيا متاحة زي ما الرخصة متاحة المعلومات متاحة مظبوط مظبوط محلات قماش طب يسيني مليكش دعوة انا هخش وحكتسح الناس يقولوا انا كويس مليكش دعوة ده مكاني وسوئي فيه انشطة فيه انشطة لابد ان الاتاحة فيها والحرية فيها مش هتبقى عاملة مشاكل لكن فيه انشطة اخرى لابد ان هي الدولة بتتدخل فيها زي زي الصيدليات على مسافات فهيقولك انا اكتفيت لا هي هي تمشي العكس يعني لا عكس زي المحلات المقلبة لا مش قصدي الصيدليات مش مهم بقى اكتفيت هو المهم ان الحتة دي يبقى فيها الصيدليات بقى بتطمن انه في هذه المكان ما يفاقل لكن لو فيه شارع اربع سنة جانب ببعض انت حري لكن المهم الشارع اللي جانب ويبقى فيه شوف هولي سياتك حاجة المشروع ده ما يطلق عليه طبعا الفلسفة الهيلة اللي انتوا اتبعتوها تفتح هو قاعدة انا من انصار الاتاحة طول الوقت بس حط معيني اللي ما فيهاش غنسة عن الناس وخلاص اللي هي فعلا تضر المجتمع وتضر سلامة المجتمع هو ده اللي احنا مركزين عليه زي ما قلت الحضارك فيه انشطة هتلاقيها اللجنة العليا بالمناسبة الكلام الحضارك بتقوله ده القانون ما تناولهوش ده بالعكس ده اطلق مشي مع فلسفة سياتك اطلق الحرية للجنة العليا اللي فيها خبرة خبرة في المجال ده بس انا مش عايز تظلمات مش عايز طول الوقت يبقى هنا رفض واطلع تظلم للجنة العليا يعني مش عايز طول الوقت يبقى الأسهل عند المركز الاعتماد لاي عم رفض واطلع طول الوقت للتظلم مع هنا فكرة ما وجود لجنة عليا بتحدد اشتراطات عامة واشتراطات خاصة واحد تنتقل بيها الى مركز الاستصدار ثم فكرة مكاتب الاعتماد دي مكتب التعاملات ده ده هو الكونسلتنت استشاري مفهول راجل فاهم المسائل الكويس قوي العاملين فيه أنا طبعا مش عارف مقفولة ولا لا بس انا اصدي انه مش عايز اعمل باب يخلق مشاكل تاني ما الناس يقولك لا الحكومة متعنتة في انها مش عايزاني افتح النشاط ده اصلا اقول لي سياتح انا النهاردة ولو انتو كل الليلة دي عشان المقاهي نتكلم فيها حلها سهلة على فكرة لو قصة دي كلها لا خالص الاولاني كان كده انتشار المقاهي التعديل الاولاني ترثمية حد السبعين كان عشان قصة المقاهي لكن ده مش كده خالص ده بيتعامل مع الملاهي ده بصراحة انا عامل مع السيرك يعني انا هدي لسيادتك التوصيف بتاع يعني لو تسمح لي فضل الديفنشم بتاع المحل العام لان ما انت لغيت بقى ايه محل عام والمحل التجارية والملاهي كل منشأة لا تعد سياحية او فندقية او صناعية تستخدم من بشرة اي عمل من الاعمال التجارية او الحرفية او لتقديم الخدمات او التسلية او الترفيه او الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق ربح وذلك سواء كانت منشأة من البناء او الخشب او الالواح المعدنية او الخيام او اي مادة او اي مادة بناء اخرى كانت في ارض فضاء او في العائمات او في اي وسيلة من وسائلنا اي حاجة غير بيوت يعني خلاص وضحك يعني فهو حلو لكن عايز ارجع لحضرك لان اصرت حضرك برضو كالعادة بتفتح موضوعات اهمة انا النهاردة كرئيس وحدة محليكة كرئيس حي كمخطط يهمني ان يبقى عندي صيدلية محل مطعم سوبر ماركت اللي هي الخدمات اللي هي بتتيح للمواطن ويبقاعد بشكل يعني طيب ده توفر والحي اكتفى ماشي والحي اي انا بسنا عندي طب بس اكام 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 وفقا 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 للمنظور والعقلية التخطيطية ماشي ما بتكلمش في الناحية الاقتصادية اه طيب فيه واحد تاني عايز يعمل مطعم طب هو المطعم ده مش محتاج باركينج يعني الانشطة التي تستجلب كثير من الترافك عليها وصلنا يا رئيس للمربط الفرس انه في النهاية انا كرئيس حي او كبقى لجنة دلوقتي او مركز اعتماد او مركز ترخيص ما ليش علاقة بان انا اقولك اه او لا على نوع النشاط المهم ان النشاط اللي انت هتعملوه ده ما يأثرش ما يسبب ليش مشكلة هو ده هتتبلي مطعم هتقولي عايزة افتح مطعم هقولك تمام المطعم ده عدد كراسيفين هتفرش على الشارع ولا هتفرش على الشارع انا اسف هتشغل رصيف وهي دي بقى الناس اللي هيجي لك كم ترابيزة خمسين ترابيزة يعني على الاقل في عشر عربيات برا هتركينهم فين هقول لي واحدين ثلاثة اقول له سلام عليكم شكرا وهي دي اللي نقلتنا صحي ريس هوا كده احنا مطعم وده اللي انا تحفظي في الاول ان اقول له لا كفاية مطعم انا مش منحاق اقول له كفاية مطعم لا هو مش منحاق يقول له اي حاجة لانه هتبقى كل حاجة موجودة ومعلنة وفقا للاشتراطات اللي يعني الاكتهاد فهذه المسألة تامر بيه لا على فكرة احنا فينا وصفين نقطة اتفاق ان هي الفكرة ان الحكومة او الحي لا يتدخل في رفض او الموافقة على نوع نشاط بسبب الاكتفاء او عدم الاكتفاء هي القصة مطابق للمعايير ام غير مطابق اه هو ده بس صحي كده بس مطابق للمعايير استنادا لمعاقص انا عايز بي اوصل لك حاجة انت ان واحد من المعايير هي فكرة العدد والكفاية الكفاية التي تتصق مع النسق الحضاري والعمراني للوحدة دي عشان ما نلاقيش نفسنا بعد خمس سنين او عشر سنين من انشاء الحي نفسه ايوه يعني نلاقي ان نارده الشيخ زايد مثلا او اكتوبر او التجمع او المدن اللي احنا بنقول انها الى حد كبير منضبطة ان التشريع ده هو تيمنع موضوع الاكتفاء فتلاقي انت عارف احنا برضو سحبت سحبت اه وصبور طيب القصة عشان الوقت اخيرا قصة المقاهي انا في رأي كمان انها قصة سهلة والحكومة او الحقيقة كانت متعنتة مع الناس في فكرة المقاهي دي جزء منها كان بسبب اللي هو بعض المواطنين اللي بينزعجوا من وجود مقاهي في بيوتهم او تحت بيوتهم عشان الدخان بتاع الشيشة والدوشة ومش عارف كده رقم اتنين وده الاهم من وجهة نظري انه انت بتتعامل على انه مصر او القاهرة تحديدا هي العاصمة التي لا تنام حلو بس هي لا تنام لمين انا في رأي المتواضع خدوا كلمة دربوا البحر يعني ان هي قاهرة العاصمة التي لا تنام بالنسبة للسياح لكن اما بالنسبة للشباب الذي لا ينام ده خراب يعني الشاب المصري انا بقولك والشاب المصري اللي قاعد بيشايش على القهوة الساعة ت bearing صبح تعرف ان فيه مصيبة هنا والشاب اللي قاعد على القهوة مش عام ايه مع ولاده ومش عام ومش عام ايه تعرف ان فيه مصيبة هنا ليه لان دول لا فيه مدرسة ولا جامعة ولا شغل الصبح فتعرف ان فيه عطالة بطالة هنا فيه مشكلة في كذا فانا عايز الاماكن المتاحة تبقى للسياح اللي هي الأراكل التي تقدم لكن كافي في مدينة نصر يقعد الأربعة الصبحين صحيح جالي طلب أحاطة مقدم من سيادة النائب المحترم سمير البطيخي بخصوص تحديد مواعيد للإضافة وصريعا أرجوك رأسيك وقدمنا دقيقة فاقف ما عليش أنا أسف الطبيعي أنت إيه هتقفل واحد بيقولك زي ما حضاك بتقول كده ونحدد لما بتخش في المناقشات المستفيدة تلاقي أن في وجهات نظر أخرى تتعلق بنسبة البطالة تتعلق بالمناطق الشعبية كثيفة السكان لا أن الأسرة فيها خمسة وستة وسبعة وقاعدين في قطين أو قوضة أيها ليس بيش بدلهم القهوة صحيح يعني مش ينفع في دقيقة أشرح لك الموضوع ولكن نخرج من الكلام ده إيه واحد في هذا التشريع أن اللجنة العليا أو مركز الإصدار لما يجي يطلع الرخصة للنشاط هيحدد له مواعيد تشغيل المحل والإغلاق في الرخصة نفسها في الرخصة كده مردي مبروك مبروك أنا كده مردي كده وتعشت الأمر الثاني بقى لا يمكن نحن نطبق مسألة الفتح والإغلاق بإطلاق مطلق يعني بقيد مطلق على عموم الجمهورية في مناطق ووحدات محلية الريف غير الحضر الحضر مدينة نصر غير لا أنا معاك برضو بفكرة تثبت البطالة العالية اللي عندنا وخصوصا عند الشباب شوية دي تقلقك لأن أنت كل ما تقفل لهم ما قاعد تفتع غرزة قدامها جديدة هيدور على غرزة لكن هنقفل نعم؟ آه يعني هنواجه إن شاء الله بس براحة إن شاء الله واحدة واحدة بإذن الله شرفتني ونورتني ودايما بسعد بحواري مع حضرتك شرفت بحضرتك شرفت بحضرتك شرفت بحضرتك هذا البرنامج برعاية عفوا لقد نفذ رسيدكم اشحن وتشبرأ بقى كيس إريال وداي وميجا بايتس أو اشتري إريال وهتلاقي في كيس استيكر على كود بيكسب دقائي وميجا بايتس والاتنين بيكسبوا دهب ودافون وإريال ارغي بغسلة رغي بشحنة في الساعة دي افتكر طفل أو ست أو رفع آه هو يعني إيه؟ في حاجة اسمها جذاب في الطب يعني إنه البشرة تبقى جذابة طبيا طيب بصي خلينا نقول حاجتين فيه الوش على بعضه جذاب أو الشكل لماذا نقول الوش؟ الشكل على بعضه جذاب في الساعة والشكل على بعضه جذاب في الراجل وده غير ده خالص وفيه الشعر جذاب البشرة جذابة الجسم جذاب هنتكلم الأول على الشكل على بعضه وبعدين نقسمهم لو جينا نقول الست دي شكلها أتراكتف أتراكتف اللي هو جذابة يعني إيه؟ مش شرط تكون صريخة الجمال لكن فيها حاجة بتخليكي عايزة تفضلي بصص الله أو الراجل ده أو الممثل ده جذاب البرامترز أو النسب بتختلف خالص عكس بعضة تماما الراجل على الساعة يعني إيه؟ يعني لو جيت أقول الراجل الأول الراجل علشان يبقى شكله جذاب لو هنتكلم في نص الوش الفقاني أو التلت الفقاني لو حاجبه ستريت كده يبقى شكله هنا جذاب لو حاجبه واخد قرش يبقى مش جذاب فاهميني؟ لو حاجبه واخد قرش يبقى شكله مش جذاب لو حاجبه ستريت يبقى جذاب يعني إيه ستريت؟ يعني البداية والنهاية والنص على نفس الخط البداية والنهاية والنص على نفس الخط ده بالنسبة لنا طبعا حوالين العين ده مش حيفرق راجل عن ست الجاذبية تأتي أساسا من المنطقة دينام رواحد في الراجل وفي الست ففي الراجل المفروض زي ما بقولك دي تكون خط مستقيم ما يكونش فيه هالات سودة تحت العين ما يكونش الأبر آي ليد الجفن من فوق بافي يعني مورم شوية ما يكونش فيه لون أسود أو جيوب تحت عينه تمام نيجي بقى للخدود ما يكونش فيه هنا عالي وهنا قليل يعني ايه يعني يكون وشه نازل التشيك والدقن مع بعض مربع نازل كده مربع وخطوط مستقيمة ده ينزل مربع وده ينزل خط مستقيم مسلس تمام ده كيف يكون الشكل بتاع الراجل جزاب لو حنتكلم على شفيفه ما بتلعبش دور كبير في جاذبية الرجل اللي بيلعب الدور الأكبر اللي عين نزلت الوش ان العرض هنا في المنطقة دي تبقى قد العرض هنا لو الفك مش عريض كفاية في الراجل ده بيقلل جاذبيته جدا تفقنا؟ ادقن الرجالي من خصائصها الجزابة ان يبقى ادقن فيه خط مستقيم هنا شوية ما يبقاش ببوزة يبقى فيه خط مستقيم شوية دي يعني خلق ربنا يقول لها خلق ربنا انا بقولك ايه اللي بيخلينا نقول الراجل ده جزاب فهمتي قصدي؟ عكس ذلك بقى في المرأة واحنا لو عملنا فوكس على وش دعاء من فضلكم لا انا عايزة فوكس على وش دعاء لان وشها في مناين جزاب لا لا بصي سنتر لي وشها من هنا الهنا بليز اصلح اقولك ليه انتي وشك اقدر ادرس عليه يعني ايه وش جزاب اللهم صلي وسلم وبرك على رسول الله الله اكبر وبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله لو جينا على الحاجب عكس الرجل فيه رفعة بسيطة او قرش بسيط خفيف خلي بالك اللي بيرسمه تاتو او اللي بيعمله بوتوكس ويخله القرش كبير قوي هنا ده مش عايزة اقول عليها شيطيني شوية لكن الرفعة الخفيفة اللي عندك في التلت الاخراني محببة ومظبوطة نيجي على تحت العين وفوق ما عندكيش اللهم مبارك اللهم صلي وسلم مبارك على رسول الله ما شاء الله انا بقوله هو كذا مرة انه ما عندكيش الحفرة او الباج اللي تحت العين يعني لا انتي محتاجة فلر ولا انتي محتاجة اي حاجة غير كلمة انتي بس عملي كلمات تحت عينك تستخدمي ايه قليكيش بقى دكتورة طهرال هي طبق ليه تبق ليه هتستخدمي ايه جبت سيكاليا بالم ده السيكاليا بالم ده مرتب للبشرة فضية للبشرة فضية وتحت العين جبت ايزيس لايت ايز ايزيس لايت ايز انا حسيت انه هو عامل زي يعني انا بسأل الدكتورة هو بيشد ليه الوش اه اه يعني مش مش كريم مرتب يعني فيه فرق انا طبعا كنت فاكرة ان كل الكريمات بيضى كده ده طلع شفاف كده الازيس لايت ايز ده شفاف ايه وبحس ان انا شدت عيني يعني بحس شكلك النهاردة يعني اللهم بقاني فترة بحطوهم ماشي مع السيم بتاع الاسم الحلقة اللي هو الست اللي شكلاها اتراكتف واو لان يعني فيه ناس كثيرة قوي بتعتقد ان ارتداء الحجاب بيقلل من الاتراكتفنس بالعكس هو لو انت شكلك سيمبل مع الحجاب بيبقى شكلك فاري اتراكتف فخليني اكمل على وشك معلش كم حاجة معلش ما ليش دعوة ما ليش دعوة عشان نخلت الشيء انا بقول الحقيقة عشان انها هي لا انا بكلمت بالوضع وانا ست المريضة قدام الدكتورة يدرس عليكي البرامترز بتاعة الاتراكتفنس اللي هي النقاط اللي تخلي شكل الوش اتراكتف عندك هنا هايت شيكبون مرفوع وعندك بقى اكتر حتة تحت عندك البوزة دي بوزة كنت لسه من شوية بقولك ايه بقولك الراجل تبقى دي مربع عنده صح او مستطيلة او قلم خط كل مكانة الست عارفة جمال نانسي عجرم ده 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 نومي احنا اخدين كلنا ده ده انا جميلة هي ده انا ماما دي بقى عندك عارفة نانسي عجرم جمالها خدود مرفوعة وتلاقي هنا اللي تشن لها بوزة سنة يا صلاة المبئة اه شفتي شفتي نقصك 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 تطشاية معلش مزاعلش من يعني بس نقصك تطشاية صغيرة جدا في الشفة نقصك تطشاية صغيرة جدا في الشفة خلي بالك انا شخصية يعني انا ما بكتبش ايه عشان ما حصل لها ايه شفة البرامترز الشفة عندك هي الحتة الوحيدة اللي في الوش مش فولي اتراكتف نقصك تطشاية صغنانة وامر لا انت شفة كلمة ويعودوا يقنعوا الناس يعودوا يخطوا هم من النمى ومسانفين الشفة الفقنية عندك عايزة تطشاية دعا عايزة تطش تطش صغيرة بقية برامترز وشك ومقساتها احنا المفروض من مقسات الجمال بصي بصي عملي ايدك كده التلت ده ايوه قد التلت ده ننزلي ننزلي ما تحركيش ايدك ايوه ايوه ننزلي ايوه قد التلت ده بصي المقسات عندك بصي يا بنتي انا بقولك المقسات عندك اللهم صلي وسلم بارك على رسول الله تدرس خلاص فده الفرق ده بالنسبة للمقسات خلاص اما بالنسبة لإيه اللي يخلي بقى البشرة اللي هو السؤال الثاني بتاعك طب واحدة مقساتها مش مزبوطة تعمل اي يعني تروح في المقسات بصي المقساتهم مش مزبوطة المقساتهم مش مزبوطة لو الفرق جامد قوي يعني فيه ناس بنتطر ان احنا نحقن لها مثلا نعمل لها فيه ناس بنات كتير قوية بنتي دقناها رجالي وهم مش وقدة بالهم هي بتيجي تبقى مش فاهمة تقولي دكتورة طهرة عايزة شكل يبقى أحلى أبص ألاقي لدقنا دي كده فيه قلم خط زي ما تكوني مستطيلة زيادة عن اللزوم المفروض ان انا كل ما عملك بوزة في الدق كل ما كان أحلى بنعملها بالفلر وبيعيش أكتر من سنة جميلة جدا النسب النسب دي مهمة انت سأل الشيوخ في القصة دي ايه اه طبعا قبل ما اشتغل خالص عارفة قبل ما اشتغل أصلك انك انت تساعدي واحدة انك تضفلها تطش جمال خفيف ده من حقك تماما لو النية والغرض من عمل التجميل نية سيئة عندها هي ده يخصها هي لو انا كدكتورة علمت بالنية بتاعتها السيئة ومشي معها يبقى ده برضو هيخصني كزنب عرفتي قزيب فلا سألت كتير طبعا لان احنا ما بنعملش تشينجز احنا بنضيف تطشات جمال بتريح نفسيا جدا انت متخيلة مع الصحوة اللي حصلة في التجميل والانستجرام والصور اللي بتتحط كل يوم كم الناس الستات اللي بيبيعوا ذهابهم والله ويجولي العيادة ومرضش ابدا احقن لهم ساعة تقول لهم تعالي معي مؤتمر مجانة كتير لان الصحوة في ان شكلك يبقى اتراكتف بقت اوفر عند الناس ومقفورة انا ما بقولش ان احنا نبقى اوفر لكن في بيزيكس اساسية لو احنا وشنا بيفتقدها لازم نفكر نصلاح هزين بقولك اللغد دي من العلامات اللي هي بتبقى شكلها فعلا طيب اللغد ده تخن ولازم تخس فيه تخن فيه تخن وفيه مش تخن فيه طبيعة ساعتها بعمل لها حقن تدويب دهون وبشد بجهاز ريديو فريكنسي فهمت قصدي فنيجي هو حتى السن ويعني دي حاجة من ضمن الحاجات برضو اللي كنت عايزة اسألها لحضرتك انه السن بيبان اكتر في الرأة يعني مش بس في البشرة صح انه يعني ممكن تبقى واحدة والشاحل وتلاقي رقابتها صح وتبقى محجبة بس ايه عايزة تبقى في البيت قدام جوزها والادين طبعا يعني رقابتها او نفسيا حتى لنفسها صح انها تبص في المرأة ما تحسش انها عجزة صح فيه حل الموضوع الرقابة ده اه بصي اولا ما ننساش واحنا بنحط كريمات المرطبة زي سيكاليا بالمو زي كريمات اللي ضد التجعيد فيه يستيال انتي ايجينج فيه حاجات هتنزل قريب في الماركت قوية جدا هقولك عليها ان شاء الله بإذن الله في خلال اسبوعين كأنتي ايجين كريمز فيه حاليا في الماركت يمكن ايزوفيل سيرم من الحاجات اللي هي بتنشط الكلاجين بتنشط الكلاجين في الوش تنشط الكلاجين في الرقابة احنا دايما بننسى ايزوفيل سيرم ده للتجعيد للفوق الخمسة ورقب ده للتجعيد لكل الأعمار فوق خمسة وثلاثة بالضبط ونحط بعدها المرتب ايه ده ده الاول وبعد كده السيكاليا السيكاليا ده مرتب بصي لو استعملتي السيكاليا بولم وانتي صغيرة جدا وباستمرار في الشتاء عند جميع الأعمار مرتين تلاتة في اليوم مش عايزة اوصف لك انتي بتغزي هو السيكاليا بولم ده مرتب للبشرة الحساسة للبشرة اللي مش حساسة للبشرة اللي فيها تجعيد لكل المرتب احنا بنحتاجه في الوش في الركب في الكعام في الجسم كله يعني السيكاليا بولم ده يتحط في الجسم كله رهيب رهيب عارفة لو انتي بتهرشي عارفة لو انتي بتهرشي عندك هرشي في زد في ناس عارفة فهمي بيجيلها هرشي في الشتاء كتير نتيجة الدراينس والصوف اللي بيلبسوه والصوف اللي بلبسوه السيكاليا بولم بكمية كبيرة بيعمل فرق غير طبيعي بس على الجسم كله معه قرص فيتامين اي وهو كبير جدا على فكرة انتي قلت على فكرة ان انتي قلت على فكرة هو سعره مش الغالي الفوضيع بس كمان هو كبير قوي تعالي بقى هقولك انا بحط بانه انا بنتي بقالي شهرين ونص ولسه مخلصش اه 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 ايوه 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 وعايز اقولك مرتب رهيب عايز اقولك بقى ان من اكتر الحاجات اللي بتخلي البشرة شكلها اتراكتف اللون الموحد صح ولا غلط يعني ايه يعني ان وشك يبقى لون واحد يعني احنا قبل ما بنتلع على التليفزيون يوجوالي معظم الناس بتحط فانديتها فانديشن عشان ايه عشان ما يبقاش فيه سوات تحت عنيها الحيطة اللي هنا دي تبقى صمرة مش كده اه تمام ده معناها ان من اهم ميزات الجمال ان وشي يبقى لون واحد لون واحد صح والله غلط وشي بيبقى لون واحد تكلمي بقى على فيه سكشن كده اسمه يونيتونات كريم اسمه يونيتون يوني يعني موحد ايوه صح تون يعني لون او درجة يونيتون في يونيتون ده بتاع ايه بقى ده ده كريمات تفتيح آمنة يونيتون ريفيل يونيتون ادفانسد تفتيح بمعنى ايه بقى فهميني بصي يعني السمرة تبيض لا هقولك على حاجة يعني فهميني لا 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 السمرة بصي واللو الشعيب انظر لا انتي عندنا مشكلة ان احنا في بلد مشمسة الى اقصى درجة حتى في عز الشتاء يوجول لو انتي وقفة في شمس جمدة حتى لو رفت لقى سخنة يوم الجمعة الجاية وتيجي معايا انتي تنعى نفس اطلع والله اطلعك شنعين السخنة دي بقى لي ايجز لاحظ مش لاحق ايام لأي حاجة معا فقصدي اقولك ان احنا لو طلعنا العين السخنة يوجول في عز الشتاء حتى الشمس جمدة جدا عشان كده يا جماعة حتى في عز الشتاء يوفي بلوك فلويد يوفي بلوك فلويد يوفي بلوك فلويد عند الخروج للشمس ويس تعالي بقى المغرب حطيلي يونيتون رجين ده سان بلوك حتى في عز احنا في يناير لو طلعنا اماكن زي الغرداء او العين السخنة اجازة نص السنة جاية محدش يطلع مكان من غير ما يحط اليوفي بلوك فلويد كل ساعتين مناسب لكل البشرة وده قبل ولا بعد المرتب لا احنا بنحط المرتب الاول ثم كريم الشمس خلاص لكن اللي انا عايزة اقوله بقى الكريمات اليونيتونات توحيد لون البشرة من اهم الاساسيات اللي بتخلي شكلك اتراكتف صح ولا غلط وبالتالي اول ستاب في حط الميكب بتوحدي لون البشرة الاول ولا لا يبقى اذا ان انا اخد بشرة ناتشرل من غير فوندتان من غير فونديشن ان انا في يونيتون ريفيل ويونيتون ادفانسد على حسب الحالة وفي عادات سيئة بنت ستين عايزين نمنعها زي شايف الحركة دي يا الله بتصمع يا جماعة بتبقى قعدة البنت وبيعملوها كم من البنات بيجولي عندهم هنا هالة سودة كده مش بس بقت هالات سودة تحت العين بقيت اشوفها بطريقة مريعة الناس اللي بتعمل ازالة شعر مش بالليزر في وشها الناس اللي بتعمل تشئير وتطلع في الشمس اللي وش بيبقى صح ارجوكم من اهم علامات الجاذبية طب التشئير يعملو التشئير وبعدين لا ما نطلعش يومين تلاتة في الشمس وما نحطش بارفن يومين تلاتة ايه اه في الشمس الجامدة لا مش ما نخرجش من بيتنا اه بس ما نطلعش طب يعني ما تعملش التشئير وتحط سام بلوك وتطلع في الشمس تتشمس تطلع العين السخنة نو تطلع على الغرداء ده دي درجة البنات قبل ما تخرج قبل ما تروح المصي قبل ما تتقوم على طول تشئير عشان كده والتشئير قبل ما تنزل على طول عزالة الشعر بالليزر في الحالات اللي زي كده مفيدة الى اقصى درجة الفكرة كلها ان انا اخلي شكلي اكثر اونوسة بالحقن او ان انا اخلي شكلي اكثر رجولة بالحقن دي فكرة لطيفة جدا يعني عندك الست زي ان بقولك الشارب انجلز ان انا الاقي عند الست هنا عالي وهنا قليل في بنات عندهم هنا عالي وهنا عالي يعني يوشهم نازل مربع اللي يوشها نازل مربع دي 50% ل60% من البنات دي بيبقى عندهم هنا العضلة دي قوية اوفر لما بعملها بالبوتوكس بخلي الوش يبقى ارفع بكتير من تحت بدي له اوفل شيب اه بنا بنعمله ماينفخهاش البوتوكس ماينفخش البوتوكس بيهدي العضلة في ناس كتيرة جدا عندها اللي هولك نقولك مصدغة من هنا تلاقيها عريضة دول والاشارب كمان يتلبس يقوم نطط يقوم نطط بالضبط دي هي تبص قدام المراية وتجزي سننها بصي كده تعمل كده وتجزي سننها اهي لو لقت ان ده فات تروح تعمل جين لو لقت ان دي عضلة بتنقبط تحتها تجزي على سننها كده لقت ان دي عضلة بتنقبط تحت ايدها لا لو عملت بوتوكس فيها كل اربع شهور مرة تقريبا مش عايزة اوصفرك بيحسل كنتورينج بنقدر زي الميكاب كنتور تعرفة فيه طريقة في الميكاب لما تحطيه بطريقة معينة يخلي وشك قرفة مش كده زي الميكاب هنا بقى بعمل كنتور وانتي غسلة وشك من غير بقى ميكاب ان انا بروح مقللالك ده من هنا بالبوتوكس طبعا بالنسبة للرجالة العكس ان فيه رجالة عندهم الوش نازل عيدة بيضاوي دول تحسي ان شكلهم فيه اونوسة شوية او بيبي فيس فهمتي تلاقي دايما في الممثلين دول ما يطلعهمش في ادوار الشر او الادوار السيريس او واحد طلع ينتقم من مراته استحالة فهمها لا يمكن تلاقي وشه من تحت اوفل وتلاقي دي فيها بوزة استحالة يعني لا ينزل يخوف مراته يروح يوم حالة لا او يزيد انتي عارفة الموضة اللي طلعت ان الدقن كمان يتعامل فيه يبقى بيفد يعني ايه بيفد يعني يبقى فيه نغزة من هنا اللي هي طبع الحسن طبع الحسن دي استطلعت اكتر في الرجالة فاحنا بالفلر بنعملها احنا بالفلر بنعملها ولكن بصي دي موقع الشهير زبط الدنيا دي خبس او انا الحنتفى بصي انا الحنتفى الاوفر دي ما ببقاش محبزها قوي الا لو اللي جاتلي او اللي جالي صمم هو عليها يعني انا ما باعرضهاش انا اكتر حاجة بعرضها على الناس افر بروتوكول الكريمات المحترم بالنسبة لي اساسي في كل الاجس بروتوكول جامل كريم المرتب زي السيكاليا بولم كريم الشمس الحاجات دي تفرق ايه لو واحدة بتحط كريمات البروتوكول ده واحدة ما بتحطهاش تفرق ايه اقولك تفرق ايه بمنتصر اذا بشرتها جافة وعادية هتفرق السماء من الارض لانها هتعجز متأخر اذا بشرتها دهنية اذا بشرتها دهنية المرتب مش هيفرق كتير لكن كريم الشمس هيفرق جامد جدا وكريم التفتيح يعجزوا قبل اللي بشرتهم دهنية بيعجزوا بدري قوي اللي بشرتهم جافة واللي بشرتهم حساسة بيعجزوا اكتر بكتير الكل اللي بشرتها دهنية يتعجز متأخر لكن جايز تبقع بدري جايز هي حر على حسب يعني اتعرضت لإيه ولون درجة وشها إيه عشان كده بقولك إيه كريم اليونيتون ريفيل ده كورس كده أنا بكتبه للناس 13 شهر في السنة بعد المصيف لازم أساسي بكتبه للإيد وللرقبة طب البنات اللي بيحبوا ياخدوا تا كرسة بقى ما هو بصي هقولك على حاجة بصي لشكل وش مامتك وباباك أو عمتك أو خلتك لو أنتوا من الناس اللي تلاقي مامتك أو باباك أو عيلتكم وشوش هنبقع يبقى أنتوا يا بنتي مهما عملتي مهما أنا عملتي يوم ما هتسمري هتبقعي لأن ده بيبقى جيناب يعني بقع ولا نمش لأ أم بكلم على البقع بالذات خلاص النمش ممكن بنعمله بالليزر على فكرة لو مش أوفر بيبقى شكله أتراكتف وبيبقى شكله جد فخليني بس قبل ما نختم أقول للناس أن علشان شكلي يبقى جذاب لازم أفكر الأول أن ما يبقاش عندي حاجات عيوب واضحة في الوش يعني إيه عيوب واضحة؟ هالات سودا فهم قصدي طبعا نسب نسب مش مظبوطة قوي في ناس تحطوا كده حطوا قديكو كده وشوفوا في ناس بتلاقي مفيش دق الناس اللي هو الشهم طيول قوي عارفة بنعرضه إزاي نتديله عرض بالفلر اللي هنا فخليني أقول للناس أن إحنا بروتوكول الغسول الصح بروتوكول الكريم اللي تحت العين زي بروتوكول كريم الشمس المرتب سيكاليا بولم البروتوكولات دي لما نحافظ عليها بصفة ديني يومي 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 ما ينفعش مش هيجيبه نتيجة قوي لو المصيبة حصلت قلص عرفتي قصدي لكن لو التجعيد في بدايتها أو لو الهالات السودة في بدايتها لا بيجيبه فرق حلوة جميل دكتورة طهرة لحيطة أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل منوران يا دكتورة بشكرك شكرا جزيلا بشكركم مشاهدين على حصن المتابعة شوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم هذا البرنامج برعاية شكرا جزيلا شكرا جزيلا اما جبت أماني بعد من ولد بسنة قالت لي عندها سكمة خرم كده في القلب الدكتور قال لي دي انت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه الله ما فيش فلوس هنعمل اي يعني هدودلنا معادل العملية ما كلفونش أي قرش والله من جيل الناس المبراعي الدولة عملوا خير كبير مش فيه الواحدة في ناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت إيه؟ شفتوا فلسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع أقف القرية فقيرة في الصعيد اتصل بي 19-4-55 ياصلك من دبنا لحظات ضعف الإنسان هي لحظات غالية جداً عند ربنا هي لحظات بيرجع فيها الإنسان لحجمه الحقيقي يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله اللحظات دي بيكون فيها ربنا قريب جداً من العبد برحمته وهي على فكرة لحظات الضعف دي لحظات ثواب يعني يؤشر العبد على ضعفه أمام ربنا سبحانه وتعالى ومن لحظات الضعف دي لحظات البكاء لحظة انفعال المشاعر والقلب حتى لا يملك الإنسان نفسه فتفيد عينه بالدموع سواء كانت دموع الفرحة أو الحزن أو من خشية الله أو دموع شوق إلى الله كان محمد بن المنكدر شيخ الإمام مالك إذا بكى مسح وجهه ولحيته بالدموع وكان يقول بلغنا أن النار لا تأكل موضعاً مسته الدموع وفلفت رحيمة من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بكى يوم وفاة ابنه إبراهيم رفعوا لي كده قبله وشمه ثم بكى فقال عبادة ابن الصامت صحابي كان واقف جنب النبي ما هذا يا رسول الله كأنه عايز يفهم نوع الدموع دي فقال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء كأن هذا الموضع موضع دمعة حزن على من فقد عزيز رغم أن فيه ثبات لكن الدمعة نزل على الخد هذه الدمعة دمعة الحب دي سترحم بسببها في الدنيا والآخرة دمعتك غالية مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشوفك وانت بتسمع كتابه بيطلى فجسمك يأشعر والدمع إلا وتكون انت عنده في منزل عالية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فاكر حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم السيدة عائشة صحيت ما لقيتوش جنبها فحسست بإيديها كده فرأت قدماه منصوبتان ساجد يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قالت فبكى حتى بلى لحيته ثم بكى حتى بلى حجره ثم بكى حتى بلى الأرض دموع النبي حب على شوق على حزن حزن على الناس اللي بترفض الدعوة رغم فضل ربنا أنهم ما خلاهم من جيران النبي عليه الصلاة وسام ده حال النبي وده حالك حالك يوم ما تنزلك دموع الفرحة وأنت بتشكر ربنا وبتحمده على نعمة القلب من إدراك الفرحة ربنا لم يتمالك فبكت العين وربنا مطلع على قلبك الفرحان الحامد فهو يعلم السر وأخفى أقول لك على حاجة ما تمنعش دموع الحزن لأن حبس دموع الحزن ليس من الإيمان مدن مش بطلط ومتسرخ دموعك دي غالية على ربنا سبحانه وتعالى وأقول لك كمان أكثر من الاستغفار اللي بيمسح عن القلب قسوة الذنوب فيصير الإنسان مرهى في الحس حاضر الدمعة فيرحم بهذه الدموع الغالية وحاجة كمان ثالثة أكثر من الدعاء بأن ترزق عينا باكية من خشية الله كان الصالحين زمان يستعيذون من عين لا تدمع دمعتك غالية سواء كان دمعة حزن أو دمعة فرحة أو دمعة شوق إلى الله سبحانه وتعالى اتطمن مشاعرك الله عليم بيها ودمعتك غالية فاللهم يا رب أبكي عيوننا من خشيتك ورق قلوبنا لحبك وعلمنا علما نافعا وحسن أخلاقنا مع الناس ترجمة نانسي قنقر 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 اهلا مرحبا وانت يعني وريهام انت ودنين ما شاء الله في بينكو كتير جدا من الحاجات المشتركة في الخير جدا محمد لله فحبين ان احنا وانا عارف انك انت كمان مقل جدا في ظهورك الاعلان بس اقلوا ليه استاذ عمري وانتي ما بتظهريش خالص واضح انه انا عاكم الظهور اساسا لا والله ده اشعة اقلق انا الناس كل الناس بتقول لي كده انت مان يعني هم ليه وانا مش عارب ايه يا جماعة وانا المالحة مهما هو قدامك وانا انا من زمان جدا من اول ما بدأت امثل وانا مقلة في ظهور يعني ما بظهرش كتير انتي بحب بس وش هو اللي مانعي لان انا كنت بحب يعني بحب امثل واخرنا وحبتي بس لا 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 وليلي ما انا اجب من الشغل شعب وغرضة العيال اللي مانعينها من الشغل يعني بصراحة شديد العيال لما خلفنا ما بقاش في وقت ليا يعني انا نفسي يعني عايزة مش اتشتغل معايا شوية اخدوا اخدوا اغلب الوقت انا عايز بس ارجع عليكم لطفولتكم انتو اتنين يمكن ناجد في الطفولة حاجات مشتركة يعني ممكن للسؤال ده انتو مسألتوش لبعض يعني ممكن ايه تلاقيه احبك وانت حبتيه وجوزته بعض لكن عمرك مسألتيه اهو سألك ايه اللي كان بينكم في الطفولة مشتركة فممكن اسمع من كل واحد فيكم طفولتو كان شكلها ايه عشان اقدر احكم كده والناس تحكم ايه الحاجات المشتركة بينكم ممكن شريف يبدأ بك انا كالطفولتي سرية جدا يعني انا بشوف ان طفولتي انا بحمد ربنا عليها لان انا كالطفولتي غنية جدا كان عندي مشاريع طول الوقت فنية ومشاريع بعمل مسرح في البيت واعزم كبار المخرجين واصدقاء طبعا عائلتي كان بني بقى في حفلة اعمل مسرحية تأليفي واخراجي وبطولتي وكل حاجة انا حتى ببيع الشوكولاتات في الكانتين بتاعها والله جد وببني المسرح والسطارة واقعد اعمل مسرحيات وارسم الافيش لاننا خريج فنون جميلة فارسم الافيش وحط نفسي كبير جدا وصحابي بالاجبار صغيرين جدا واكتب شريف رمزي فيه واعزم ناس بقى حسين كمال ونسأة عظماء كانوا بيديو تفرجوا على المسرحية بتاعتي حقيقة ان انا طفل طبعا هم مش جايين ليوم جايين لأهلي كزيارة وانا ببقى ايه بعمل مسرحي بتاعتي فكنت طول الوقت مشغول بدا ومشاريع فنية محل تجاري كنت بعمله في العجم في الصيف دايما ابيع فيه حاجات انا بعملها طول الشتاء لوحات فنية برسمها بعمل مراكب بالخشب طول الوقت انا عندي حاجات كتير جدا فما كنتش لقي وقت ان انا نحارف كان نفسك تطلع ايه كان نفسك تطلع ممثل من اول ثانية يعني وانت صغير كده اقولك حبيبي نفسك تطلع ايه ممثل وكاتل مدارسة في الفصل تدخل الناس تقول بقة ده انا عايزة اطلع زابط وانا اريد درد مهندس وانت احبو انا عايزة اطلع ممثل يعني ايه ممثل يعني وفي حاجةedel ما كنفي طفل يقولك عايزة اطلع ممثل انا كنت الوحيد اللي بقول عايزة اطلع ممثل لاني كنت بشوف جدي الله ارحمه يعني بحب وباشوف والدي وباشوف يعني باشوف الحياة الفنية طب فيه اتنين انت كويس انك انت يعني اتكلمت عنهم انا كنت لسي هسألك عنهم الراحل العظيم المنتج الكبير جدا انا كنت والناس كلها بتحبه ربنا يرحمه الاستاذ محمد حسن رمزي وحسن رمزي جدك الكبير اكبر منتج سينمائي كان من العمل ايقونات السينما المصرية وجدك الاخر الاستاذ صلاح زفقار طبعا يعني تأثير التالتة في حياتك يعني جدك حسن رمزي والدك محمد حسن رمزي جدك صلاح زفقار تأثير كبير قول لي كل واحد يعمل ايه في حياتك اولا انا كل حد فعلتي مش بس الجانب الفني اللي فعلتي لان الجانب حتى والدتي وحتى جدتي وحتى كل فرض فعلتي اثر فيها بشكل كبير جدا لان هما كانوا مؤمنين جدا ان هما يربوا ولاده يعني دي كتعيلة مش اللي هي خلفته خلاص يعني بابا كان عايزة تطلع لمهو مثل لا هو ما كانش فارق معاه واللي انت عايز يعني هو طبعا كان عايزة تشغل معاه من توزيع وفي الانتاج اه كان متخصص توزيع اكتر بالانتاج يعني هو موزع اكتر ما هو منتج كان اجمل موزع في مصر طبعا في شرق الاوسط حقيقة يعني اللي ما بقاش فيه موزعين يعني التوزيع النهاردة بعد وفاته فقد يعني قامة كبيرة جدا انه كان متخصص موزع احنا النهاردة ما عندناش حد متخصص توزيع فركات الانتاج هي اللي بتوزع فما بقاش فيه فكرة التوزيع انما قصدي نرجع لما رجعنا هو كان كل فرد في عائلتي بيبني كاركتر بيبني الشخصية دي بالنسبة لهم احنا خلفنا دي مسؤولية كبيرة جدا وانا كنت البكري فعايزين نبني هذا الولد بيقوله ايه اهتماماته ايه كانوا بيساعدوني كتير جدا ان انا لما اطلب اي حاجة ليه علاقة بحاجات فنية انا عايزها لوحات وطول والوانه بتاع او خشب فهمش عارف ايه او حاجات انا بطلبها كطفل بالنسبة لهم ممكن يقولك لا يعني ما تقعب بتلعب بالبي يعني يلعب مع اصحابك يجري يلعب كورة يلعب مش عارف ايه لا هم كانوا مؤمنين ان ده عنده حاجة فنغزيها عشان تطلع ونميها عشان نستفيد منها بابا يعني بابا شجعك افكر ينتجلك مثلا لا لا عمر ما فكر ينتجلي ودايما كان بيقولي انا يعني طالما انت يلاقي اللي ينتجلك فانا مش محتاج انتجلك وكان دايما في الاما بطلعت اشتغل وبطلعت انجح وبطلعت اعمل افلام نجحة بقالي طب انت تعال هات افلامك دي نستفيد احنا بيها انا ما عملتش مع غير فيلم واحد مع شركته اللي هي كت مكونة من سلاسي حتى اسكر ونصر ونصر الماس عملت معهم فيلم واحد لو عجمست انتاجهم وقال كده مفيش ولا فيلم من اللي انا عملته انتاجهم كان يمكن يوزع حاجة انما افلام انتاج لا والدتي كت مهندسة ديكور فكت تحب جدا ان انا ابقى معاها في الدكور فخدت منها ديكور عظيمة جدا جدا انت قلت طفلة ملتزم يعني جدا حي ما انا قلت حيك ما كانش عندي وقت تنحرف خارف ما انحرفتش خارس يعني يعني ما عرفتش مش بتاع بناتي يعني لأ مش الانحرف ده لأ دي حاجة ودي حاجة عدوش الحراف لا 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 مش الحراف لأ لما انحرفتش بقى غليب اه لو انا مش في الحتة دي وبالقصدك ايه للحراف لأ القصد الحراف اللي هو مخدرات الحاجات اللي هي الاطفال لازم تروح لها انا ما كانش عندي وقت تعمل كده كنت ريادي جزء جبير بس كنت يعني محب الفن اكتر من ريادي ايه بقى انت بقى الطفولة ايه بقى والله انا ممكن اأثر المشوار واقول ان يعني انا عارفة ايه اللي مشترك في طفولتنا اتنا الاثنين بقى انت طفولتي كان شكلها ايه اه والله انا يعني اهلي كانوا بيحاولوا برضو يخلوني في حاجات رياضية كتير بس انا كان الفن عملي يعني مشكلة انا متخدأ انا ما كانش نفسي ابقى حد من الكبار وانا صغيرة كان نفسي بقى فايروس يعني كان ومنية حياتي هنا طفلة ابقى المعجزة الطفلة الجديدة في الوقت اللي انا كنت فيه صغيرة فكانت فايروس عملالي مشاكل كتير فكنت مركزة ان انا عايزة بقى حاجة زيها ايه لان كبرت شوية وابتدت المشوار بدري بدري بس ما كانش ينفع بطايروس زي من شجعك باني فين تتمنسيلي في سنة زغيرة بابا ماما والله جدتي اول واحدة شجعتني وبعد كده هم يعني ابتدوا يشجعوني لما بدأت ابتدوا يشوفوني في حاجة فينبستوا يشوفوني العائلة انت عني الجزء برضو في بعض فني في العائلة برضو لا يعني ما عنديش حد فنان بس هما بيحبوا قوي الفن ومركزين واجي اكلمهم على اي حاجة فنية يبقوا عارفين يعني بالتواريخ حاجات يعني هما كانوا مركزين قوي المجهود مش عليه الواحد وعلى أسرته كمان طبعا الام اللي بتروح بتوديه بتجيب طبعا هما الحقيقة ما كانوش بيسيبوني يعني انا ممتد بيديتي كانوا دايما تسعة سنين كان ايه كان اعلان اه يعني انا بدأت الاول بالاعلانات وانا صغيرة كان منتج عصير اسمه ايه اقوله انا اقولك كان بيتراك اه وكان اعلان حلو قوي هو من ساعتها بقى از اقولك بموت في البيتراك بيموت في البيتراك انا ما كانش فيه بص البيت ما بيخلاش من البيتراك كل الانماع وحبتك من هنا يا جواب تبت عنده 80 شوفي يفكز بعاجي من فز عزيزي ايه لاي عام يتقالك كتير هام مش اه واشتغل في التمثيل حاجة تانية حاجة تانية ودرست فعلا اعلام وكملت في التمثيل بخريجة اعلام اه اكلت ايه اجامة ايه اه اخبار اليوم عظيم موسيقى بيه حاجة انت اللي في حاجة يا مرين لا موسيقى عاجة عاجة مرين عاجة حبيتي اسمعيني كويس انت دلوقتي كبرتي ودخل على 16 سنة يعني بقيت عروسة انت بتقوليه الكلام ده ليه يعني الحاجات اللي كنت بتعمليها من سنة ما يصحش تعمليها دلوقتي مش فاهم لا انت فاهمة كويس قوي الواد لازمه مصطفى ده ما تعاديش معاه ابدا لوحدكو يا مومد احنا متربين مع بعض انا كنت فاكرة انه حيحترم نفسه ويحترم اخوك اللي هو صاحبه ويحترم الجيرة والعشرة وانك مش من دينه وهو مش من دينك لكن اظاهر انه نسي كل الحاجات دي يا ماما انت زلمة مصطفى الكلام ده مش هعيده تاني مفهوم؟ تصبحي على خير هذا البلمانك برعاية الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصمي كبير ليكم موجود ايوة روحوا رانين هتلاقوا مبادرة تجهيز العرايف لحد نهاية شهر يناير هتلاقوا عروض على قطقم الصيني وادوات كتير منزلية واجهزة كهربائية وكل ما هو متعلق بتجهيز العرايف يلا الحقوا العروض الحصرية قبل نفاذ الكمية رانين عشرة سنين اما جبت اماني بعد من ولد بسنة قالت لي عندها سكم خرم كده في القلب الدكتور قال لي دي انت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه الله ما فيش فلوس هنعمل ايه يعني عاد تدعي الربنا وقول يا رب انت العالم بحالي وربنا بعات لي ناس من عند ربنا كده يجوشلوني زي ما كون بتعلق في أشياء هددون معادل العملية ما كلفونيش اي قرش والله من جيب يعني انا لو هعملها على حسابي لو بيحت الوراوي اللي قدامي ما كنت شكال فانا اصلا اعمل جمعية الارمان بيقوله هو يعني ابتقف مع الناس كله الناس اللي براعي الدولة عملوا خير كبير مش فيه الواحدة في ناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الارمان عملت اكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصايد شفتوا تبرعاتكم عملت ايه شفتوا فلوسكم راحت فين كل ده في مشروع اكف القرية فقيرة في السايد اتصل بي 19-4-55 يصلك من دبنا الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مظاريف والمظاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصمي كبير ليكم موجود مبادرة تجهيز العرايس من رانين عرض النهاردة بالتعاون مع يونيون اير رانين ويونيون اير بيقدمو لك غسالة 13 كيلو فوق اوتوماتيك سيلفر في 3999 جنيه وعجان 800 وط حل ستانلس 5 لتر بـ 2699 جنيه رانين عشرة سنين شريف انت يمكن حصلتك الفنية كبيرة لانك انت ابوك الله يرحمه منتج وجدك منتج وجدك فنان كبير فانت لما هنشوف الجامع الفني في حياتك هتجد بلك وما كانش رياء ياخله من فنانين مين من فنانين لاعب الدور في تكوين شخصيتك سواء قابلته او اشتغلت معه والله كتير انا ما بقين حصلت في فنية كبيرة لان كمان انا بدأت بدل جدا انا اول فيلم عملته كان عندي 17 سنة اثار البنات فانا شغال من تسعة وتسعين كل شغل بيطلع علينا جيل وانا بقى سني صغير فانا مؤد الجيل اللي بيطلع فانا دايما حس ان انا عملت حاجات كتير واشتغلت بقالي كتير جدا وموجود بقالي كتير بس سني صغير ليه لان انا بدأت صغير قابلت طبعا مش بس في الشغل يعني في الافلام وفي البيت يعني في الحفلات وفي المهرجانات وفي المكتب عند الوالد يعني طول الوقت كتبقى بالناس اصدقاء العائلة واصدقاء انا شخصيا كلو جيلي او جيل اكبر او اصغر طبعا انما تأثرت بمين وانا طفل صغير الاساس عاد الامام اساس عاد الامام كان عملي مشكلة يعني انا كنت بحب حب غير طبيعي وكتبقى كمان مع جيل انا احنا الجيل اللي اتطلع لقى عاد الامام نجم كبير وافلامه اقرب ده اجيال كتير اجيال كتير بس انا قصد انا كنت طالع لقيت كناجة عاد الامام نجم كرب يعني اجيال اواخر السبعينات اتأثروا بالنسبع الامام تمانينات مساء الله طبعا اتأثرت بس كي بس عاد الامام تحديدا بدون الغاب يعني كان كنت بحب حب غير طبيعي وكت دايما اخلي جدي اخدني معايا المسرح بتاعه وانا عندي صور ما هو مضيها لي باوتوغرافاته اشوف افلامه اول ما بتنزل في السينما وعجبني اللاين بتاعه اللي هو بيعمله في كل افلامه كان الافلام الكوميدية او الجدة او لغاية ما اشتغلت معاه ولما اشتغلت معاه قبل ترهام اشتغلت معاه في العرف انا هو يعملنا العرف تلفين وتلاتاشر وهي دي السنة اللي انا اتعرفت على الارهام فيها واتجاوزنا من هنا يعني هو نصفها من احنا شفنا بعض في اه هي عاملت معايا مشهد في فيلم هاتوي راجل كدفة شرف وقبلتها في الفيلم كهو سلمنا على بعض عادي عادي اه ما اعكدش في اي حاجة دخلت لها عادي يعني فعلا انا كنت مشغول جدا بالفيلم والله بجد دخلت لها الكارفانكة بتاعمل ميك اوب شفتها وابتلا نورتي الفيلم وبتاع انا كان في فيلم فيه دويفك شرف كتير فابتلا نورتي الفيلم وبتاع وخلاص وبعدها في شهرين عملنا المسلسة المعباد كنتم العين اخوات لو ما دي ما علينا نعمة احفظها من الزوال يا رب ربنا اسطرة عليك يا جمر يختي ويهديك للطريج المستجيم والالتزال جادر يا كريم يهديها اه يا شيخ عبدالله الله هو في زي امر ادب ايه واخلاق ايه وحلوة ايه يا رجلة تقرب بنا احنا بقنا يا زيديها ان شاء الله لس كل دي يكتمل بارتداء النقاب حتى لا يراها ويتمتع برؤيتها الا جوزة من الاستاذ لطفي النقاب مين يا عم الحاج يا عم الحاج احنا الحين اشوفناها لما حتنقبها لنا انت خوة يا محمود ومن حجك تشوفها زي ما انت عايزوا اي وقت انما حرام ان يتطلع اليها من هو غريب عنها فهمت يا محمود يا اخوي فهمت انت ما بتاكلش ليه محمود بشكل الاكل مش عاجب لا لا بالعكس بالعكس ان انا اول مراكل كده يعني لا شباعته جده هو حضح حبيبي كده على طول شبعه مش محتاج بقولك ايه نعم اديني الورك اللي عندك ده انا حارف انا اتصرف معاه ما بينه ما بينه القصة الف انا وشفها والسيد بالانا والشفها حبيبي تسلع تسلع يا رب نفضل متجمعين كده على طول ربنا يخرج بابا بالسلام عشان نتلمه كله متلعيش ان شاء الله بابا حيخبه بالسلام متلعيش ان شاء الله فمن هنا فأسوة زعاد الامام حتى يعني يعني اللي هو كان فتأ بوشرة خير بالنسبة لنا انه هو يعرفنا على بعض حتى انا كلمته بعد كنت بعيد عليه في احد اعاد ميلاده من كم سنة انا من سنتين او حاجة قال لي يعني انت جيت خدت البنت بالمسلسل وعملت دور كويس وخلفت من البيت واقعتها في البيت وكان بالنسبة يعني انا لأ حيفضل مؤثر في حياتنا ان هو كان سبب او مسلسل ببطولته طبعا سبب ان احنا تعرف على بعضه وابدأ حياتي هو بيحكي من وجه نظر وحكي لانتي بقى والله ايه وجه التنظر ويعني لا لا وجه التنظر الحقيقية يعني هو ده اللي حصل فعلا يعني احنا لما بدأ ده المسلسل لأ يعني حسنا انه احنا مبسوطين واحنا عادين مع بعض واحنا بنحكي لبعض حاجات ودايما بنقعد مع بعض وبجيبي لي دونتس واجبله دونتس الصبح معي وانا رايح اتصدير اجيب دونتس فلازم اجيب لي شريف معايا البنت المساعدة بتاعة تيجي تخبط عليها في القوضة تقول لي يا شريف السيزم السنة جايب لك فطار معايا اروح الاقي فطار دونتس هو بيحب الدونتس قوي انا مكنش عارف ان هو بيحبها بس هي جت صدفة حلوة وتنوع بقى شوكولاتة على مش عارف الا فرالة يعني فانا كل يوم جاي اكل الدونتس عند الهام لا يعني انا كنت بحب دايما في التصوير يبقى مودي حلو علشان اعرف مثل كويس فدايما معايا حاجات حلوة بقى وانا بحب الحاجات الحلوة فادخل ادوس هنا في الحاجات الحلوة يعني انا كنت حبا جدا فكنت حبا ان هو يبقى ايه مبسوط برضو هو جاي يصور وبعدين يعني الموضوع بقى ايه ابتدى يزيد الى ان يعني لأ يعني حبنا بعض بعد ما خلصنا تصوير اه لغاية فتر التصوير يعني احنا طول التصوير كله اصدقاء انا حبيبها جدا ودونت بيأكل بس اكل وامشي مفيش مرسي او 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 ام مرسي دونت حيبك تنسي بكرة وحاجات كده وامشي ان بعد ما سبنا يعني بعد ما كل واحد راحتها اه خلاص كلها انا لقيت نفسي لا طب انا ماجعاني مانا اصدقاء الدونتس اه لأ ومفيش في الفيلم اللي بعديه مسا ومزز اللي بعديه دونتس كمان فاروح اجيب دونتس فاروح اجيب دونتس يعني انا لأ احيز دونتس اكلم بتاعت الدونتس دي شوفها فين انا اصلي بعد ما سبت واجتك بكم سنة كده اتجوزت واحدة من برسعيد واحدة ست غالبانة خلفت منع عين طب اسمه ايه اخويا ده بقى يا بابا اسمه سيد سيد يعني انا ليه اخي اسمه سيد تصدق بقى يا بابا انا ده خبر اسعدني جدا انا مش لوحد في الدنيا بقى اهو ده بقى من المهمشين اللي اعجبوك قوي حلال في الحسن لا ما تلاقش يا بابا اعتبروا من اللحظة دي مسؤول مننا تبنا حلالة محمود وقلبك طيب سيد سيد مصطفى زهرام لا ثانية واحدة معنا الشهر ايه هو مش اسمه سيد مصطفى زهرام ازاي بابا مش اخويا هاي اخوك مقناش حاجة هو اسمه سيد العربي الكحكي ازاي سيد العربي الكحكي باخو محمود مصطفى زهرام مش همتيجي ازاي هيا كده جاد كده بقى اه اه يعني يا حضراتك تقصب بقى ان هو زاي اخويا يعني اعتبره كإن اخويا لا مش كإن اخوك هو اخوك في علامنا هو اخوك ايوه ازاي يعني مش فاهم اسمه مركب انا بسميه سيد العربي الكحكي اسمه سلاسي بيدينه ثلاثة اسامي مرة واحدة انا حر بقى انا بو وانا اللي بخلف وانا اللي بسمي اوكي ماشي انا كاي فهمتك بقى طيب يعني هو اسمه سيد العربي الكحكي مصطفى زهرام بس سيبك بقى من مصطفى زهرام دي وانت هتفضل تدور لغات ما توصل للجد السابع سيد العربي الكحكي خلاص انت هنا وانا وصيتك مشي بحشاني بحشاني اوي 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 انا مش مصدقنا بوسي انا حاسة ان انا بحلم ايه ايه بيت الحلاوة دي اسيبك عشر سنين بغب عليك بياتيه الصاروخ كده ها ازاك يا انت ازاك انت ببو تعالى حد تاخده على رجلي بقى ازاي مكنت بتعودي زمانت تذكره لما كنت باجب عم الساشفى وتروحي دايه جاريه علي قاعد على رجلي يتو عادل تلبشها في القاتل ولا انت نسيت لا طبعاً ما نسيتش يا بلد انت على بني للمعانة انت زي ما يكون خرجت مرح ورجعت النهار ده ومين الوقت الصعفي ده اللي عايز ياخدت مينة ان شاء الله والله يا بابا انت جيت في وقتك زي ما يكون ربنا علم بحالي وبعتك ليل انت مش موافع جوازة دي يالله يقول في ستين ده يا والله انا مهمنيش غز ساعتك لا يا بابا انت في كويس وبنحلله بحالي انت بتحبيه ايه يا بابا ايه يا بنت سفالة دي حد يقول لابوف وشه كده ايه يا بابا وما طلعش علينا اشاعة طول فترة المسلسل وده اغرب حاجة انا كنت لما بعدي جنب اي بنت بصابة تشتغل معها وبتاعي يقولك ده بيجي حبوا بعض ويتجوزوا مش عارف ايه الهام مع بعض طول النهار انت عارف التلات ورقات دول فيهم ايه ايه بقى اسمع البنات اللي هم قالوا انهما انك انت كنت بتحبوهم طيب هي لازم تنام لازم تنام هي حتنام هي اه سأنا عندنا اطفال حتربيها لا 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 نقرأ مع بعض نقرأ مع بعض اراجع عن الاول وبعدين تلات ورقات ده ده قبليها اكيد مكتوب التواريخ بتاعت البنات دي قبليها البعضيها ما امن الحمد لله مين الاعترف الاول التاني بحبه بقى انتي ولا هو والله احنا ما يعني هي الدوناتس اعتراف اه يعني انا لو خدنا الدوناتس كاعتراف ده اعتراف انا خدتها بالنسبة لي اعتراف لا 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 ما فيش حد فينا اعترف الاول يعني هي الموضوع جيب فجأة احنا فهمنا انه في حاجة يعني فابتدينا نقول لبعض اه استعبطنا كثير وفي الاخر لقى انه لازم انا حتى انا طلبت منك الموضوع ده في فيلم انك بصور ايوا صح وصور صح انه كلمتها قلت لها قلت قولي انها حكاية تفضلي حكاية تخفيش تكسفيش تفضلي كان بيصور وكلمني قال لي اه انا بين شوتين يعني اه ممكن تغذيلي معاد مع اهلك فقلت له ليه هتشتكلهم من حاجة لانه ما كانش فيه يعني ما كانش فيه كلام قبل كده على المرحلة بقى هنخش في جواز يعني كان لسه كان لسه الموضوع يعني كنا بدري لسه شوية فيعني قلت له ليه فقال لي يعني هيكون ليه يعني واحد بيقول له واحدة عايز معاد مع اهلك يعني هيكون ليه قلت له اه ما عليش بس انا عايز اعرف يعني انا محتاجة برضو اسمع الجملة عشان يعني اتأكد فقال ليه عايزة جيتقدملي كش عايزة ايه بنينة لا مثلا انا عايزة فقا ايه بقى لا انا كان نفسي بقى يتقدمي انا الاول يعني حاجة كده رومانسية شوي ما بتقول ليك انا اتقدمتليش اتقدمليك انا الاول لوحدي يعني الاول توفق انت الاول وبعدين ده الراجل جايب الموضوع الشيشي في ثالث اه 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 الطريقة الاديمة الطبيعي ما هو اللي لازم يعني اه سين تتجوزوا داخل البيت من بابه من بابه ما تقولش زال متفاجئ ان هو جاي يتقدمليك اه اه انا كلاسيك اوي يعني انا ربما دي ماشي على الحاجات الاسس القواعد انت بتقول لي انا عايز ازا اجي اعبالله اه اه انا كنت انا عايز احديلي مع ابنها باباكي انا كنت ابن شوتين وكنت جعان جدا وقلت طب انا لازم اكلمها عشان انا محتاج البنت دي في حياتي يعني اعرفش ليه انا بفكر وانا محبش افكر في حاجات شخصية في الشغل يعني فبنت شوتين كده قلت لأ فينك ايهام انا عايز ايهام انا بنت دي تمام وانا كنت بفكر بقلي فترة في الموضوع قلت انا خلص لسه بقى حنتظر وحعمل وحتمكلمها وقلت له ايهام حد دي لم ادمها باباكي وفعلا بعدها بسبوع كنت قعد مع باباها و فكرت على طول ولا وفقت على طول لا وفقت على طول حمد لله ما تردتيش تأثير كويس حمد لله حج يعني احيانا اللي بيتجوزوا من نفس الكارير بشوية بيبقوا يعني بيحسبوها شوية انتو اللي اتنين بتمثلوا انتو اللي اتنين معروفين مرشورين ما حسبتواش حسبناها انا حسبتها جدا طب انت حزبتك كانت ايه وانتي حزبتك كانت ايه انا حزبتك كانت الحب يا أستاذ عمر الحب اللي سأني انا مش راجل بتسأ بقايي انا الحب يعني حبيت بنتي بحتك سأك وبعدين كان فيه شروط كان فيه لقات يعني مثلا اتجوز بس توقدي بقى في البيت عشان لا عمري ما قلت لها كده بس 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 يعني عملت كل الحاجات اللي تخليها تعمل كاما نفسها ان انا يعني خلتها تحمل فتخلف فتحب لو انا عارف انها هتبقى قومك كويسة العيال ما شاء الله موجودين انا عارف انها مش هتسيبهم ثانية ان يدخلوا مدرسة في جامعة يتجوزوا ترجع تمثل يبقى احنا كده اتمامنا على الشباب كل حاج انما انا هقول لها امنعك ومش امنعك لا انا شغل ممثل وبحب الموثلات ومعنديش مشكلة ان انا اتجوز موثلة ومش زي الناس اللي تقولك انا مش هتجوز موثلة طالما انا قلت لها الجملة دي يعني طالما انت مش هتيجي على بيتك وعيالك وولادي مش هحس انهم انت مقصرة في حقهم وبيتك مش مقصرة في حقه ان شاء الله تبقي رائدة فضاء عمل لي تعملين انما ما تقصريش على البيت خلينا نعيش حياة برا التمثيل حياة زوجية نعمل بيت محترم طبيعي مكون من ابه وامه واطفال يطلعوا في جوه هلفي وجوه صحي وبس انا عرفت تعملي حاجة جنبها اعملي انا متأكد انها مش هتعملي انا متأكد انها الحاجة لاننا نفسي مش حارق يعني ما بس فسبت الموضوع يمشي كده طب انتي فكرت فيه ازاي لا انا يعني فكرت ان انا بحبه جدا وعايز اكمل معاه ومعنديش مشكلة خالص ان انا يعني ابقى متفرغة للحياة الزوجية عشان شريف عشان شخصه مش ده ما كانش في بالي قبل كده خالص يعني عملي ما فكرت ان انا ممكن اسيب شغلي او ابطل تمثيل عشان اي حد بس لما عرفت شريف لا يعني فكرت انه لا هو يستاهل وحبي ليه يستاهل ان انا يعني ما ما خدش من وقتي لأي حاجة تانية فكنت عارفة ان انا حتى لو عملت حاجة مش عايزة اتشغل فيها قوي او تبقى فترات طويلة يعني من الشغل وبعد كده انا ما خلفت حسيت ان لا انا مش عارفة سيب اصلا الولاد خمس دقائق مع حد يعني ببقى دايما طول الوقت انا نفسي هي شخصيتي كده سنتين ونص وسنة ونص فهم يعني لسه صغارين قوي اه انا نفسي لما معود معهم في انا نفسي اللي بيشتغل وهم بي انا نفسي اه لا طبعا لا 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 الواحد ما بيعرفش الموضوع فعلا الا لا يقول ايوه يا بنت يسأليني انا حشان قاعد سنين في الصيد وانعيش في الفيلم اسأليني يا بنتوا انت مديي فرصة الحب ليسألك ولا تسألين نفسك حتى يا بنت انا مخرجاكم النهاردة عشان تريدي انت شاكلك هتبدأ ناتكدا حد ما اطلع معاش انت هتزليني على العزومة العبيضة بتاعتك دي وبعدين ما انتي هتعملهم على قلبك قد كده مستخسرة فيه يعني أكلة كويسة تسعيدني على مهام توضيب الشقة ألف مجروك يا سو يا حبيبتي إن شاء الله ربنا هيكرمك قوي بس انتي اتبطلت كنن بتاعك وتركزي شوية في شغلك وخلي بالك من الولايات اللي اسمها أمنية دي طالما مستحلفة لك كده أمنية مين يا بنتي أنا عاملة شوية ما تخافوش عليها ممكن بليز نروح بيتنا ولا نفسك تاكي حاجة تانية ينفع اطلب التشاك اخصى عليك يا سو ده أنا حتى ما بكلش كويس اليومين دور او لا يبقى نطلب التشاك دو سمح ما فيش عيوب ما فيش عيوب بس ألها هي ده سؤال دخيلة صحيح بس ألها هي بس ألها هي الحقيقة هم فعلا فعلا بجد ولاي مش بقول كده عشان احنا يعني قاعدين في برنامج وعشان الناس ما تعلق لا خالص فعلا هو شريف ما فيهوش ولا عيب يا رأيك خالص ما فيش هزات ده وبلك حجاز انت عارف عن سئل ايه يعني حتى احنا كنا بنعترف لبعض في الاول عيوبنا ايه يعني انا كنت بقول له عيوبي ايه هو من وجهة نظري هو كان بيقول لي عيوبه ايه وكان بيقول لي انه عصبي جدا هو قال لك عيوبه قال لي انه عصبي جدا فعلا قال لي انه عصبي في القلب على لساني الحباكي لاكت قال لي ابنكي ليعيش بي بس يعني انا ما كنتش حتى لما كان بيقولي كنتش شايفة العصبية دي بس يعني طبعا دلوقتي مع ضغط الحياة على دلوقتي يعني مثلا كده يكون الشمس عليكي مثلا بوردة مثلا طبعا لا 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 وردة مشاتر بتنزل البيت الله لا لا وردة لا وردة جمال يا بس الله لا لا احنا ناس لا الحقيقة هو بيعمل بيعمل حاجات كتيرة اوير ومنسية الله يخليك اديها فرصة نتكلم لا لا المميزات تمنى الحلقة مع حضرتك اديها فرصة المميزات محتاجة نعمل حلقة كمان الحلقة اللي بيضموها مع بعض دي حاجة عارفة تفضلي تفضلي على المميزات تفضلي افرطي مني هنا بقولي انا قاعد ساكن انا هنا اسكت قولي يا بيت لا خلاص هو قال كل حاجة لا لا تفضلي كمان كمان تقولي حاجة وانت لسه ما حنقول اوه ركزي معنا تاني عيوب هو ايه ما هو قلنا مفيش دم لا انا قلت مفيش طب قالك ان هو في اي عيوب اوه قالي قالي ان هو عصبي جدا بس انا مكنتش بشوف ده لانا مكنش مكنش في نفس الظروف اللي هو فيها دلوقتي يعني هو دلوقتي شال يعني جبال الحقيقة شال جبال وشال اخواته والعيلة يعني شال مشاكل كتير قوي وبقى في عيال وكده فبقى عنه عليه ضغط جامد فبقى يتلع في عيال عصبي مسالي مسالي ولا احد يقدر يقول اي كلمة اتفضال يقول انت عارفة بتاع التا تا 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 لا اصلا ايه اللي ابي دي انا ابي دي بلعب علي من انا عالد صغير نفسه بأبي فانا لما بقيت ابي اتفضال لا هو الحقيقة ايه طفولة جميلة جدا حاجة شعر ناعم لا اه اعفة ده بوليلي ماشا يساعدك في شغل البيت سبحة ترد لا 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 مفيش مساعدة في شغل البيت في مساعدة مع الاطفال اه يعني هو مع الولاد اب هيل اه انا عارفة انه جيل دلوقت يجيلنا مفيش ابهات كتير بتهتم بالاطفال بيسيبوا على الام دايما كل حاجة وهم بيجوا ياخدوا الوقت اللفلي كده معاهم يلعبوا وخلاص اببات ايه يلعبوهم بتاع اه بيشيلوا مسئولية طبعا انه هم يعني شايلين مسئولية العيال دي بقى من حاجات تانية كتير بس ما بيساعدوش الام يعني هو اب مسالي كمان اه لا مشاعد مساعد زوج مسالي اب مسالي اب مسالي عايزين ايه تاني حناخد ايه تاني اب وزوج وحنعمل ايه معي يعني كل حاجة الحمد لله هي عيوبها يقولي هي عيوبها ايه اه لا ريهام ريهام يعني انا مش حاجة اقولي حاجات ناس تفهم بقى الكلام ده اللي هو ايه بيمضحوا في بعض السوم كابل وبتاع بس لا انا يعني انا يعني نفسي ان لو كل واحد شاب لأ زوجة زي ريهام هو حيستقرر لان ريهام بتحقق استقرار ما يعني بجانب انها ام مثالية من وجهة نظري وفعلا ضحت بكل شغلها وتاريخها وهي كانت مش كانت مش تاريخي يعني اذا كان تاريخ صغير حتى لو تاريخ صغير انا اش عملتي اعمال كتير جدا وعملتي اعمال كنت في فترة من الفترات ان اي ست او اي بنت في مكانها هتقولك لا انا لازم اكمل وكل البنات اللي في الوقت اللي هي كانت فيه لما اتجاوزت كله هيقول لا انا تاريخي وانا اهم وانا الكرير بتاعي وانا البتاع والفامن اللي مش عارف ايه وحاجات اللي هم بيقولوا اوي وده حلو ومشروع جدا بس بينسوا اهم حتة ربنا خلقها في الست اللي هي فكرة الام والاستقرار يعني أنا ركب أشوف أن ما فيش استقرار ما فيش بيت ما فيش حياة ما فيش بني آدم. في استقرار في كل حاجة هتتزبط. ممكن أشتغل ممكن أعمل كل أنا عايزه وحقق طموحي واعمل كل اللي أنا عايزه كستة أو كراجل بس في إنها لازم أكون مستقر. ريهام بحقق الاستقرار ذا مع الأولاد معايا. محترمة من ساعة كمان أنا شفتها في شغل فأنا مش إن أنا كنت بس أنا شفتها في شغل وعشرتها في شغل. وعدنا شهور بنصور وشفتها في كل الأوضاع في مشاكل وفي حاجات كويسة. فحكمت عليها كبنت إن دي بنت بنت جواز. بنت ممكن الواحد يتجوز. الغيرة بقى أنت بتغيرها ليه؟ آه بس ما ببينش. شفت بقى دي. شفت ما ببينش دي. معناها إن أنا بغير بس ما يعني أنا معرفش إنها غرب أو لا. آه يعني ما بقولش أو ما ببينش يعني دي حاجة في شخصيتي كده. لا مش متفوق يعني. ما بفوتش لا. ما بفوتش. ما بيقولش. إيه بقى؟ مكتب دي مدى أسبوع وأنا مش عارف في إيه. هموني تعرف في إيه. هموني تعرف في إيه. ببقى مستنية يكتشف أو يحس إنه أنا دي حاجة كانت مدى إيه. إحنا عكس بعض في الحكة. هي دي حاجة في الستات كلها عمتا على فكرة. إنه دايماً بيبقوا مستنين إن الراجل يفهم لوحده. يفهم هم سعلمين هيه. يعني أحكي لي آخر موقف دايقك مثلاً. ما أنا مش هتلاقي. إنت هتلاقي عاجة؟ لا هي المشكلة بس أنا اللي بنسى بسرعة. أنا اللي بنسى بسرعة. أه. أه. أه ديكي اسمي الأسماع العيوبة. أنا مش حلايف الأسامي القديمة أنا حلايف الجديد. أفي الجديد؟ إن شاء الله حالوا الجديد. لا يعني. يعني مش قادرة فتكر موقف معين لأن حتى في موقف. أنت مجر عليها؟ طبعاً. طبعاً لا غير عليها لأ أنا غير جداً جداً. وببين وبقول وبعتخاني يعني لا أنا معادي. يعني بجد أنا عندي المشكلة دي أنا. ما بفهمش أي طرق ملتوية يعني. ودايمن الستات عندهم الحتة دي. انهم بيعملوا كده عشان بيفكروا في كده. ويقالوا كده عشان يقصدوا كده. ومين قال لي مش عد يحسوا كده عشان مش عد. انا معديش ده. فانا بالنسبالي لو انت متدايق مني. حفظة لمستانة تقول لي انت متدايق من ايه. فالهين بتوضعت قسابيع. ممكن طوى مصلا اسبوع متدايقة وانا مش عارف في ايه. وبعد كتير جدا. ايه ده وانت كنت متدايق كل ده. ايه. وانت مش واخد بالك. قلت لأ انا واخد بالك. ق ما عملت كذا. وتقول لي حبيبتي انقطر الدنيا. عمالتها ليش. يعني ما حاجة غلط. او حاجة انت متخيلها. ولو قلتي حتقصري على لنا كل ده. وده اللي دايمن بنصح بي الستات. انت تقول.. انت بدأ من جذب في حاجة. شكة في في حاجة. اسحي الصبح. قلت له انا بدأ من كذا كذا. وانا اكت. اي حاجة بدأ من. انا بقولها قبل انتك. وانت حترد بصراحة. يعني في بنسبة. اوه. 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 حسن. لا. يعني ما. معرفت. لأ أنا بشوف أن الوجوح.. بصت لك بصة يا دلوقتي.. بصت البصة دي.. اه.. اه.. واخد هزوم إيه.. هشوف.. هشوف البصة دي.. لا والله أنا بشوف أن.. أصلاً ما فيش حياة مفيهاش مشاكل.. عشان بس نبقى صرحة وفي ظل الظروف اللي احنا فيه.. أنا طالعين من صورات وبتاع والبلد والحاجات والدنيا.. فلازم وعيال ومشاكل.. طول وقت دايماً البنيئة بينها يبقوا في مشاكل.. يا ربنا إيه.. مشاكلك أنت بقى اللي جاية ايه.. هتعمل ايه.. عندي كازا حاجة.. عندي كازا حاجة.. عندي كازا حاجة بقراها.. مسلسلات.. اه.. انت مقل جداً ليه في ظهورك الإعلامي.. يعني ليه دايماً كده.. هقول لي حضرتك ليه.. وده سؤال.. يعني محب تسئله.. أحب أجاوب للناس متخيلة.. أن أنا يعني.. ما بحبش أظهر الأسباب.. أو مثلاً.. أنا بعتذر كتير عن الأعمال.. لأن أنا ما بشوفش أن المهنة دي مهنة.. أنا مبتهنها زي النجار والحدد والدكتور.. أن أنا بس هشتغل ممثل.. أنا مش بس هشتغل ممثل.. أنا ممثل.. والمبدعين بشكل عام.. أي مبدع رسام.. نحات.. ده فن.. ما ينفعش أن احنا نبقى ممتهنينه بالمعنى الحرفي.. أن أنا لازم أبقى في فيلم.. لازم أبقى في مسلسل.. أي أن كان هو إيه.. أنا بشوف أن احنا لازم نفكر كويس جداً.. والأعمال اللي بنعملها بتعيش بهذا الشكل.. إذا كان ربنا كفاب لها أنها تعيش.. نفكر إحنا بنعمل إيه.. مش بنعمل قد إيه.. فهيه النقطة أن الناس مش هتفتكرني في أخر حياتي.. أنه عمل كام فيلم.. والناس هتفتكر إيه كام فيلم اللي الناس فكراهم.. فأنا بشوف أن أي فيلم بيجيلي.. لو انطباعي الأول.. أنا بسق في انطباعي الأول جداً.. لو ما عجبنيش يبقى الجمهور مش هيعجبه.. لو أنا متحمستش المسلسل.. هل ممكن تنتج لنفسك وانت رجل عندك شركة إنتاج كبيرة؟ ليه لا.. ليه لا.. مش موضوع لنفسي.. هل ممكن أنتج فيلم.. أنا بشوف أن أنا عشان أسيطر على فيلم من ألف.. للي يبقى زي ما أنا عايزه بالضبط.. لازم يبقى إنتاجي.. يعني.. هو أنا اللي بشارك فيه.. وأغلب الأفلام اللي أنا عملتها كانت إنتاج ناس تانية.. ولكن كانت.. أنا اللي بعمل فيها تقريباً.. معظم الحاجات.. مش هقول كل حاجات.. بأجيب الفكرة.. وبأكتبها مع المكتاب.. وبأجيب المخرج.. وبأجيب المخرج بيرشح كست.. وبأشارك معاف حاجات.. وبأتم الملابس.. طبعاً لو مفيش حد ساي.. أنا بتكلم.. لو أنا اللي ماسك الفيلم دو دي فكرتي أو كده.. هو ما بأكتبش اسمي على أولا حاجة من دي.. لأنني مش فرق معايا المكسب الأدبي فينا.. أنا ممثل بس.. ولكن بأعمل ده صالح الفيلم.. لو أنا منتج حبق متدخل بده بشكل رسمي.. فدي خطوة.. مش بعيدة عني.. إننا نعمل فيلم.. ولكن أعتقد إن.. لو حننتج حاجة قريب.. حننتج حاجة مش مهم من أتكون لئي.. يعني مش حاطة الشرط ده.. إننا لازم أنتج أفلامنا.. لا.. بالعكس.. أنا حب أشتغل مع ممتجين تانين.. عشان نركز أكتر.. في التمثيل.. وفي المهنة بتاعتي.. اللي أنا.. دي المهنة اللي أنا عايش بيها.. هل ممكن يجمعك وعمل انتو الاثنين مع بعض.. ياريت.. أتمنى ده.. يعني.. تفتكري ده ممكن يحصل قريب؟ طبعا.. ممكن.. طبعا.. ورامزي بديله أديه على الجامعة.. رامزي هيطول الجامعة بعد أديه.. 10-15 سنة.. مثلا.. يعني الجراندات بقى.. يعني الجراندات اللي مع بعضين هم دولي.. بقوا حلوين في فيلم قوي أوش.. ليه ما عملناش بطولة قصة حب بين جراندين.. لا.. ورامزي يكون معك.. يطلع ابنين عاية جند.. رامزي 15 سنة.. يا سلام.. بس يبقى حاجة.. لها المعنى ان احنا نعملها مع بعض.. مش فكرة ان احنا جيبنا كابل.. ويطلعهم مع بعض.. يبقى لها.. حاجة حلوة.. يعني.. لما نور الشريف اللي ارحمه.. بوسي عمله.. أنتج.. حبيبي دائما.. كان فيلم عظيم جدا.. صحيح.. والغاية النهاردة بنفتكره.. ومفيش حاجة رومانسية بتاخله من.. نحنا نذكره في فيلم ده.. وكان انتج اللي ارحمه السياد نور الشريف.. وكانوا هم متجاوزين.. وكانت.. عاملوا كابل سنائي عظيم جدا.. ازاي بس يا با.. وانت مش عارف ان رحيم بيحبها.. تاني حتقول لي رحيم.. انت لسه حاطت خطج لرحيم بعد كل اللي عمل وبيعمله.. ايوه عارف ان رحيم بيحبها.. بس ايه بقى اخترتني.. وانا بحبها من قبل ما رحيم ده يفكر يتنايل ايجي الحارة.. انت ايه اللي جرلك يا توا.. ايه السبب اللي يخليك تكره رحيم قوي كده.. والله.. مش لاقي سبب.. سبب انه اخد مني كل حاجة في حياتي واوله منتا.. كنت شايفني عبقى بطل.. اتضرب اطاها.. العب اطاها.. لازم و لازم و لازم.. واول ما ظهر سي رحيم.. رخدتني على جنب.. وبهوه كل حاجة.. مايو احنا صغيرين كنت كل حاجة في حياتها.. وربطها انايدي.. و اول ما رحيم بدأ يش امي نفسه و خبله و مينها نسيتني.. و رحيت له هو.. اخد حتى الحاجة الوحيدة.. اللي اخترتها و قلت حفلح فيها.. و بدأت احفظ قرآن و قدرس سنة و فقه.. جابوا استكترها علي و عمل فيها شيخي لو بعرفش حتى ايه اسمه.. انا مش بكره الناس دي بس.. لو في حاجة اكبر من الكرة بهاي دي اللي جواي.. انت رجادي انا فشلت.. واحد ضاع.. والتاني بقى جواي السواد دا كله.. شوفي يا ابا.. لو عيزني سامحك و افتح صوحك دي دا معك و مع الحرق و مع الدنيا نفسها جوزني مي.. اوقف جنبي ولو مر واحدة في حياتك.. و ديني الحاجة اللي نفسي فيها.. يمكن يا اخي السواد اللي اتا تتكلم عليه دا كله و يفتح على اديها و ينزيها.. الشريف و ريهام النهاردة في واحد من الناس تحبوا تعملوا خير فين؟ انا بعد ما خلفت الحقيقة بقيت شايف ان.. يعني احب بزور ملجأ ايتام.. لان انا بعد ما خلفت و خوفي على ابني و خوفي على بنتي.. حسسني قد ايه ان الطفل اللي فاقد لابوه و امه دا فجحين.. يعني دا اكتر حد محتاج من وجهة نظري اللي وقوف بجانبه.. يعني اطفال مش محتاجة فلوس.. انا الحقيقة يعني انا دلوقتي بقيت بتأثر من اقل حاجة لأي طفل.. اقل حاجة مش بس لأيتام.. يعني انا اه بيأثروا فيه طبعا و هم طبعا بالنسبالي.. دي حاجة صعبة جدا بس انا بتأثر فيه اكتر الاطفال المرضى.. يعني دي اكتر حاجة لما بشوفها.. لا بازعل اوي.. اوي.. لان بحس ان يعني برضو الاطفال الايتام.. الحمد لله بصحتهم.. بس الاطفال اللي صحتهم تعبانة و مش قادرين يعني يستمتعوا بطفولتهم برضو.. الاطفال الايتام بنقدر نلعبهم وبنقدر نجيب لهم لعب ونفستهم.. انما المرضى ساعات بيبقوا مش قادرين يلعبوا.. انتم الاثنين هنسيبكوا شريف وريهم هنروح يزولوا دار ايتام للاحتياجات الخاصة.. ونرجع بعد ما نشوف الزيارة.. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمصاريخ محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصمي كبير ليكم موجود.. مبادرة تجهيز العرايس من رانين.. عرض النهاردة بالتعاون مع يونين اير.. تلاجة 14 ادم سيلفر نوفروست.. زائد بوتاجاز 5 شعلة ستانلس بالمروحة.. زائد غسالة توب لودنج 8 كيلو سيلفر بـ 11,999 جنيه.. رانين عشت سنين البرد اللي انت عيشه غير البرد اللي هو حسه.. الشباك اللي بيحميك مش نفس اللي بيحميه.. ولما تلاقي اللي يدفيك.. هو مابيلقاش.. البرد اللي احنا عايشين فيه ما يجيش حاجة.. جمب قرصة البرد اللي في الصعيد.. خد ثواب المبادرين واسبق السقعة والمطر.. مش لازم نستنى لما البرد يقرصهم والمطر يغرقهم.. يلا اتبرع دلوقتي قبل السقعة والمطر ماينزل عليهم.. ساهم معانا في توفير بطنية بـ 80 جنيه.. أو توفير لحاف بـ 160 جنيه.. أو المشاركة في تركيب الشبابيك 250 جنيه.. والمشاركة في تركيب السقف 500 جنيه.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الله في عون العبد.. ما كان العبد في عون يا أخيه.. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ساهم باللي تقدر عليه.. وما تخليش حد يباد بردان.. يلا اسبق السقعة والمطر وبادر.. وانقذهم من طول الانتظار.. جمعية الأرمان اتصل بـ 1945.. يوصلك منذبنا لحد باب البيت.. الجواز محتاج تجهيز.. والتجهيز محتاج تكاليف.. والتكاليف تعمل مظاريف.. والمظاريف محتاج عروض.. طقم ستنلس 50 قطعة.. بدرجة نقاء 18 على 10.. ومعاهم طقم طاجن بورجام 3 قطعة هدية.. بسعر 3999 جنيه.. العروض لحد نهاية شهر يناير.. رانين عشرة سنين.. الراجل ده معاق.. ومش قادر يشتغل.. ناس كتير كانوا بيساعدوا بفلوس.. لكن الراجل ده.. جمعية الأرمان قدرت توفر له طرف صناعي.. الراجل ده.. الفلوس اللي أخدها خلصت.. ولسه بيمدي يده.. لكن الراجل ده بالطرف الصناعي.. وقف على رجليه.. واشتغل.. وقدر يكسب قوته بأديه.. يعني الطرف الصناعي ده.. بمثابة مشروع لوحده.. لأن بيه.. بتغير حياة إنسان.. من شخص عاجز تماما.. لشخص منتج تماما.. بفضل ربنا.. ثم تبرعاتكم.. جمعية الأرمان قدمت لأهلنا في الصعيد.. حداشر ألف طرف صناعي.. شفتوا تبرعاتكم راحت فين.. شفتوا فلوسكم عملت ايه؟ كل ده.. خيره في الصعيد.. اتبرع واتصل بتسعتاشر أربعة خمسة وخمسين.. يوصلك من دوبنا.. لحد باب البيت.. الجواز محتاج تجهيز.. والتجهيز محتاج تكاليف.. والتكاليف تعمل مظاريف.. والمظاريف محتاج عروض.. روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة.. وخصم كبير ليكم موجود.. أيوة.. روحوا رانين هتلاقوا مبادرة تجهيز العرايف.. لحد نهاية شهر يناير.. هتلاقوا عروض على قطقم الصيني.. وأدوات كتير منزلية وأجهزة كهربائية.. وكل ما هو متعلق بتجهيز العرايف.. يلا.. إلحقوا العروض الحصرية قبل نفاذ الكمية.. رانين عشرة سنين.. موسيقى 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 ازايا حضرت ح cheeks.. اه قل لي كده بقى قل لي مامتي ما تقوليش انا لا بس في حاجة حلوة تانية هنا كمان اه مين عملها دي بس هما شاطرين محمود بيعامل حاجات قيسة و حازم هما شاطرين ببارة اه عامل حاجات حلوة اوي هما خلانين ايه بقى عبارة عن ايه الحاجات الجول انا بقى بقى للا جميلة ايه برافو سمك وليهاني اشكرا اهي اهي باين اوي برافو عليك ممكن اكو اسكريم ده ايه حاجة بتتهيه خلاص يا طعبان تعلب يعني ايه شغالة فيه سمك هنا وانا مانيه بصعك 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 معاك فيه فيه السمك انتو قلوك بتعملوا سمك ها اه وفيه سعلب سعلب الله يا عالا تعلم وفيه عصورة 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 اه مال ايه اسمها ايه بطة بطة اه لا بطة ماشي 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 اه نلعب نلعب معاك وانا جاي بيه عشان تبسك المكروفون ايه عشان انتو نسمع صوتكو هم قالوا يمسك المكروفون بس انا في النهائق جاي العب معاك ومش جاي امسك المكروفون بدليل انا حدلها المكروفون اهو والعب انا معاك ممكن نوع بقى شوية كده نوع انا عايز اقول حاجة يا حزن بس ما رايش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هوني خطة، هوني خطة هوني خطة؟ هوني خطة؟ هوني خطة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالم الرحمن الرحيم مالك يا مردين إياك نعبود وإياك نستعي إهدان السراطة المستكة السراطة للألزين اللي عام تعالى غير مغضوب علي ولا الضوار سعبونه! ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كل الإجلال اشتركوا في القناة في القناة ترجمة نانسية حتى يشعر الوقت الحاجات دي بعد ما اكلفه. اههه. الواحد اللي قداش حاسس بقيمة الاطفال والتعافلهم ومشاكلهم وموحجاتهم الا لما بيواجه. ما يلاحب يتعامل ويشوف. يعني لما سيارة. يعني لما سيارة. مثل سابة شغلها مش عارفش تغلل وبعد معهم. طبعا. سن صعب. سن صعب ومحتاج رعاية طبعا. يا خديجة. انت اسمك خديجة. ايه خديجة ده اللي عملت العراس نزلنا اسبوع عشرة ايام يعني. من اسبوع لعشرة ايام. اه 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 اولد. كله منا. ويعني لست كنا بنقول انه هو ده الخير الحقيقي. الحمد بالله. اكثر ناس محتاجين الرعاية ومحتاجين الخير هم الأطفال. طبعا. الأيتام. لان دي حاجة بتبقى خلاص نهو من اللي هيساعد. صحيح. اه عن طريقة عنده اي مشكلة تانية. هيبقى هو قادر حياة كل الاسطاف هنا واقف على قدم المصطفق يعني من أول مشرفات للأمهات للعملات يعني كل ده فارق جدا جدا معنا وطبعا بيبقى فارق مع الولاد يعني احنا عندنا هنا عدد 62 أم طبعا كل الطفل دي أم وعندنا مجموعة زيادة عشان خطر اللي هما اللي يجي بقى أمهات بتنام ودول بقى بيبقوا مركزين مع الولاد طول الليل شفت تاني وبالذات كمان لو حد أخد أجازاتي بقى فيه أم بديلة ترى على الطفل يعني فالحمد لله يعني عاملين معهم مجود كبير وربنا يجزين كل خير يعني ربنا يجزين كل خير يعني ربنا يجزين كل خير ويشكركم انتو أبطال أبطال بشكل هو في كم طفل يعني نقول في الدار كله في الدار كله حواليه خمسة وخمسة خمسة وخمسة ما شاء الله أعمارهم بتتفاوت ما بين اي من أول بقى أول أسبوع لحد 18 سنة 18 سنة اه فيه ولاد كبار بقى فوق الدور الفوق بقى للولاد الكباري الشباب بقى وهل كل يعني يعني كل أم قاعدة مع طفل بتبقى ما هي كل أم بتبقى محتاجة خبرة مختلفة عن حسب العمر بقى دور الإشراف ودور الأخصائي النفسي الأخصائي الاجتماعي والدكتور النفسية والعصبية كل ده بقى بيقعد ونشوف مشاكل الولاد اي وكل حد عنده مشكلة أو عنده محتاج يعني تأهيل معين للاهتمام بعمر معين من الأطفال بنشتغل عليه بقى ونبدأ نقول لهم تعملوا ايه وتتعاملوا مع الولاد ازاي بقى ببقى صغيرين نعمل معهم ايه واللي في سنة المراقلة معهم ايه بقى الحمد لله يعني الدنيا ماشية تمامل والتعليم والتحفيز الخرم والحاجات كلهم كلهم في جزء منهم كبير في أزهر في الأزهري والجزء التاني في مدارس خاصة والبقى بقى لصفحة ضنات خاصة بردو ودور بقى لصفحة ضغنانية مرحوش حتى الخرمس لأ ما ده طبعا ما ده طبعا ايه طبعا هنا كل الأدوية اللي احنا بنحتاجها ايه مع الولايات دي موجودة وطبعا متابعين بقى لكسبير ديت وكل حاجة طبعا وكل واحد بقى فيه مفروض يعني فايل لكل طفل بحالته الطبية والتقارير طبية الولاد ماري دي محتاج ايه حصله ايه كذا عشان خطر بعد كده المتابعة والفايل كانت ايه يبقى فيه متابعة ايه لكل طفل موسيقى السلام عليكم مولادنا الحلوين اللي بقى اللي بيروح الحضانة بيروحوا بقى المدرسة اللي بقى بالامارات الحلوين دول انتوا عادين بتعملوا ايه؟ هي الحلوة دي؟ يا ملوك تعالي جميل 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 هيا خلال علامات هيا هيا هي الحلاوة دي هيا هيا شاعل انتى بقى انتى شاعل اي يده desafلي tief حاهمد دفاجين اعلى يا جميل سوري تعملوا ايه؟ بيلعبوا بالكوب يارة لقل له انتو تعملو ايه؟ كانتها انتوا ايه تعملين عنك بسببتلون انت عن كي باز بماحك بلعب ايه؟ مقابة وحب المكعبات يارغني؟ اه. بتعرفي تعملي صورة بيها كويسة المكعبات? اه. انت متكوني الصورة اللي في المكعب بتعرفي تكونيها صح? طب وريني يلا بتعملي ازاي. وريني. اهلاوية اللي زماني. اه. اه. ولكوا اهلاوية? اه. مفيش واحد زمانكوي. اه يا جماعة. احنا مبدئين عايزين لكم لسنة والطيبين. سنة سعيدة. سعيدة. الجديدة. ان شاء الله جيبها حسنا حلو علينا. ان شاء الله. احنا مبتلوا. احنا نحن معكم النهاردة وشفناكم. ربنا يكرمكم دبوا اهم اه يعني فنانين ومشدعين في مصر والعالم العربي والعالم والمصر. بحقك. حبيبي. انا مبسوط ان انت عمي. مدري انا عسى. يا حبيب قلبي يا حبيب. طبعا احنا في نهاية جوتنا السريعة دي اه يعني نحب مش بس جين كو ومش بس نقول قد ايه انتو ناس عظماق ان انتو عملتو اه صرحة ومشروع بالاهمية دي لان انا باعتبر ان دا اهم المشاريع. بالطبع احنا ملاحقناش نوعد مع الاطفال بشكل كافي. احنا جايين بس نبين للمسادا مشاهدين اللي دار شكلها ايه. اه. عشان لو قدرنا نناس تشوف الحالة والوضع و و و و نقدر نلم اكبر قدرة ممكن منها التبرعات والمساعدة للمكان فلازم الناس تشوفوا بعينها وان شاء الله هنجيلكوا ايام تانية نلعب بقى مع الاطفال بشكل اكتر ليه نحنا مجيه هتبقى ليه نحنا مش هتبقى للبرنامج ولكن طبعا السؤال بقى انتو ايه نوع المساعدات اللي انتو محتاجينها او ايه نوع الصعوبات اللي بتواجهكم عشان لو نقدر نحلها او نوصل الموضوع اللي يقدر يحلها احتياجاتنا احنا طبعا الدار عامل زي البيت المفتوح الكبير احفظات لبن احنا عندنا كل الاعمار اه وطبعا بقى الاشتراكات يعني احنا بنوديهم نوادي بنوديهم حاجات محتاجين كل الجهات والمؤسسات اللي حوالينا تتعاون معنا فان الحاجات دي مثلا تتقدم لنا فورفري للولاد انو مثلا يروحوا مكتبات يروحوا حاجات يعني مش لازم كل حاجات تبقى بمقابل يعني ممكن بما ان الولاد احنا احنا اصلا الدار قائما كلنا على التبرعات فلو في جهات تتعاون معنا ان الولاد دول يدخلوا نوادي يدخلوا مكتبات يدخلوا متنزهات فورفري دي حاجات جوياتة انو مثلا ناس وفر لنا مثلا الاكل والشرب اليوم الحاجات اللي بيستخدموا الاستهلاك اليوم اليوم في كل حاجة دي حاجة مهمة برضو اللبس المصاريف المدارس دي كل حاجات كل الحاجات هنا قائمة على التبرعات احنا بنشكر حليك جدا وسعادة ان احنا كنا مع حليك النهاردة وان شاء الله اللي نقدر نعمله هنعمله وكل سادة المشاهدين من ابروهم ان هما اللي قدروا يعملوه يعملوه وبنشكر البرنامج اللي اتحدنا الفرصة ان احنا نكون بنعمل حاجة كده ونقدر نوصل لأولو حاجة بسيطة او نسعب لأولو حاجة بسيطة جا ما شفتم ريهام وشريف اشتغلوا موزيعين جيدين جدا اعملوا رسالة رائعة جدا النهاردة لما راحوا ازاروا در ايتام وشعركوا ايه بقى بعد لا شراكنا اصل الطفل ده انا زي ما اقول يعني زمان لما كنتش مخل لما لسه او ما كنتش خلفت كنت اشوف الطفل عادي يعني حتى الافلام لما كنتفارج مثلا على الكارتون مثلا فاينبينج ميمو انا حط دايما لنفسي انا الطفل يعني انا لما كان الطفل ووالدي عايش وبالنسبة لي الى انا مش شاهل مسؤوليات يعني مسؤوليتي ان انا مش شاهل مسؤوليات نفسي كنتشوف اللاينكينج وبتاع بأنا سيمبا دلوقتي انا باشوف اللاينكينج اب انا لاب ودايما حطت نفسي لما شوف اي فيلم فيه ابه وابنه انا بحط نفسي احساس الاب الاب ده حاجة مسؤولية كبيرة مبنحسش بهCS ما بنفقدها فإن طفل يكون فقد لأبوه وأمه اللي هي مصدر الحنان الأساسي بالنسباله ده ملوش حد من يومة ولد وكمان عيان فده حاجة اللي هو يعني يا ربنا اجمعنا بكل الأطفال دي في الجنة لأنه ما فيش أوحش من كده ابتلاق إن يكون طفل عيان ويتيم دي مصيبة سودة ده فقد للدنيا يا رب إن شاء الله طبعا مش تفقد للآخر إنهما يدقوا ملايك يا ريهم انت باك عن الزيارة والله حاجة مؤثرة جدا مش عارفة يعني طبعا طبعا يعني يريد أي حد يقدر يتبرع يتبرع لأن دي بتهيقلي حالة من الحالات أصعب حاجة في الحياة يعني إنه يبقى طفل مش عارف يعيش حياته كطفل اللي هي أصلا بتبني كشخص لما يكبر كله بيتبني منه هو طفل فلما يبقى معاش طفلته بيكبر بيبقى مش الشخصية اللي كان حيبقاها لو كان عنده أبو أم موجودين ولو كان بصحته يعني وقدر يعيش طفلته ومهما ديناهم من عطاء مش هنعرف نعوض الأب والأم الحقيقيين يعني مهما أب أو حد تبنى طفل عمره ما هيبقى زي أبوه ولو صدت تبنى الطفل عمره ما هيبقى زي أمه مهما حصل فيه حاجة غريزة ما ربنا بيحطها في الأم والأب وإحساس ما إن أنا ممكن النهاردة أموت عشانه دلوقتي دي مش هتبقى مكان الطفل اللي أنا بتبنى مهما مهما حبيته هيبقى دايماً في حتة نومش ابني آه متبنى وعايش معي وأنا مثلا أبوه البيولوجي بس أبوه اللي أنا عايشت معاه وترواه ربيته ومش البيولوجي بس في النهاية مش حبقى بإحساس الأب اللي ولد والأم اللي ولدت واللي ربت واللي بتحب ده أكيد يعني أنا بشكرككم جداً على الدور اللي أنت عملتون نهاردة ده أظنى ده أهم دور عملتون دول اتنين مع بعض طبعاً مش عايشت عملتين عجل معناك مع عمل مشترك أول ده أزايك رس في الخير الحمد لله بشكرككم على الخير سعيد جداً بيك أنتوا الاتنين أنتوا الاتنين أيضاً من بعض وأنا بحبوكم أنتوا الاتنين وبحسة إن احنا يعني الناس بتحبوكم وربنا يكتب بيكم الخير ويساعدكم في بيتكم ويساعدكم مع أولادكم ودايماً من نسبة عنكم ودايماً لكل خير وسعادة بنا يفليكم جداً 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 هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من نومبر ون عندنا كلام كتير النهاردة هنقوله خالص تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني أي نعم هو متأخر وإحنا بنتكلم على كاس العالم لكرة اليد ومباراة قوية جداً جداً هي أمام منتخب الدنمارك نتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لمنتخبنا الوطني أعتقد الفارق كان ثلاثة أو أربعة قبل ما ندخل على الهوى مباشرة أتمنى إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر يقدر يحصل الفارق عندي كلام كتير جداً كالعادة في المقدمة دايماً كإعلام رياضي بندور على القدوة وبندور على هدف وبندور على نجم أو نجم يسترشد بي كل شبابنا وكل أطفالنا وده اللي خلاني نهاردة أبتدي معاكم الحلقة بالمجلة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة مجلة دي اسمها أنت البطل خد بالك أنا عندي أخبار وعندي تفاصيل وعندي كواليس كتير جداً جداً عن الأهل وعن الزمالك وعن الصفقات الصاروخية اللي بيعملها بيرامدز هتكلم فيها هتكلم فيها بس هو جزء أصيل مما نقدمه من إعلام رياضي هو أننا ندور على حاجة حلوة ندور على لقطة حلوة اللقطة الحلوة اللي أنا بتكلم عليها هي اللي قدام حضراتكم دي وهي المجلة اللي في إيدي دي قصتها إيه؟ قصتها كالتالي وزارة التضامن الاجتماعي تعالوا لي يا شباب من فضلكم عشان نركز عشان نعرف دور القدوة بيبقى عامل إزاي إحنا كلنا شايفين أنه محمد صلاح هو فعلا فعلا نومبر ون وصل لحتة محدش وصل له وزارة التضامن الاجتماعي وأنا بحقيها من مكاني هنا عندها فكرة دايما مختلفة ناس عاملين حملة اسمها حملة أنت أقوى من المخدرات فعملوا إيه؟ دوروا على قدوة دوروا على مثل فقالوا نعمل مجلة للأطفال من سن عشرة لخمستاشر سنة وهم بحسب الدراسات البحثية الأكثر عرضة في مجتمعنا المصري لإدمان المخدرات فراحوا لصحفي وكاتب موهوب وشاطر اسمه الدكتور محمد فتح عايزين نكتب حاجة للأطفال نعمل إيه؟ فقال لهم عايزين تكتبوا حاجة للأطفال يبقى محمد صلاح تفقت الرؤى على محمد صلاح طب نبعت لمحمد صلاح بعته لمحمد تكتبت المجلة وهي ملونة وممتعة وشيقة للغاية أقول لكم مفاجآت حلوة أو تكتبت المجلة تبعتت لمحمد صلاح والرامي عباس وكيله أراها كويس؟ وشافها كويس؟ اتبسط بيها؟ ادى بيها موافقة إن هي يتم مشرها بشرط ألا تهدف إلى أي أرباح تكون أو يكون هدفها الأول والأخير هو التنوير هو الاسترشاد بقدوة هو محاولة استغلال وهي دي النقطة المهمة قوي بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها هو محاولة استغلال كرة القدم لأول مرة في مكانها الصح دي أول لقطة احنا بنشوفها من سنين طويلة جداً جداً ليه علاقة بالخلطة السحرية اللي هي ثقافة وفكر وكرة شوف الخلطة عاملة إزاي؟ ثقافة وفكر وكرة ومتعة في المجلة دي اللي قدام حضراتكم توافق عليها من محمد صلاح وبكرة هتبقى موجودة في معرض الكتاب علشان توزع مجاناً تاني كده توزع مجاناً احنا مش في جزر منعزل عن بعض هتلاقي دايماً ثمة توافق مامة بين اللي أنا بقوله ده وبين الأحوال الكروية والرياضية يعني لما نقول إن الكرة يا جماعة لازم تكون مدعاة دائماً للفخر يبقى ده حقيقة لما نقول إن إحنا مش عايزين نبقى متعصبين يبقى ده حقيقة لما نقول إن إحنا عايزين نستغل الكرة ونستغل نجوم الكرة بجد وصح آه طب ما هو ده المسألة هو هقولكم على حاجة وبكل أمان اللي أنا بقوله ده أنا عارف إنه لوحد دلت تفرج على التلفزيون جاي يقول لك يا عم يا عم ما تقول لنا الأهل هيعمل إيه وهجيب مين ونقص له مين صفقات وفي الزمالك هيعملوا إيه والبرامج هيعمل إيه في الزمالك في الماتش اللي جاي بس ده دوري مش عارف هتخلى عنه دوري إنه لما نشوف حاجة حلوة في بلدي أسقف وأفلاط عظيم سلام وأقول أنا عايز من ده أنا نفسي من ده نفسي بعدنا كده نفسي بوسط الكرة والرياضي يتم استغلاله استغلال إيجابي مش كده وبس المجلة دي حسب دراسات معينة ستوزع مجانا حوالين وفي محيط المدارس اللي بحسب الأبحاث ودراساتهم طلع فيها إنه الأطفال في السن ده عرضة للمخدرات شفتوا حلوة كده شفتوا جمال كده شفتوا حاجة تفتح النفس كده طيب لما بنتكلم بقى على محمد صلاح وإنه راجل محترم وإنه راجل بيعرف فعلا يستغل اسمه لمصلحة بلده يبقى ده كلام مش من فراغ مرة تانية وتالتة بشكر وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة غدوالي عشرة على عشرة خطوة في منتهى الجمال مسمحولي إن أنا أقول لكم كمان أشكر أستاذ عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان وفكرة المجلة اللي هي المحمود صالح وتأليف الدكتور محمد فتحي ورسوم خالد عبد العزيز شكرا أنتو على دماغنا من فوق في سياق متصل وأنا بتكلم عن محمد صلاح اللي بقول لكم ده أنا عارفه كويس ومتأكد منه شفتوا محمد قال لك أنا مستعد وأنا الأيقونة بتاعة المجلة بس بشرط ما تهدفش للربح أقول لكم على مفاجأة لحد النهاردة لحد النهاردة محمد صلاح والاتحاد المصري اللي هي كرة القدم ما اتفقوش على صيغة معينة تتعلق باستغلال سرطه في أي حاجة تخص بطولة الأمم الأفريقية تاني تاني تالت رابع لحد النهاردة لحد اللحظة دي لحد اللقطة اللي أنا بكلم فيها حضراتكم دي لسه ما حصلش اتفاق نهائي ما بين محمد صلاح وبين الاتحاد المصري اللي كرة القدم الأزمة اللي حصلت خلصت بقعدة عرب لما كان المهندس خالد عبد العزيز متوجدا كوزير للشباب والرياضة وخلصت القصة المرة دي لسه الموضوع ما انتهاش ده تمنى انه ينتهي واحنا بنقوله من دلوقتي قبل بطولة الأمم الأفريقية علشان ما ندخلش في راو وفي أزمة احنا في غنى عنها كلنا كلنا في غنى عنها موضوع تاني بقى مهم قبل ما نروح لتسعين ثانية واتمنى بلغة المحب للناس في الاتحاد المصري كرة القدم يبصوا على الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها دي الفار وتطبيقه في دولة زي ألمانيا في البوندزليجا جربوه تقريبا على 875 حالة 879 حالة الناس في ألمانيا كجمهور كانوا رفضين السواد الأعظم في كل الاستفتاءات أو أغلب الاستفتاءات كانوا رفضين فكرة الفار أصلا مش عاجباهم قال لك هتقلل من متعة كرة القدم الناس الجمهور هو ما العايزين كده فالاتحاد الألماني كرة القدم أصر على تطبيق الفار ومإن اللي يحصل تتطبق في حوالي 879 حالة في 153 ماتش حاجة شبه كده يا رب أكون الأحصائية أنا مذكرها كويس في 153 ماتش فجدوا أنه ما لاجأوش لتغيير قرار الحكام إيجي في 238 مرة ما رجعوا لهوش تاني يعني في التقنية دا لأنه قراره كان شبه صائب بالتوافق مع الفار واكتشفوا أنه هما عدلوا 40 خطأ مؤثر في اللقاءات دي يعني كان فيه فرقة تكسب ما كسبتش وكان فيه فرقة هتخسر ما خسرتش بسبب أنهما عدلوا 40 قرار بنقول دا من دلوقتي عشان نفسنا في يوم الأيام يبقى عندنا فر 90 ثانية حصل إيه في مصر وحوالين العالم تعالوا نتابع مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر دا اللي حصل بالزبط في 90 ثانية طب إيه اللي هيحصل النهار دا في نامبر وان بعد جزء الأخبار إن شاء الله بإذن الله في الجزء التاني حوار نار نار يا حبيبي نار كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني مشرفنا ومنوارنا في نامبر وان في حوار في منتال أهمية الهاشتاج بتاعنا زي ما حضرتكم متعودين هو نامبر وان أحمد ناجي نامبر وان أحمد ناجي ظاهر أمام حضرتكم على الشاشة هتبعتوننا على تويتر هتبعتوننا على فيسبوك هنرد على كل حاجة جاهزوا نفسكم الحلقة سخنة من بدايتها من أخبارها خليكم معنا البداية النهاردة من نادي الزمالك وكلامي حيبتدي عن أخبار نادي الزمالك وتحديدا موضوع خالد بطيب البطاقة الدولية وصلت ولا ما وصلتش إيه آخر الأخبار آخر التفاصيل صفقات نادي الزمالك الجديدة أنا معايا على التليفون الناجح جدا أستاذ أمير مرتضة منصور المشرف العام على كرة القدم بيه نادي الزمالك يا أستاذ أمير مسائل فل أنا مش سامع أستاذ أمير ها طيب نحاول نرجع معنا طيب لحد ما يكون معنا الأستاذ أمير مرتضة منصور ما حصل بالنسبة للصفقات الجديدة في نادي الزمالك خالد بطيب هو أحدث الوجوه المنضمة لقلعة الزمالك والقصة باختصار شديد أنه لحد دلوقتي ما وصلتش البطاقة الدولية ما الأسباب لأنه احنا كلمنا كمان كلمنا الاتحاد المصري للكرة القدم وقالوا نادي الزمالك أرسل النهاردة في طلب البطاقة الدولية وبالتالي حصل تواصل مع ناديه وبالتالي حيكون أو حتبقى متواجدة البطاقة الدولية هل الرجل حيعتمد عليه ولا لأ هل الرجل حيبقى موجود ولا لأ ده اللي احنا حنعرفه ماشي خليني برضو أتكلم معاكم في جزئيات لحد ما يرجع لنا أو يكون معانا على التليفون أمير مرتضى منصور لأمانة للأمانة طيب الفترة اللي فاتت دي فيها حالة كبيرة جدا جدا من التوحد ما بين جمهور نادي الزمالك وما بين فرقته وإحساسهم بأنه الكل نضج اللعيبة كلها نضجت وده مش هيحصل غير لما يكون فيه كدر فني كامل قادر يلم الفرقة وقادر يجمعها طيب بقى موجود معايا على التليفون أستاذ أمير مرتضى المشفى العام على كرة القدم مسائل فل السيد الخير أبراهيم ومبروك على البرنامج الله يبارك فيك سعيد جدا أنت موجود معايا النهاردة نحن نشوفك تاني بعد فترة فترة التوقف كده وإن شاء الله رب نوفقك في البرنامج ربنا خليك يا رب أميني وأنا معجب بإسم البرنامج على فكرة أنا لسه عارف اسم البرنامج فأنا معجب بإسمه ربنا خليك يا رب طيب بس يكتب عليك أن أنت لازم تتضيف ناس معينة يعني هو يحددك بقى في الإعداد شوية لا مش هيحددني ولا حاجة لأنه أكيد كل الناس اللي هتبقى موجودة فخب بالك عشان إسمك حيرتبط بي الهاشتاج دايما بتاعي بيبقى كده نومبر ون حيبقى أمير مرتضى فخب بالك من جزئية دي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بسألك على خالة بطيب وأخبار بطاقة دولية إيه طيب هو مبدئيا بس عشان أنا عايز أوضح حاجة قبل موضوع خالة بطيب فضل هو في حملة كده بقالها 4-5 أيام أم أم معرفش مين اللي بي يعني مين اللي وراغا بس هي بتصدر للناس أو لجمهور الزمالك لحديدا إن إن إحنا متأخرين أو إن في يعني في حاجات إطارة الكورة متأخرة فيها أو كده إحنا اللي إحنا بنقوله من أول السنة هو اللي بنطبقه دلوقتي أنت توصل للصفقات أنت بتكلم على الصفقات صحي كده؟ سواء الصفقات أو صحي يعني مثلا موضوع قدقل بطيب بحاجة إدارية بحثة يعني مع معنا فجأة في حيث النهاردة لقيت الناس كلها بتتكلم هو هيتأيد ولا مش هيتأيد وبعدين في خبر تاني أطلاقه مش جاهز خبر ثالث أصل الفلوس ما تبعتتش فاحتمال ما يأيدهوش عشان هم رجوا في كلامهم طبعا كل الكلام ده عبس خالب بطيب قبل ما يوقع لناس دمالك بعشرة تيان كان بلعب مع ترقيته وسجل هدفين يعني وده كان سبب من أسباب مش هياخد وقت على مثلا فطرة إعداد أو حاجة بلعيب قبل أجهزات الكريستنس بثلاثة أيام كان بيلعب مصر مع فريق التركي وسجل هدفين كويس فبالنسبة لقيت خالب بطيب ده حاجة إدارية بحتة مفاش يعني مفاش مفاش محتاجة لنا حد يفكرنا أو إن حد يقول هو هيجي أو مش هيجي أو هيلعب أو مش هيلعب هيلعب أو مش هيلعب دي بتاعت المدير الفني في تقرير وإحنا في المغرب في مباراة دانجا من كابتن أمير عزمي الجاهد عشان هو كان بيدرب اللعيبة المسا فريتش كان منهم عيمان حسني وخد البطاية وكابتن أمير كتب تقرير للمستر جراس جاهزة الاتنين لعيبة دول للمباراة اللي جاية فإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه وعارفين يعني الإجراءات الحاجات الإدارية دي عارفنا بنعمل إيه فلوس تتحولت كانت تتحولت على وفاكين والنادي وفي دفعة تانية تتحول مع البطاعة الدولية وإحنا عملنا طالب البطاعة الدولية والبطاعة الدولية هتيجي بكرا إن شاء الله يعني يعني أقصى تقدير هتيجي يوم الأربع يعني خيارة بطاية إحنا كل الحاجات اللي إحنا كنا رسمينها من الأول هي ماشي في الطريق الصح فنحتاجين حد يفكرنا أو حد يطلع يقول كلام غرط عسان نطلع ننفي في بقى في الآخر إحنا قفلين يا براهيم قفلة زي ما أنت بتقول كده في أول الحلقة إحنا قفلين قفلة مش وقفلة ليها هدف يعني القفلة اللي مقفولة على الفرقة دي ليها هدف مش هي مش يعني مش تكبر أو رخامة إن إحنا بنرخم على الإعلام أو على الناس بس إحنا دلوقتي بنراعي حاجتين لازم يحصلوا في نفس الوقت ونراعي استقرار الفرقة التتصدر الدوري ومشى كويس جدا في البطولة الكونفيدرالية خلاص لازم نراعي ده وفي نفس الوقت لازم نراعي الأخبار اللي بتبع حولين الفريق زي مثلا مين جاي ومين ماشي ده حاجة ممكن تأثر على مسارة الفريق اللي بيلعب دلوقتي ومركز دلوقتي كويس فممكن يبقى الناس شايفة إن فيه تأثير في إعلان عن حاجات معينة لكن لازم نفس تتأكد إن ذهب صح للفريق لل 31 فريق 31 لعيب اللي جواه الفرقة ده أحسن حاجة بتتعمل لهم صفقة تخلص متخلص دي حاجة بيننا وبين اللعيب وبين النادي يتعلن عنها إمتى ليها معات تاني مش مجرد إنها خلصت يتعلن عنها فأنا بس أطمن الناس إن اللي إحنا قلنا عليه من أول السنة اللي إحنا رسمناه من أول السنة إحنا ملتزمين بيه وبننفزه ولا هنتأثر بـ بـ سوشيال ميديا ولا هنتأثر مع احترامي طبعا لكل الجمهور اللي خايف على فرقته وعايز يتطمن على فرقته الظروف السنة دي مختلفة خالص ممكن يبقى الناس مش متعودة إن نادي الزمالك يبقى بيحضر لست شهور أو لسنة قدام ممكن تبقى الناس متعودة من السنين اللي فاتت في نادي الزمالك أو بشكل عام في الأندية في مصر إن الصفقات أو الإعلان عن الصفقات بيحصل بشكل معين فهم بيقرنوا اللي بيحصل ذاتي في الزمالك بالسنين اللي فاتت إحنا قلنا أنا قلت في أكتر من عشر مداخلات قبل كده على مدار الأربع خمس سهول اللي فاتوا إن التدعيم هيبقى في مركز أو مركزين بيك كدير وقلت قبل كده برضو إن اللعيبة اللي هتمشي هيبقى لعيب على أقصة تقدير هو اللي همشي وفعلاً هذا اللي حصل مع دونجة فمفيش حاجة عشوية بتحصل يعني إحنا ما بنجيبش لعيب زي بقيت الأندية معترامي طبعاً كل نادي أضرب ظروفه ممكن نادي عنده لعيب اتصاد فيبقى يضطر أنه يشتري لعيب بس للأمانة للأمانة عشان أبقى منصف زي ما احنا في سنين كنا بننتقد نادي الزمالك إنه كل سنة يا إما بيبني فرقة في بداية السنة ويجي تاني يهدها ويبني فرقة تاني في يناير لا أما هو التراكم اللي حصل في نادي الزمالك ده بالنتائج وبطريقة اللعب أكيد أكيد اللي انتو بتتحركوا فيه ده التحرك السليم والصائب إنه نادي زمالك احتاج في مركز المهاجم فجاب خالد بطيب والدنيا ماشى بشكل كويس جدا في باقي المراكز يمكن الناس شوية ممكن تتكلم ناحية الشمال هل ممكن نادي زمالك يفكر في تدعمها ولا لأ هل ده من ضمن الحاجات اللي بتفكروا فيها ولا لأ طيب يعني هكمل لك السؤال ده بس عايز بس اتفضل اخلص موضوع خالد بطيب للنهاية اتفضل عشان انت تبقى برضو يعني عن طريقك الناس تبقى عرفة ايه اللي بيتم واللعيبة بتيجي ازاي يعني الزمالك بيهتم باللعيبة أو بيتعاقد معهم بقاني صورة وبقاني شكل خالد بطيب هو واقع للاختيار ضمن أكتر من خمس لعيبة ليهم نفس المواصفات بتاعت خالد بطيب كان نسر برص عنده طلب ان هو هو شايف ان 6 شهور يجايين دول محتاجين مواجم يبقى عنده خبرات اه معينة بحاجة يعني هو مش عايز حد اه واعد هو مش عايز حد اه ياخد فترة على ما يتأقلم عشان كده كان الاختيار ما بين الخمس مواجمين اللي احنا بنختار منهم كان كلهم لعيبة دوليين وكلهم في نفس السن بتاع خالد اواقبر سنة اواقبر سنة يعني في المنطقة دي تمام لان هي دي مواصفات كان الاختيار ان خالد يدخل مكان مين كان الاختيار من اول يوم ان خالد يدخل مكان كاسونجو اه لان حميد احداد لم يختبر عمر السيد لم يختبر خلاص لاب التالي لو احنا كنا ماشيين حد من الاثنين دول كان هيبقى نفس الكلام اللي انت بترويه دلوقتي اللي هو العشوائية في الاختيار او العشوائية في ان انت بتسيب العيب ان هو جيه على اساس ايه انت جيبته على اساس ايه فترة انتقالية هيطلع. مم. ان هو يبقى معنا بس في الفترة اللي في الاول. وفي اقرب فترة انتقالية هيطلع. وهو طبعا قدم على الزمالك بشكل كويس جدا. لكن احنا عندنا تطلعات لتطوير المركز ده. مم. يعني عشان في ناس كانت بتقولك طب ليه ما مشيتش مثلا حميد وجبت حد جنب جنب كاسونجو. لان كنت هتبقى في الاخر هي نفس المعطيات اللي هتطلع. في الاخر هو كاسونجو هو العيب بنفس الانتاج بتاع ولان نوع العيب ما بخلش خالص على ناس زماني. ولكن ارقامه معنا كانت احنا يعني محتاجين حد يبقى. عندكم تطلعات عندكم تطلعات اكبر من كده. اكبر من كده. بتطوير المركز ازاي? والتطوير كمان كاسونجو ان هو لما يطلع يقوم تجربة بفترة ست شور في دوري تاني بدغوط تانية بدوافع تانية. هو ممكن يرجع لنا بشكل افضل من كده. فده بالنسبة ده اختيار ليه خالد اللي جاء وليه كاسونجو هو اللي طرع. وطبعا ما عندنا فيها. طبعا بالتحديد عمر السعيد لان العيب حميد لقى بفترة اهل من عمر. اه عمر السعيد. من ساعة ما كاسونجو مشي. لحد الفترة ده احنا متكلم فيها. محسسناش خالص بغيابه. وواجل لقى تراث مطرس جاب جنيه. وده كان حاجة من الحاجات اللي احنا قصدين ان كاسونجو هو اللي يطلع بحيث احنا نتجي الفرص لحميد وللعمر ان هم يضبطوا نفسهم. صحيح. فده بالنسبة لمركز المهاجم. ومعندناش فيه خلاص اي مشكلة. سواء بخالب بوطايم او سواء بعندنا ثلاث لعيبة فنية مختلفين. بعندنا اللعيب الخبرة وبعندنا اللعيب القوي وبعندنا اللعيب السريع. الثلاث لعيبة دول مختلفين عن بعض. خلاص فنية. ده كانت بوجه تنظر ادارت البورة ومستر جراس. بالنسبة لبقية المراكز. بس برضو يعني الناس تبقى فاهمة. مستر جراس من ثلاثة او اربعة شهو. فهو اطلب ان احنا نحضر له مركز باكليفت. الكلام ده كان قبله مع عبدالله جمعه. اطلب ان احنا نحضر له مركز باكليفت. ان هو يبقى فيه موجود حد باكليفت. مع اللي موجودين. لان هو بيعتبر ان فتوح. العيب موجود في الفرقة كده كده. نستفيد منه. تحيث ان هو تحت السل. فكده كده هنستفيد منه. ان هو هو يبقى موجود. ان هو مش راكد مكان من الناس اللي موجودين في السل. ايه. وكان طالب اه 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 قلب دفاع. تمام? الكلام ده برضو كان قبله من محمد عبدالسلام ومحمد عبدالفاني يلعب. تمام? مهم. وايسا. ومرور الوقت. ومع ضغط المباريات ومع المستوى اللي ظهر به عبدالله جمعه هو. المستوى اللي ظهر به اه محمد عبدالسلام ومحمد عبدالفاني ومستر جراس اتستغنى تماما عن الفكرة دي وقرر ان هو يكمل الموسم باللعيبة دي وشايف ان هو اللعيبة دي بالعدد ده يعني ان يبقى عندك في المركز قلب الدفاع اربع مدافعين شايف ان دي حاجة ايجابية جدا اكتر من كده هيبقى فيه بلبلة في المركز ده هيبقى اللعيبة متشتتة اقل من كده هيبقى فيه النقص في المركز ده كويس تمام فبالنسبة ان مين اللي جاي ومين اللي ماشي رجل بعد من ثلاث سهور غير قناعته تماما وهو طلب مركز المهاجم بس يبقى الزمالك دلوقتي ماشي وفقا لاجندة بيحطها الراجل المدير الفني خليني بس حط خطوط مهمة على التصريحات اللي انت بتقولها والاجندة دي بتمشي في مصارها الطبيعي بالتنفيذ عن طريق الادارة وعن طريقك وبالتالي دلوقتي ليس لنادي الزمالك اي حاجة فاي تعاقدات لانه الراجل هو دي طلباته عايز كان مهاجم خبرة بالسن ده وبالمواصفات دي وبالشكل ده عشان عنده نوع من انواع التنوع انما مش طالب اي مراكز تانية وبالتالي نادي الزمالك اخد احتياجاته دي كانت النقطة اللي الناس كلها بتسأل عليها وبتتكلم فيها نادي الزمالك اخد احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية دون النظر لأي تعاقدات اخرى كده مظبوط انا بكلم مظبوط بالزبط صح كده بس عايزة اوضع حاجة تانية كمان كده ان احنا بنشتغل انت عندك المسؤولين على الكرة في النادي هم اتنين المدير الفني وادارة الكرة خلاص كويس ساعات بيحصل كلام بيننا وبين المدير الفني هل ساعات المدير الفني مثلا بيبقى لي رغبة معينة مثلا يعني ممكن مثلا هو يبقى شايف ان اللعيب ده في الفترة دي هو مش محتاجه وبيبقى شايف مثلا ممكن اللعيب يطلع عارة وبيتسيب في الاخر القرار للنادي يقول للنادي والله هو شايف انه هو يطلع اللعيب ده او يبيه كويس انا بقول لك رأيي انا هحتاجه الفترة الجاية ساعات احنا كقدارة كورة من نتوقعش معاه اللعيب ده هيفضل موجود واللعيب ده انت تستفيد به في المستقبل القريب كمان وفعلا يعني بتثبت كلام نصح فبيحصل ثقة اكتر منه في قدارة الكورة ممكن تقول لي مثال يعني ممكن تقول لي مثال على مركز مش على اسم اللعيب انه كان ممكن يخرج اعارة او كان قريب من الاعارة واسبت وجوده وبالتالي اتحافظ عليه بيعني نقاش مثمر ما بينكم وما بين الرجل بص انا عشان يعني يعني الكلام ده ممكن اقوله في اخر موسم مش هبقى عندي خجل ان انا اقوله خلاص لكن انا بقول لك ايه في اخر وجهات نظر هو مستر جرات مثلا فيه فيه وقته معين وهو كان شايف فيه ان مثلا ممكن يبقى فيه proportionalعيب اه يعني مصاب مثلا ومدخلش مع الفرقة وما كانش هو تخيل ان هو ظروف هتحطه في موقف ان هو يقدر يلعبه فرقة وان هو يحسسن ان هو لعيب догبير وبيلعب له فترة مع العلزمالك ده حصل اكثر من مركز يعني هقولك على حاجة حسن زي يعني هديك مثل عشان ما يحرقش احد زي هذا موضوع عبدالله جومع عبدالله جومع كانت طالب تدعيم في مركز باكليفت عندما عبدالله جومع عليها باكليفت هو استغنى عن هذه الفكرة كويس يعني هاديك هذا المثال بالطريقة دي وفي اخر موث ان شاء الله سنتكلم نقول هاديك امثلة لان في الاخر كل العيبة دي موجودة دلوقتي ومستر جرس موجود دلوقتي فان الصح ان احنا نقول لوزنة موزنة وحاجات كانت تتألف مقفولة ان احنا نقول وهو كان بيفكر ازاي او دلوقتي لكن هو في الاخر راجل هو في يعني هو عايز ينجح واحنا عايزين ننجحه ورأيه في الاخر يعني بنستخد به وهو في الاخر برضو بياخد برأي اقدارت القرى وفي الاخر الثقة المتبادلة اللي بتحصل بنا بسبب المواقب بسبب ان انا اتكلمت معاه في وقت مرات على لعيب او اثنين لعيبة فهو بعد فترة ابتدي يستفيد من اللعيبة دي وابتدي تبقى لعيبة اساسين فهو ابتدي يعني حسن النادي في الاخر عايز ينجحه وانه هو في الاخر قبل اي قرار هاخده لازم ارجع للناس لان الناس دي ليهم تجارب معايا قبل كده انصحوني بحاجات لما استفدت بالنصائح بتاعتهم انعكس ده على الفرقة وعلى مستوى الفرقة اللي عايز باش تقوله في المنطقة دي كمان اللي دي علاقة بالاستفاقات والتعافضات والكلام دي كله نادي زماريك السنة دي اشتغل وحضر بدري يعني انا يعني انت عامدك دايما الموسم اللي انتقلات في يناير بيباغر في الصير انت حطارت بدري انت جبت فرجاني ساسي ورجعت كهربا ورجعت مصطوى فاتحي وجبت حميد احداد وجبت محمد حسن وجبت محمد عبد الثلاث تمام؟ ايه نسبة نجاح اللعيبة للزمال الجدي تكاد تتخطى لتسعين في المية ونسبة انتجامهم على الفريق تكاد تتخطى لتسعين في المية تمام؟ فإذا احنا اشتغلنا بدري فانا ما عندي شر الحاجة ان انا دلوقتي ده مش كلام انا على فكرة عشان الناس بتطلع تقولك فيه ناس او فيه ناس بتحب زمالك او فيه مكاد او فيه جمهور بيطلع دايما يقولك لا احنا محتاجين انت شايف ان احنا مش محتاجين ده رأيي المدير الفني اللي انتو يعني اللي احنا بنتفعله مرتب شهري عشان هو اللي يجي حط السياسة الفنية للفرقة وده رأيي اقدرت الكورة وفقته فيه فالموضوع مش بالكترة والموضوع مش بمين اشترى ايه والموضوع مش بان المنافس سواء نادي الاهلي محترمي لي او نادي بيرمز محترمنا لي او نادي اسمعيلي محترمنا لي ان هو اشترى خمس وست لعيبة فان انا انا كده يعني اتقايم زيهم انا عندي معطيات تانية خالص بالعكس ممكن اي اضافة تحصل اه تضر موازن خالدة كلها ماتفيتش لان انت عندك فيه لعيبة معينة اه في مراكز كتيرة عندك يعني واحد مثلا زي اوباما او واحد زي كهربا او واحد زي طرق حامد او واحد زي حمدي النجاز واحد زي مرامد عبدالرام زي الوينش زي عبدالغاني زي محمود علاء لعيبة دي شالتك يعني اللعيب رقم واحد شالك واللعيب رقم اثنين شالك تمام؟ صح فيش اي مبرر ان انت تقول له انا مش وافظ فيك وهجيب لك حد تاني ان هو ارقامه بالنسبة للمدير الفاني وطلبات المدير الفاني هو حق المطلوب منه 100% وكمان ارساء لمبدأ العدل يعني الفرقة لما بيكون فيها عدل الدنيا بتمشي بشكل صحيح والنقطة دي كمان مهمة انا والوعد اللي انت بتديلي اللعيبة في اول السنة بتقولهم والله انتو عندكم الهدف ده حققوه في اول اربع شهور من شهر من بداية الدوري بحد شهر يناير الوعد ده انتو او الهدف ده لو انتو حققتوه مع ادارة الكورة انتو هتسهلوا علينا حاجات كتير هنبقى مش محتاجين نشتري اللعيبة وما فعلا هنحققوا كل المطلوب منهم اه يبقى اذا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده مش وقت تدعيم ده وقت ان انت تحافظ على الطوام اللي عندك وان انت تطورهم وان انت تشغل عليهم اكتر او هيحصل تدعيم يعني هيحصل تدعيم في مركز المهاجم لكن انت بتحل مشكلة عندك انت مش فكرة مش هتجيب خالب بطاية تحطه جنب كاسونجو وتحطه جنب لأ انت بتمشي مين وبتجيب مين مكانه ودرجة انتجام اللعيب اللي هيخف ده هتبقى عنه ازاي ويعني برضو اقول لك حاجة لك انت ان شاء الله في انا قلتك بكده التدعيمات هتبقى لعيب او اتنين فيه لعيب تاني ان شاء الله هيتعلن عنه بعد مباراة بيرامدس هيبقى لعيب اضافة للمراكز اللي احنا محتاجينها خلاص وهيبقى مش على حساب حد من الناس اللي بتلعب بالعكس هيبقى تطوير للمركز لان احنا الفترة اللي جاية زي ما انت شايف احنا دخلين دوري مجموعات والبطولة الكمفيدرالية وعندنا الدوري هيفضل مطول لان البطولة كاس الامم دخل علينا فدوري هيفضل مطول فترة اكتر من كده يعني برضو في نقطة مهمة دلاتي انت بتقولها لي انه والجمهور نادي زمالك في صفقة جديدة بعد مباراة بيرامدس احنا بقى بمنقولش سوبر ولا مسوبر احنا ملناش علاقة سوبر احنا بنعمل الصح الصح اللي هو احتياجات الفرق ايه واحتياجات المدير الفني ايه وهو ده اللي بيحفظ صحيح في مكافأات فعلا احنا اللي بنشوف الوقت الاصلح مش صح ان انا اعلن ابن ما احترامي كل الامدية احنا الزمالك في اسلوب مش صح ان انا اعلن ابلي مطش مهم ان انا اقول انه جاي ومش جاي صحيح في مكافأات فعلا تحفيزية للفوس في مطش بيرامدس ولا كله ماشي وفقا لللايحة العادية بتاعت نادي زمالك اه لا مباراة بيرامدس اه يعني محترامنا لنادي بيرامدس ومباراة نادي الاهلي محترامنا لنادي الاهلي هي مباراة بتلات مؤقت اه اه اللعيبة لعيبة نادي زمالك لعيبة محترفين ولعيبة محترامين اه اه وهم بنسبة لهم كل مباراة بنسبة لهم هيلعبوا اه بنفس الروح وبنفس الكفاءة اه مش محتاجين حد يحفزهم مديا علشان اه 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 يطلقوا احسن ما عندهم بالعكس هو ما عندهم غيرة على على المركز اللي هم منحققينه بالوقتي وعايزين يكملوا البشهر اه اه ما يغلطش تاني فلا اه هي مباراة طبعا مهمة في الدوري زي اه مباراة بنسبة لنا وانا يمكن اقول قبل كده لو الدوري اتحسن اه يعني قبل نهايته مثلا بخمس اسابيع هنفضل نلعب لحد ايها الاسبوع كأن الدوري ماتحسن في اخر حاجة بقى الراوي اللي شفته على تويتر مبينك ومبين المسشار توركي الشيخ مالك نادي بيرامدس وانه يوم الخميس الجاي الزمالك هيتغلب ثلاثة ومش حارضة الا به هزيمة بثلاثة بتشوف ازاي التصريحات دي من وجهة نظر لا يشوط على طبيعية جدا احنا انا على المستوى الشخصي بحبه انه بحترمه جدا لعز قبل ان هو رجل في الاخر طور طور الدوري مصري ضخ دم جديد في الدوري مصري ضخ افكار جديدة في الدوري مصري كانت الناس مش مش متجرأة انها تدخل فلوز دي هو افاد الدوري مصري فاكل كبير والدوري السعودية دي انا رفنا بقى عامل ازاي وبطولة العربية طبعا هو طور الرياضة بشكل كبير على المستوى الثاني نجزة مالك هو دعا نجزة مالك في اكتر من العيب وفي اكتر من موقف يعني وبتربطنا به علاقات محترمة جدا هو حقه مفروع ان هو يحفز لعبته بالطريقة دي وانه عنده طموح ان هو يكسب نجزة مالك فالموضوع ما بيخرجش خالص بره اطار المنافسة والاحترام هو حقه يحفز لعبته بالطريقة دي واحنا بنحترمه لكن احنا كمان عندنا كلام تاني ان شاء الله في الملعب ان شاء الله بإذن الله تمنياتنا للتوفيق كل التوفيق لنادي الزمالك ووليك بشكل شخصي امير انت عارف كويسا باتمنالك دايما كل خطوة توفق فيها بإذن الله شكرك شكرا جزيلا امير شكرك شكرا جزيلا امير مرتضى منصول مشفعام على كرة القدم بنادي الزمالك وتصريحات اضاحية في منتهى الاهمية فيما يتعلق بالفترة اللي فاتت دي كلها والجدل اللي كان دائر في موضوع خالد بطيب اخباره وتفاصيله كمان الصفقات كل حاجة من هذا القبيل اعتقد ان احنا حسمناها في اخبار الزمالك نروح بقى من بعد الزمالك شباب قولوا لنا اخبار المطش مصر عملت ايه عرفوني مصر عملت ايه من فضلكم اخبار نادي الزمالك اروح نادي الخسارة خسارة منتخبنا الوطني لكرة اليد 20-26 فارق بستة اهداف طيب خلوني اروح لفصل السريع بعد الفصل السريع ده هتكلم مع حضراتكم في اخبار نادي الاهلي وكواليس القلعة الحمراء خليكوا معانا في نمبر وان اشتركوا في القناة طيب نروح لاخبار نادي الاهلي وتحديدا حيبقى فيه جلسة تصوير خاصة للاعيبي الاهلي بالقميص الجديد قبل ظهوره امام المقصة طبعا تمنياتنا بالتوفينا اتمنى ان شاء الله باذن الله انه الامور تبقى ماشية بشكل كويس فيما تعلق بهذا الشات صالح جمعة كان فيه جلسة ما بينه ما بين لسارتي بيطلب فيها قيده افريقيا وقيد عمر جمال محليا بشوف من وجهة نظر الحياة انه نادي الاهلي برضو محتاج لكل عنصر من العناصر طالما دخل في المجموعة مرة تانية وطالما فيه فايدة منه خدوا بالكم انه الاصابات كتير جدا جدا كم اصابات راحت ما شافهاش فبتهيأ لفكرة انه النادي الاهلي يبقى عنده صالح جمعة ويبقى عمر جمال موجود اكيد حيفرق في ظل اصابات لا حصرته لها خلاص كل بالي بقى موجود في الشرطة العراقي تأكيدا الكلام اللي احنا كنا قلناه النهاردة كان موجود في النادي الاهلي وتكلم مع الكابتن سيد عبدالحفيز وخلص القصة وبالتالي الراجل راح للشرطة العراقي والموضوع بالنسبة له اصبح منتهي من تفاصيل النادي الاهلي واخر خبر عندي في النادي الاهلي انه الاهلي بيضم اسلام جابر مدافع الالمونيوم وبيقرر اعارته زي ما تقول كده استثمار في لعب صغير في الالسان نروح بقى للاتحاد المصري ليه كرة القدم واخبار وتفاصيل مهمة جدا جدا ومعايا على التليفون الامبراطور كابتن مصر ونجب مصر وعضو مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم كابتن حازم امامي يا كابتن حازم مسائل فلو اهلا وسهلا بحضرتك نمبر وان مسائل خير نمبر وان لا لو في نمبر وان حضرتك كابتن حازم انت عارف يعني مبروك على البرنامج ودائما نمبر وان ربنا شميك يا رب يا كابتن حازم في اي حتة بتزودها ومن الناس المحترمة اللي بتتكلم باحترام وبنقد بناء وبسوق كتير فما أريد أن يوفقكم سؤال ما جميعا الله يعزك ويعلم إدارك يا ربنا خليك يا ربك كابتن حازم طيب بأكلم حضرتك على الاجتماع النهاردة وتقسيم الجزئة الخاصة بالليجان هل الامر انتهى إلى نتائج مثمرة ولا لأ من وجهة نظرك بتشوفه والله هو كابتن حازم جاءة تلعب هو المتحدث جاسي في الموطمى والصحفين هي هي العلية للبطولة مع لجنة المنظمة في خلال عشل يام هيتطلعت مية ديجان بالضبط منه والمية اللي هيبقى في الديجان والمية اللي هيبقى في اللجنة المنظمة إن شاء الله بإذن الملاعب النهائية اللي حتستضيف البطولة حتى الآن هم حتى الاجتماعي طيب موضوع الإسماعيلية ده فعلا هل هو محتاج إصلاحات وتم استبعاده لأنه قريت الكلام وعكسه لحد النهاردة يعني والله يئوصف هناك ما نخلق نحن بانتحضنا نحن من تحد الأفريس وغيرا حتى الناس ربعت كلام حادث مع المدش برضو حصل الصحف لم يصبت سألسف شكاً تلقى وكل كلام يحن نرددهم عندنا كتير ويعني أتمنى الناس ما ترددش الكلام لذي لا تحددش في التحض الأفريس لأنه يوم برضو في مدش بيوه وليس كتف مدش فإحنا لن نحب الأديد ودائش دايماً يعني خاصةً بعض البصدرات المصر إسماعيلي تحديداً طلع الكلام سيئة ونستبعث بسبب الأحداث ما فيش حاجة ليس بطلعة من أسحاب الأفريسي وهم اللي عندهم الكلام والذي هيقرارهم بشكل أو بأخر يعني فالغاية دلوقتي هم اللي ستفت ملاب زي ما هم الحمد للغاية دلوقتي يعني طيب ده شيء عظيم هروح بقى لمنتخبنا الوطني هل فعلاً تقرر التعاقد مع شركة ملابس جديدة ولا لا؟ بكرة إن شاء الله هيباني الكلام بإذن الله بكرة إن شاء الله طيب إن شاء الله بكرة يعني بإذن الله حاجة كويسة بإذن الله عقد حلو كده بقى يا لب